موسيقى المستشفى الإيطالي واحد من أعرقي المستشفيات في مصر عندما تنظر إليه تلمح طرازا إيطاليا ممزوجا بروح مصرية يتخللها تاريخ من العلاقات المصرية الإيطالية المستشفى الإيطالي تم وضع الحجر الأساس سنة 1903 وافتتحت تقريبا سنة 1910 مستشفى عريقة اشتغل فيها عدد كبير جدا من الأطباء المشهورين بالتقنية العالية والتخصص العالي وكانوا أساد جامعات أغلبيتهم ابتدى المستشفى دكاترة إيطاليين لحد فترة قريبة كان فيه دكاترة إيطاليين في المستشفى بالاشتراك مع الراهبات اللي كانوا بيشوفوا على كل أسام المستشفى كان تقريبا هي المستشفى الخاص الكبيرة في الجمهورية وكان بترضى عليها كل شعب بالذات الطبقة الراقية جدا يعني على سبيل المثال العرفوا أن المالك فاروق عمل عملية اللي هو زينة على سبيل المثال ولهم صور موجودة وفيه صور لموسيليني مثلا وهو مع الجليل الإيطالي هنا جوه المستشفى يمكن تشوفوها في مدخل المستشفى فدي حاجات تاريخية طبعا يعني أديمة أوي يتميز هذا المستشفى عن غيره ببعد إنساني فريد يفد إليه راهبات ممرضات من مختلف الجنسيات بشكل رسمي لخدمة المرضى المصريين الحاجة التانية اللي بتميز المستشفى الإيطالي أنها مستشفى لها بعد إنساني الطب بكل رسالة إنسانية لكننا أتكلم بعد إنساني يعني المستشفى تملكها الجمعية الخيرية الإيطالية وهي جمعية خيرية غير هدفة للربح يعني الفائد بتاع الفلوس بنجدد بين المستشفى لكن ما فيش حد بياخد منها أرباح أو حاجة كده في التعاون المصري الإيطالي الصحي وهم وقتها جددوا كذا قسم في المستشفى الإيطالي وقفوا بيها الحقيقة قفزة مش بس من ناحية الأدوات والإمكانيات لكن كمان من ناحية تدريب كوادر بشرية إنها تستمر في العمل من بعد ما هم أنهوا هذا أو انتهى هذا البرنامج والمستشفى حاليا قائمة على مجموعة من الكوادر الطبية اللي تم تدريبها في هذا الوقت بالإضافة طبعا متعامة بأسدتنا من الجامعات المختلفة في مصر هو طبعا تبادر الثقافات مهم جدا والتواصل مع إيطاليا باع كتير جدا أنا عن نفسي واخد كورس جراحة مناظير هناك بمساعدة دكتور روبرتو والفريق العامل في المستشفى الإيطالي وإحنا أصلا المستشفى دي تتبع الجامعات الخيرية الإيطالية بجميع المساعدات الخيرية للجالية الإيطالية في مصر الحقيقة المستشفى الإيطالي من زيتها إنها زي ما أنتم شايفين مباني وصعة ما فيش ارتفاعات كبيرة فالحقيقة والجناين تحس إن انت مش في مستشفى إنك في قصر أو في فيلا حاجة مريحة جدا للمريض الجماعة اللي هما الأسرة بندتي اللي هو اللي عمله قسم جاليو هنا جاليو ده الفامليين بتاعهم يعني الحقيقة ما جوم هنا ولا والتمثال بتاع جدهم كانوا أكتون جدهم شاهدين المساعد الخير نحقيكم في حلقة جديدة على الهواء تاني الناس عادت للحديث عن ارتفاع الأسعار من جديد خاصة بعد ما وزارة التموين أعلنت بوضوح إنه هتزود أسعار السلع التموينية الأساسية ابتداء من الغد يعني وكمان في الوقت نفسه إحنا حنقش معاكوا بعد قليل مشروع قانون مقدم بزيادة رواتب الغزرة والمحافظين ما فيش مانع يعني إن بعض يقول إنه الوزير أو المحافظ مرتبوا إليه جدا ولا يتمشى مع الجهد اللي هو بيبذله يعني ما فيش مانع لكن كمان ما فيش مانع كمان إنه احنا نقول إنه كل الموظفين بيعانوا من نفس المشكلة كل الموظفين يستحقون ذلك كمان عندي فيه موقعة متعلقة بالمعاشات فهنا حيبتدي بعض الغلابة والبسطاء ومحدود الدخل ومعدوم الدخل ومتوسط الدخل يقولوا دايما إنه إحنا المستهدفين بكل الخطوات صحيح الخطوات الاقتصادية بتستهدف الجميع لكن تأثيراتها مختلفة يعني ممكن تهز الغاني شوية لكن تطحن الغلبان وتقتله وتموته فهنا الفارق في التأثير ما هو أحيانا يطلعوا يقولك إنه أصل الخطوات الاقتصادية أصلا بتنعكس على الجميع آه نعم حتنعكس على الجميع لكن فيه اللي حتعمله هزة بسيطة كده وفيه اللي حتعمله هزة متوسطة وفيه اللي ممكن تعمله هزة كبيرة بس هزة إنما فيه اللي حتطحنه وحتدهسه وحتقتله وحتموته كمان الارتفاع في أسعار الأدوي واختفاء الأدوية بشكل كبير جدا بيزداد تفاقما واضح إنه الاستغاثات وواضح إن المعالجات الإعلامية أو أي معالجات من أي نوع ما بتجيبش نتيجة يعني إنه فيه حد كده يبتدي يقول لا تعالوا نشوف إزاي نحصن الناس من الحالة اللي بتحصل دي خاصة في سلع ما فيش فيها فصال ما فيش فيها بدائل ما فيش فيها كلام لا يستطيع الإنسان لاستغناء عنها سلع الحياة أو الموت يعني سواء الأدوية المصيرية اللي مختفية بشكل كبير وكمان دخلنا على السلع التامونية اللي هيقولك يعني هي الزيادة دي الجنيه ده حيؤثر آه حيأثر عند ناس كتير آه بتتأثر والتأثير بيبقى كبير يعني مش مش قليل هنقش معاكم ده كمان هنقش فيه آه صياق اللي نقشناه بالأمس واللي نقشناه بالأمس ما زال يثير جدلاً وتدعيات آه أمس وأول أمس وهو هو نموذج نموذج للبزخ والإصراف الحكومي في مجالات مختلفة وتعالوا بقى نفتح ملف سيارات الحكومة سيارات الشركات والهيئات والمؤسسات والااا وزارات وكل الجهات التابعة اللي هي بتاخد من أموال الدولة اللي هي أموال الشعب بتعالوا نفتح هذا الملف بوضوح ونشوف هل المتين سيارة في المكان الفلاني مش كانوا ممكن يكونوا عشرين أو تلاتين أو خمسين أو ستين أو سبعين مش كان ممكن يتم تخفيض هذه الأعداب الضخمة كمان في مجلس النواب البعض بيحاول يقلل من الحكاية ويقولك ما هو ده لحماية الناس من إمتى بتحمي يعني أسوأ مرحلة كان فيها اغتيالات في الشوارع كانت مرحلة التسعينيات اللي كان فيها استهداف فيها مجموعة اغتيالات لشخصيات عامة بشكل متتالي اغتيل رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعة المحجوب وحصلت بعدها بقى محاولات اغتيال عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من بينهم حتى وزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفي ومن بينهم الوزير صفقة شريف ومجموعة كبيرة وكان فيها عملية استهدفة رئيس الحكومة نفسه الدكتور عاطف صدقي اللي ماتت فيها الطفلة شايمة ما سمعتش أبدا أنه حد يقول أنه هجيب لوكيلي المجلس وهم حتى الآن يعني مش عارفين يوضحوا فيه ثلاث سيارات مصفحة دب فيه واحدة ماشي لرئيس مجلس النواب دب لتنين التانيين في أسوأ مراحل الإرهاب ما حصلش أبدا أنه جابوا لوكيلي المجلس سيارات ثم أنه وكيلي المجلس ما معهمش السيارات المصفحة حتى الآن يعني والسيارات المصفحة اللي اتدفعت فلوسها ما جاتش حتى الآن يبقى إذن القضية مش قضية أصله الناس دي مهددة والإرهاب يستهدفها ما هو كل ضابط شرطة وضابط جيش وكل المجتمع كمان في مجمله ما هو مستهدف لكن محاولة الإفلات والهروب من صديحة سياسية ومالية والتعبير دقيق ضبطت فيها أو ضبط فيها بعض المسؤولين في مجلس النواب لازم نعرف مين المسؤول اللي وقع كده على في الأول على سيارة مصفحة بستة مليون وبعد كده اتنين تانيين باثناشر مليون وقت انعقاد المجلس عشان ما يتحججوش الاثنين الاثناشر مليون كان في فبراير 2016 وفقا لبيان مجلس النواب نفسه البيان اللي عملوه بالأمس اللي عاوز يستهين بدا يستهين بس الناس لما بتقعد تسمع ده وانت قاعد تقول لهم تحملوا الخطوات الاقتصادية وايه يعني لما زود لك الزيت والسكر والرز وايه يعني لما يختفوا خالص وايه يعني لما اسعار السلع تختفى وايه يعني لما الادوية تختفى تختفي احنا في حالة حرب بتحمله لكن انت في حالة بزخ ورفاهية وبتجيب يعني ما قلناش كمان تب فين السيارات القديمة كان فيه سيارة مصفحة مع وزير مع رئيس مجلس الشورى ومع رئيس مجلس الشعب قالوا فيه واحدة خدها رئيس مجلس الوزراء تب خدها ازاي وتحت اي غطاء ومين دفع فلوسها وتم تغطية وتسوية المبلغ ازاي والحساب انتقل من مجلس النواب لمجلس الوزراء ازاي ووزارة المالية عمل التسوية لده ازاي مفيش حد بيصرحك لانه واضح انه انها عشوائية الفساد يعني وبالتالي هنا يعني لا نستهدف مسؤولا بعينه لكن بنقول مين المسؤول عن ده مين اللي وقع على هذا الانفاق الكبير في وقب انت بتقول فيه للناس تقشفه وتحمله والنهاردة الكاتب الكبير الاستاذ فاروق جويدة في صحيفة الاهرام كتب زي اللي احنا بنقوله ده وزي اللي احنا اطرناه يعني ازاي تقنع الناس بالتقشف والتحمل في الوقت اللي انت بتدفع فيه 18 مليون جنيه في 3 سيارات مصفح وفي غيرهم هاتلينا الجدول كده تاني فيه اتنين هما كلهم 22 مليون اللي معانا فيه وفيه سيارات تانية تب ما تفتحوا هذا الملف اه فيه مستند اللي فيه انواع العربيات المختلفة وصولا للسيارات المصفحة اه اللي هو ده وبالتالي جماعة ما هي دي مستندات اهما تقولولنا يعني قل لأي حد كده مواطن رئيس انه انه مجلس النواب اشترى 3 سيارات مصفحة ب18 مليون والوثيقة دي فيها سيارات تانية ب4 مليون يعني 22 مليون فيه وقت احنا بنقول للناس فيه تحملوا تقشفوا وايه استحملوا الخطوات الاقتصادية وانتوا قضيتكوا ايه زيت وسكر عيب قوي تبقى قضيتكنا كده عيب قضيتكو تبقى زيت وسكر هو مش عارف انه زيت وسكر ده هو منتهى طموحه وهو سقف احلامه حينما يتحول الزيت والسكر الى حلم المصريين يبقى يعني هتستهين وتستهزئ بدا يطلع البعض هو فيه شعب ومشكلته زيت وسكر ايوة فيه شعب ومشكلته زيت وسكر فيه لما تبقى الاسعار مختفية السلع مختفية والاسعار مرتفعة ومش عارف يأكل فهيبقى مشكلته زيت وسكر السكر عنده هو الحلو والزيت والرز هي اساس الطعام عنده واساس الاكل اللي ممكن يأكله ويدبر احواله بيا وبالتالي هنا ضبط ضبط بعض المسؤولين اهو انا بحدد بعض المسؤولين علينا ان احنا نحددهم في مجلس النواب متلبسين بصديحة سياسية ومالية مش عايزة لفه دورها ومش عاوزة بيانات شكلية كده تعالوا نخدر الرأي العام ببيان شكلي لا عايزة ناس تطلع وتقول والله المسؤولين عن ده اه هنحسبهم ونشوف ازاي في التوقيت ده مجلس النواب يدفع 18 مليون جنيه في اه 3 سيارات مصفحة ومن امتى من امتى رئيس مجلس النواب وحتى بعد كده بقولك الواكيلين لكن ما فيش ما يدل على كده والله ما حد يعرف وكيل مجلس النواب لو ماشي في الشارع والله ما في حد يعرفه ده ليس استهانة بيه لكن على الاقل في اي عهد ما حصلش ما حصلش في اي عهد انه انه وكيل مجلس النواب الواكيلين بياخدوا سيارات مصفحة ما حصلش في اي عهد حتى في الفترة اللي قتل فيها رئيس مجلس الشعب حتى في التوقيت اللي كان فيه العائدون من افغانستان والعائدون من البانيا اللي كانت الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد كانوا بيعملوا عمليات ارهابية في قلب العاصمة صحيح العمليات الارهابية مستمر لكن من امتى بتجيب 3 سيارات مصفحة بهذا الشكل عشان يعني المسألة بس انا ليه حبيت اكد عليها لانه فيه محاولة كده لاستخدام نفس الاساليب تعالوا نرمي بيان يخدر الناس وتعالوا نقول انه انه لازم من حماية المسئولين هو محدش بيقولك ما تحميش المسئولين ده المسئولين اللي بيستخدموا هذي السيارات معروف هما اي نوعية من المسئولين ومين المستهدف ومين المش مستهدف يعني وبعد كده ما حدش جاب تقرية امنية بتقول انه انه المجلس لازم محتاج التلات سيارات المصفحة اه دول 18 مليون جنيه المستند بس ده فيه 22 مليون جنيه اللي فيه مجموعة من السيارات المختلفة فيه المجلس قال انه قام بتكهين مجموعة من السيارات طب موديلاتها كانت كام وسنة كام وحالتها ايه ما تقولولنا قلولنا يا جماعة يعني مجلس النواب اللي بيرائب السلطة التنفيذية وبيفرملها وبيقول لها استني انتظر هذا دوره يعني يبقى يرائب نفسه ويقولوا تعالوا نشوف يا جماعة اين وكيف اهدرت هذي الاموات يبتدوا بقى يسيبوا هذي القضية وتلاقي فيه بعض الحملات على من اطلقها فليكن يعني لو كان اللي اطلق يعني كل متهم بالفساد يقدم للمحاكمة هفترض ان فيه اتنين فاسدين كده تخنقوا مثلا وده طلع مستندات اللي ده وده طلع مستندات فاحنا خدم المستندات فتبقى القضية اصل هو مين اللي طلع المستندات يعني فليكن انت عندك تحفظات على اي شخص قدم هذه المستندات او بتتايمه باي تايمات قدمه للمحاكمة يسيد لو هي بس كمان تعالوا نقدم الجميع للمحاكمة خلونا انه تبقى القضية سيارات مجلس النواب لماذا اهضرنا هذي الاموات ما تبقاش هي هي القضية انه هو اللي طلع المستندات فلان الفلاني ما هي كده هتطلع هتطلع ما هي كده هتتناقش وبالتالي هنا سيارات مجلس النواب فضيحة سياسية ومالية لا يمكن ابدا السكوت عليها ولا يمكن التعامل معها برمي بيانات هنا وهناك ولا بمحاولة التنصل من المسئولية ولا بمحاولة الادعاء بانها لحماية الشخصيات ولا بمحاولة مش ممكن ابدا اسيبي الناس بالشكل ده تعالوا نشوف الاول عشرات القسر المهددة اللي هما من سكان ساكن السكة الحديد في قفر الشيخ اشتركوا في القناة وقسر وربت وفي ناس توفت وزوجاتهم قاعدة هنا جايبين لهم طرد عشان يبيعوا السكنات دية للمستثمر عشان يقبضوا منه فلوس والناس الغلابة اللي هي بقالها خمسين سنة وعايشة واللي مات واللي زوجته هنا بعياله عايزين يطردهم في الشارع كان في خمسة وعشرين وحدة فيهو ثلاثة توفير السكت البديل شرط لإخلاء العاملين بالسكة الحديد بقالي أربعة واربعين سنة داخل البيت دي سنة تلاتة وسبعين أهلا خمس تنفى في الباب وعيا ليه حتقولوا شيقوا يا جواني وانا يطلع يطلع واشيبلكوا السكة الحديد ماناش حتي أسركني أربع أربع عسر جاعدين في الباب أربعة السكن بألف ومتان نروحوا فان المطلعين عام معاش فوقيت بقى من إرهاب بعينه كل شوية حد جاي خبط على الباب أنا عايز أوصل صوتة للسيد الرئيس عفتاح السيسي أولا وبنقولك يا رئيس يعني ربنا يعينك بس كلمتين اللي انت تنظر الناس الغربة ده هيت مش أماكن أمينة إن احنا نستقيم فيها كمان وكمان جوموا يطردونا منها ليبقى حراب ده إحنا برضو بنا قدمين وعايش في أمورية مصر العربية تحت السيد الرئيس عفتاح السيسي ياريت ينزل لنا بأن الرقفة وعشان خطر يا سيسي عشان خطر أنا وابني وبرات ابني وابن ابني قاعد معنا في البيت ميجاوزين وقاعدين في البيت وماناش حداً قاعدة في المطبخ والمطبخ جاب لرطوبة والله في المطبخ بتاع البيت يا ذي ابني عسل وغا تلويني كدنا قاعدين تلك الحديد هيرمونا فين واتجالتنا ماتت هيني ده أنا عايدة أشجّة لعيالك لكل واحد بالموظف ايه شجّة بس شجّة تكون نظيفة إحنا ضيعنا كل فلوسنا في السكن ده بنانا ولأن إحنا كم أسرة قاعدين في السكن يعني أنا بنتي بجوزها قاعد وابن خطبه قاعد مش معقول إن أنا هطلع من الشقة بالمصلحة مني إن أنا هطلع موظفين السكة حديد مصدومين حقينا ضايق الكورجة حضرتك اللي في الوش ده ده كان معمول للسكة حديد كلهم سكن ايه اللي بدورهم ويدونوا رجاليط اللي زاحت إحنا أهلنا كلنا قضوا عمرهم كله في السكة الحديد وفي خدمة السكة الحديد ومش بعد ده كله اللي إحنا نترامي في الشارع بعيالنا هي دي البيوت اللي إنتوا شايفينها دي اللي عايزين يطلعونا منها حتى تقضى قاعدين في خمس بنات وفيش رجل ولا في حد قام ببناء برج حضرتكم لو صلطوا الضوء وشفتوا البرج وده كان على وعد إن يكون كل أسرة من سكن السكة الحديد قاعد في شقة من البرج ده مجرد إن إحنا طلعنا من المساكن بتاعتنا دي مش هنلاقي قوضة واحدة لمنا نفرش كلنا والنوم والله العزم هي قوضة وإحنا تسعى أصلاً فيها قاعدين فيها يعني مش لقيين أصلاً ما كان نعتفيه وكمان بيستكترنوا علينا اشتركوا في القناة كمان فيه هدم عقار في الأسكندرية والناس موجودة فيه إحنا يا جماعة عايزين نشوف فيه جوانب آه جوانب قانونية وفيه جوانب كمان إنسانية وتعالنا نشوف نعالج القضية إزاي نشوف التقريق أولاً وبعد كده هاخد رأي هايبقى معنا الأستاذ علاء يوسف رئيس حي العجمي يا أستاذ علاء أهلاً بيك أهلاً بيكاً معنا وحنشوف أيضاً السكان معنا بعد قليل نشوف التحقيق أولاً مزيج من الدهشة والفزع ومرارة الظلم انتابت سكان عقار مكون من طابقين بمنطقة العامرية بالإسكندرية حين فوجئوا بقوة من قسم العامرية تقتحم عليهم مسكنهم وتبدأوا في هدمهم كنا جاعدين في شاقتنا فوق كل واحد جاعد في شاقته لجانا طفة طلع بالمرزبات الظابط اللي جاله يطلع حد عليهم طلعهم يشوفوا جاله ناس جاعدة هنهدوا إزاي والبيت في بنا عدمين راح ردد جاله المعمور جاعد عشاناً جاله هيد أخرم أخر مضرب من تحت جاب شاقتنا كده حد دلوقتي والله عيلي بينهم في الأرض ولا حدوب عيالي ولا سرائر ولا فارسي ولا بطاطيني ولا موعين اللي جاي بقى أكل فيها ولا يا أهلي هنا عشان تأجريها أنا عادة مع أهلي أهلي شاعدة تأجرينا وليك ألف جنان أنا عادين من نفتره لأن الناس هم شواكيشي وطلعين نهدوا السافة طلعين نبصوا لأن السافة واقحة أختش كسرت وانا أفتره واجعت علي الحدفرين ليه نفتره والزرم ده نروح فيه نروح فيه نروح فيه نروح فيه أنا وعيالي معي أربع عيالي نروح بهم فيه قاعدة في فيلا قوضة كده والله العظيم قوضة في بطروق رزقنا راحاً فصنا راحاً رغم توافر التراخيص وعدم وجود ما يقتضي إزالة العقار أصرت القوة الأمنية على الإزالة مكبدة سكانه خسائر فادحة قدوا علينا من فوق وطلعونا لزونا تحت وعفشنا أرماء من فوق دور اللي احنا فيه فيه حوالي تسع سكان غير الدور الفوق مننا والأرضي تفاجئنا بقوة من الاسم العمرية ومعها الحي فبتوق الحي جاء ومبصر العمارة اللي وها سكنة قالت لدي العمارة سكنة وناس سكانوا وعايشين رئيس الحي مش عاجبه الوضع ماشي والمحافظ مش عاجبه الوضع اصلا المحافظ هو الماضي على الورا ماشي وده وارا معنا مش ما فيش حد بيبني وخلاص ما فيش نهاردة فيش حد يحط الطوبة على البحر لازم يكون معاه وارا وواصل نفسه من الجاثر الابنية كلها اولادنا وحارمنا طالعوا يجروا زي جاتلهم حالة السري يجروا في الشوارع يجروا عفشي الوضع يعني تمن الشقة والعفش ده العفش هما كسروا على العفش كمان لانه مش قانوني احنا هو لو معاه قرار الاغلال اجباري بحكم المحكمة وجواب وصلني اوكي في خلال ثلاثة ايام او اربعة عشرين ساعة اخل المكان خلاص ما ضالبنا تمن شقة انا وتمن عفشنا والبلد والدولة والفساد دي تحاسب ولسه فيه سكان في القاهرة مجوش كله الناس كانت ساكنة مشوا الحي خدها والعمال اللي كانوا شغالين خدوا كل حاجة بتوق مصر اتناشر تلاتاشر واحد سكان قاعدين في العمارة مصيفين هما طبعا عشان مكين من القاهرة وطبعا ما بجوش للإسكندرية غيرها عشان لهم مش قمش مصايب في الإسكندرية مكسروا الاشواء اقسملك بالله على العفش هما فيه اشتركوا في القناة طيب حسأل اه استاذ علاء يوسف اه رئيس حي العجم يا استاذ علاء اهلا بيك مجددا اهلا بيك اهلا بيك الوقت هل الازالة بهذا الشكل في ظل وجود السكان اه بتستند الى ايه طب سيد ديني بس الفرصة سلسل الاحداث كلها بالكامل طبعا اه في البداية احنا نزلنا العقار ده اول كان عبارة عن دور ارضي والاول علوي حيك الخرصاني هو عمل التاني كان فاضي اتسلم العقار للمئاول بتاع الازالة لما نزلنا حاملة مع قوات الشرطة واستلم العقار للمئاول الازالة ودخل فعلا واستلموا العقار خالي من السكان كان ارضه دورين فاضي خالص اعتراضوا السكان وطلعوه بعد كده من عمله ومنعوه من تريد عمله عملنا محضر في الاسم بعد التمكين المئاول اه المحضر راح النيابة النيابة قالت جاءت لها وشأنها يعني هي صاحبة القرار اه في خلال المدة اللي عمت عمل المحضر وراح النيابة ورجع الجامعة بانوا سكنوا كملوا سكنوا يعني احنا لما رحنا في البداية وسلمنا المئاول الاكبر كان خالي خالص من السكان فاضي مابوش ولا سكن لما عاد التمكين امال السكان دخلوا امتى سكنوا امتى مانا بقول لسانتك ام طلعوا المئاول اللي كان شغال اعترضوه اعترضوه ومنعوه من العمل وطلعوه برا المئاول والحي راح عملوا محضر في الاسم بها هذا كلام وطلبوا اعاد التمكين المئاول من عمله اه واخبالك من النقطة دي يعني مئاول استلم الاعقار فعلا وهو فاضي يشوف شغله بعد ما استلموا المئاول والحملة مشت والشرطة مشت وحي مشة الناس اعترضوه وطلعوه برا وطلعوه برا الشبرة برا العقار وهل الناس دي هم اصحاب الشؤى انا ما عرفش الناس دي مين انا نيه العقار نفس من يهل العقار والمالك اه انا انما العقار كعقار هو مخالف 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 مابلن ترخيص اه اه له قرار ازالة له قرار اخلاء ادالة يعني هو مخالف ولو قرار ازالة واستلم المقاول الفعل ان الاعقار هو خالي هو فاضي هم اللي طلعوه وسكنوا ناس في فترة وجيدة فكونهم بقى يعني سكنوا ناس بيتحايلوا على القانون او على القرار الاداري او على الحي او على الشرطة من انهم الفترة اللي تطلعوا المقاول فيها وعمل ما خلنا طنلنا الوضع بتاعنا الاداري تاني وراح الوراء للنيابة ورجع تاني للأس وعملنا على التمكين تاني وتحدد معاك تاني الفترة دي الاولاء الناس تكنوا طب خلينا اسعل كده خلي حضرتك معايا ونشوف مهندس حسني خير الله عضو مجلس النواب مهندس حسني اهلا بيك المهندس حسن خيره مهندس حسن انا اسف مهندس حسن اه اهلا بيك اهلا هل كلام رئيس الحي صحيح اهو انا عن دائرة العجمة والدخيلة والماكس ودي في دائرة تانية عموما يعني بس انا اتكلم من ناحية الا اه من ناحية استشارية عندس لا مش لحية استشارية يعني انت ايديان حضرتك في الموضوع عارف الموضوع اولا مش عارفه لا انا عارف اه الناحية الهندسية عارف النواحي اللي هي مفروض اذا كان العقار مبني اذا كان العقار مش مبني اذا كان السكان مو supportive الناحية دي انا فهمها كويس جدا طب اتفضل فضل يعني انا عدو لجنة اسكان مصر خلينا ندخل في الموضوع اتفضل يا سيد سيدة اتفضل انت عايز بتحت عمرك هل كلام رئيس الحي ده صحيح انه انه الحي طبق الاجراءات القانونية انا معرفش اذا كان العقار ده لا ترخيص انا بشكرك الف شكر وبأسف من سوق الاختيار لانه الراجل مش معني بالحكاية استاذ فوزي الحصاوي او استاذ فوزي اهلا بيك استاذ فوزي اهلا بيك يا واقل بي استاذ فوزي انتم من السكان رئيس الحي بيقول المبنى مخالف وفي ازالة وانتو انتو اي 유عار ATM ازاي حضرتك الاولي بقى اهلا بيك اهلا بيك اتفضل دخل في الموضوع بس استاذ فوزي بيتكمل كلام حضرتك مش اصلي مش صحيح ومش طبيعي. العقاردة ده احنا ممكنين فيه بقال النهاردة ستعين يوم العقاردة تعتك اصلا العمارة دي اتهدت مجمع لشات المتشرار. العمارة دي اتهدت مجمع لشات المتشرار. العمارة دي انا SAS sacrifice بولادي. بقال النهاردة تتعين يوم حضرتك ثلاث شهور ممكنين فيها اقامة كاملة. العمارة كلها كانت متشطبة تشتيب. وكل التشتيبات خلصة حضرتك. لأ يعني هي مخالفة ولا ازالة ولا لا? يا باشا هم جايبين ترخيص من حرس حدود حضرتك ومن اي تعاملات كوات مسلحة مفيش ترخيص سبو ثلاث خارف مفيش نعمة. يا يا استاذ فوزي بس خلينا يا جماعة خلينا زي ما احنا بنتضامن مع الناس ازا كانهم حق. ما يعني خلينا نضكك. هل الحق معكم? ولا ليس معكم? الحق معنا يا واي البيه جناس اكنا ساكن سعلي وجاعدين في شجاكهم وشبك من شفطبة. دفع اعمل عقار حضرتك في الانان المركزة واي البيه. دفع من الامارة دي في الانان المركزة حاليا. من سوعات. العقار مخالف ولا لا? العقار هو ما عملش ترخيص من الحي بس ما بيش حد ما بيش ترخيص من الحي خارس لأيه لي بيش ميتين متر حرم البحر ميتين متر. يعني هو عمل وراء اه قوات مسلحة يا باشا قوات مسلحة طلعت ايه ست لقت بينه وبين العقار ميت متر. فدوله ترخيص من حرس الحدود ومن ايه تعملياتهم المقابرات. وبنان على كده الراجل بني وبعدين دي كانت اصلا ابنة ابنة ما يتتعد وتتبني كانت برضو كانت زلة. وكانت زلة دورين. واتعدت وبنات. واحنا ساكرين بنات ثلاث شهور ساكر ساقلي. ازاي تسكان في العمارة وتعليمات الساعة رئيس الامورية واحنا بالناجس. اه 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 ازاي يكفروا مبنى والناس فيه وليس داعوا الناس في الشارع. واولادي في الشارع احنا بجانا عاديين في الشارع يا واقل بي. ما هو بيقول لك بيقول لك وقت الازانة كانتش في حد في البيت خالص وقت ما المؤول ستسلم. انا 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 حضرتك اولاد يمثورين وهم بتتصلوا بيوانا عنده حالة او لا بيصورهم الكلام ده ازاي يا واقل بيو ازاي حضرتكم بكفرها� ولادي. اشه داخل ازاي يا واقل بيو. بقى استاذ علاء استاذ علاء هاخد ااخد تعقل منك استاذ علاء. هل هنا لان الحقيقة الاسكندرية تعوم على بحر من المخالفات يا استاذ علاء امام ده امام ده امام. وبالتالي يعني ما قلت بعضها هيقول لك ما كله مخالف يعني. ما انت عارف الاسكندرية عاصمة المخالفات في البناء. احنا بدأنا ننزالة ونفعل القانون الناس ولا هتقول لك اشمعنا ده. اه 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 وهيبقى عندهم حق يعني لقانون على الجميع يا مش قانون. الجميع اتعاندل بس هي العملية كلها انت نقطع يعني كمية الاقراط المخالفة كتيرة. لو خدت اي اكتار حقول لك اشمعنا انا. لو سبزة خدت التانية هو اقول نفس السؤال بل اشمعنا انا. فاحنا بنعم الدراسة امنية. اه بس يبقى لو قال اشمعنا انا وهو شايف انه 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 في كمان اه اه مباني كثيرة مخالفة. ولكن اه محصنة ومحمية حيب عنده حق. حيجي عليها الدور. حيجي عليها الدور. احنا منشغالين في بيانكي قصرنا في بيانكي اعتارات كتيرة وقصرنا في لانوهيل. في كل يعني مش هناخد كل الاعتارات مرة واحدة. يعني عدم امكانية طبعا كيه. لكن انا بس اعلق على كلامه ان انا يعني كلامي مش مزبوط. اه مش هقول الله او زلاله. ان كلامي مش مزبوط. لا كلامي طبعا مزبوط ايه على كده تفيل محضر تسليم رسمي. للمقاول العقار شاري من كان بلجنة بلجنة من من الشرطة والحي والمشروعات والشؤون الطوانية. وفي رئيس لجنة زالة. بيستلم محضر رسمي. بيستلم محضر رسمي. العقار كان خالي او في مشغول اه او اشغال سهولي. كل كلام ده محضر رسمي. فكلامنا مزبوط عندي بالورقة والورقة موجود. طيب هو اللي بيعنينا انه القانون يطبق. على الجميع. واللي بيعنينا كمان. انه نتمنى انه الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط اللي اصبحت عاصمة للفساد في مخالفات المباني. وهو هو فساد يعني. ان احنا نتطهر من هذا الفساد في مجمله. اه يا 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 استاذ علاء يعني. نتمنى انه القانون يطبق على الجميع. محدش يقولش معنى. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ حنان من الاسكندرية عايزة تعليق اخير بفضالي. اه سلام عليكم استاذ واقل. اه حضرتك انا من سكان دايلة العجني. اه. بس اه اوضح اه التواضيح بسيط جدا. العجني كله من اول البتاش لحد ابو ثلاث كلها عمرات مخالفة. فوق التلاتاشر دور وستاشر دور. ودخلوا لهم مية ونور. حضرتك بس لو لو نبعد حد يصور العمرات في شرع البتاش رئيسي بس. بس هتلاقي فوق التلتمية عمرات كلهم تلاتاشر دور وطلاشر. ما هنا استاذ علاء اهو هنا بقى حيبقى اشمعنا لاحق. انت. الضوات تكلمش على حاجات مبنية اه اه كانت حاجات مبنية من امتى? اولا انا جاهل حاجة مية عشر اربعة ستاستاشر. يعني من شهور المعلاقات دي مبنية من امتى? وهل حنقدم نفذ ززالة كل هذه الاقارات مرة واحدة? احنا بنزيل جزء جزء اه? اللي استاذ حناني ممكن مش عارف اه. مش هفيتش بيانكي العبرات المجزالة او فشار العسل او فزنقبار. ما انت ممكن ما تزيلش اللي جاي ده كله? ما انت ممكن ما تزيلش طالما طالما وصلت له مية ونور اه بتاعها? لا انا ما وصلش مية ونور انا ما فيش جواب ببعطه مية ونور من الجيال الهدارية ابدا. المية والنور بتخش خلاص بكودي من رجوع للجيال الهدارية. طب اه اه امتى كده يا استاذ علاء الخطة الزمنية اللي انت عاملها انه مايبقاش فيه اي اه عقار مخالف في العجمي منطقتك. تاخد كم سنة? سؤال سؤال مستحيل. ناخد مية سنة. فالرجل اللي تهدله ده يقولك تما كنت خلينا انا بعد المية سنة. ما هو ده احنا بناخد العقاد في المهد دلوقتي. اللي اللي انت طالعة بنلحى العقاد طالعة انشائية اللي ناخد دلوقتي عاملية بالتنسيب مع الشرطة. لو نزلنا كل يوم مش ناخد ننفذ العقاد المخالف في العقادة بتاعني. ده مش في اسكندرية بس. ده بكل موصل عربية. طيب. انا بشكرك انا بشكرك انا بشكر الجميع بس انا بقولوكم ده لي يا جماعة لان اه شوفوا ازاي الفساد في مخالفات المباني انتشر بشكل انه حتى السؤال طب لو عندك خطة زمنية والله ولا متين تلتميت سنة. لانه المباني المخالفة اسكندرية هي عاصمة المخالفات عاصمة فساد المخالفات في المباني. تراكمات سنين اه اه سابقة. عشان تزيلها فده يخلي واحد اه دلوقتي يقولك تب اشمعنا ان ما كنت تخلين انا بعد عشرين سنة بعد ثلاثين ما هو عشان تقعد تزيل وفقا لخطة زمنية اه ومش هتزيل يعني لكن اه هكذا الفساد. هنطلع اه قبل ما نطلع فاصل اه اه عايز اتكلم عن فيلم مولانا اللي ازدادت الحملة الشديدة جدا عليه اه من قبل الجماعات والقوة والطيارات السلفية. يبدو انه بعد ما الفيلم حقق نجاحا كبيرا وصل لاحداشر اه مليون وده الحقيقة كانت دايما الافلام اللي هي اللي اه بتناقش الافكار والقضايا الحقيقية كان يعني صعب انها تحقق هذه الارقام اللي كانت بتحققها دايما افلام اله البلطجة والافهات السازجة والسطحية فلما يبقى فيه فيلم يناقش افكارا ويناقش قضايا تخدم المجتمع اه يحقق هذه الارادات فيجب ان احنا نفتخر به ويحنا كنا نقشنا الفيلم من خلال وجهتين نظر ايضا اه اللي بيتهم الفيلم بانه يسيء الى المشايخ والى رجال الدين والى الاسلام واللي بيردوا على ده بانه ليس من حقك ان تتحدث باسم الاسلام مش من حقك دي وجهة نظرك يعني لكن الحملة زادت جدا بشكل كبير واعتقد انه السبب هو انه لقوا ان الفيلم بينتشر وبينجح بالاضافة كمان انه الفيلم بعض الدول العربية بعض المسؤولين في بعض الدول العربية اعلنوا انهم حيمنعوا عرض الفيلم لانه يسيء الى الاسلام يعني شوف التعبير المطاطي اللي بيتم استخدام وده بسبب حملة القوى والطيرات السلفية اتفق او اختلف زي ما انت عايز مع مؤلف الفيلم الكاتب الصحفي والاديب ابراهيم عيسى زي ما انت عايز لكن ده قضية مجتمع هي مش قضية ابراهيم عيسى قضية مجتمع وهي قضية عنينة منها خلال السنوات القليلة الماضية وهي ما يتعلق باستخدام الدين وما يتعلق ببث بعض الافكار اللي بتحض على الفتنة بتشعل المجتمع بتقسم المجتمع وبالتالي تعالوا نسلط الضوء من جديد على الحملة الشديدة اللي بتشنها الان او التي عادت لشنها بعض القوى والطيرات السلفية من جديد على فيلم مولانا يبدو ان نجاح فيلم مولانا الذي حقق ارادات اكثر من 11 مليون جنيها اغرى بعض التيارات السلفية والجماعات المتطرفة للعودة لهجوم على الفيلم من جديد موقع فيلم مولانا من الاعراب هو معطوف على الف فيلم قبله في حرب الدين وفي حرب الاسلام طب موقع الاستاذ ابراهيم عيسى من الاعراب هو جندي او واحد قصد او لم يقصد من جيش كبير جدا 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 كل واحد متوزع التخصص بتاعه زي ما ربنا قال فهم يزعون متوزع التخصص بتاعه في ضرب نقطة من نقاط الدين فقد اتهم الشيخ ياسر برهامي صانع الفيلم بانه يشوه كل من يتكلم في الدين من الازهر ووصفه بانه دوميول شيعية ويعمل على خطة لهدم الدين ولان الفيلم يكشف عن التيارات السلفية ويوضح خطورة افكارها على المجتمع فقد زادت وطيرة الهجوم من قبل القوى السلفية مما دفع بعض المسؤولين في عدد من الدول العربية كالسعودية والكويت ولبنان منع عرضه في هذه البلاد لكن في لبنان قبل هذا القرار بردود فعل من قبل بعض الفنانين اللبنانيين مما دع بعضهم الى الاعلان للتضامن مع الفيلم منهم المضربة كارل سماحة اما دولة الامارات لم تعلن موقفها حتى الان على الرغم من عرضه في مهراجان دبي السينمائي في دورته الاخيرة ربما هذه المرة الاولى التي تنجح فيها السينما في الابتعاد عن افلام البلطقة والافهات السادقة او على الاقل في الحفاظ على تنوعها في تقديم فيلم يتناول الافكار المتدنية والمنغلقة التي عانينا منها في ناس برا من امن الدولة عايزين في فيلم مولانا حتشوف كل قضايا المجتمع اللي عنينا منها في السنوات الماضية حتشوفوا الاسلامة والتنصير والفتنة الطائفية واستخدام الدين وحتشوفوا كمان مشايخ الشو وحتشوفوا كل الافكار والفتاوى اللي بتستخدم لاشعال الفتنة في المجتمع ولتقسيم المجتمع وبالتالي تستشعر القوة والطائرات السلافية الخطر الفيلم تأثيره بيكون كبيرا جدا خاصة بعد كده انه بيتحول الى شريط بيعرض في الشاشات فبالتأكيد لما وجدوا النجاح الصاحق للفيلم فقالوا بقى تعالوا نعطل هذا النجاح ونمارس المزيد من التخويف وكمان نحث الدول العربية على عدم عرضه ونخلي كمان القنوات الفضائية والفضائيات بعد كده مستقبلا تخاف تعرض هذا الفيلم لما تتهموا كده بانه يسيء الى الاسلام مش وجهة نظرك بقى لا وكأنك تتحدث باسم الاسلام فبالتالي هنا دي الهجمة الشديدة على فيلم مولانا خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه ما صدقنا ان فيه فيلم يناقش افكارا وقضايا حقيقية في المجتمع بعيدا عن نموذج البلطاجي والعاهرة والافهات السطحية السازجة ويحقق هذا النجاح ويعمل التوازن يبقى موجود ده وده وبالتالي الانتصار لفيلم مولانا هو انتصار للفن وانتصار للمجتمع ايضا بعد الفصل تعالوا نشوف ايه حكاية المشروع القانوني اللي مقدمها الحكومة لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين طيب حيبقى في السؤال شمعنا حتى لو كان الوزراء والمحافظين يستحقون ذلك حتى لو كان الوزراء والمحافظون يستحقون ذلك طيب ملايين الموظفين الناس التانية اللي حتقول كمان لماذا لا تلتفت الينا الحكومة حمسك تاني في ازازة الزيت يعني يعني احنا وإحنا بنناقش الـ 18 مليون جنيه بتوقع الثلاث سيارات المصفحة اه اللي مش لاقي ازازة زيت حيصدم واللي مش لاقي ازازة زيت حيقول شوفوا بيفكروا في زيادة رواتب المسؤولين وسايبين احنا بعد الفصل حنناقش معاكو هذه القضية وحنشرك المشاهدين معنا في ظل خلل شديد نعيشه بزخ وإصراف حكومي في بعض المؤسسات الدولة حديث عن زيادة مرتبات وزراء ومحافظين لكن دايماً الضحية في العنوين كلها الضحية هو المواطن المطحون البسيط والغلبان محدود ومعدوم ومتوسط الدخل موسيقى 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 شايدين نحييكم من جديد في ظل الحديث عن تناقضات مختلفة بارح اتكلمنا عن بازخ واسراف متعلق به باندي يعني باندي نقشناه انفق 18 مليون جنيه على ثلاث سيارات مصفحة لمجلس النواب الناس كمان بتلاقي تاني يوم على طول اهو وزارة التموين اعلنت انها هتزود السكر من 7 جنيه ل8 جنيه عبوة الزيت اللي هي 800 ملي جرام 12 جنيه بدلا من 10 والسمنة 500 ملي جرام 13 جنيه بدلا من 11.75 السلع الاساسية دي هي سلع اساسية حياتية مهمة جدا في حياة المواطنين طيب لما المواطن كمان يسمع بعد كده انه فيه مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب يتعلق بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين حنتكلم عن كل هذه التناقضات مع ضيوفي وحنركز كمان على قضية البعض بيقول اه مع الوزراء والمحافظين يستحقونا هذه الزيادات انتوا ليه منزعجين وليه غاضبين حننقش ده مع ضيوفي داخل الاستوديو دكتور فخي الفيئي والاستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السابق لسندوق النقد الدولي دكتور فخي أهلا بيك أهلا بيك أستاذ البدري فغالي عضو مجلس الشعب السابق أستاذ البدري أهلا بيك أهلا بيك وأستاذ صلعة خليل عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة أستاذ صلعة أهلا بيك أهلا بيك فين دكتور فخي في المقاولة قبل ما نتكلم البعض احيان ممكن يقول الوزير والمحافظ بياخد قليل جدا يعني ويستحق الزيادة الحكومة مقدمة في مشروع قانون بهذا الشأن هل ده مهم لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي؟ ما اعتقدش لأنه الأسباب لما هو واحد الظروف غير مناسبة يعني ظروف الغالة اللي احنا فيه والناس كلها حاسة يعني بوطأة الغلاء مش وقته مش وقته؟ آه طبعا ده بعمق الشعور بعدم العدالة الغالبية اللي بيعمله في الجهاز الإداري لتحت مظلة اللي هو مجلس الوزراء 34 وزارة مع 27 محليات اللي هو المحافظات 5 مليون 5 مليون؟ 5 مليون بيشتغلوا في في الجهاز الإداري للدولة 34 وثلاثين وزارة 27 محافظة اللي هي المحليات آه لما 5 مليون موظف حيقول لك ده غير اللي بيشتغلوا في قطاع العمال العام و 51 هاي اقتصادية المال يوم 6 ونص مليون أو 7 مليون لكن بكلم على الجهاز الإداري الجهاز الإداري اللي تحت مجلس الوزراء آه اللي هو حيقول لك اشمعنا اشمعنا ده غير الناس البساطاء في الشارح كمان آه زي زي ما أشرت من شوية بأنه ده لسه مزودين الزيت 2 جنيه آه والسكر جنيه مزبوط آه ها ده 3 جنيه هو دول 3 جنيه اللي زودهم له من 18 جنيه في البطاعة بيزودوا الدعم من 18 جنيه للفرض إلى 21 جنيه مش هما دول 3 جنيه اللي زودهم آه فترة اللي فاتت آه لاتيري التعاون قيمة الجنيه آه فزودوا 3 جنيه قلنا كويس يبقى النهضة اللي بيقدموه باليمين بياخدوه بالشمال مش حلو كده ده نمره واحد ده اللي هو سائل حاجة ثانية انه ده لا ينساجم معه معلونة الحكومة من تقشف من حوالي شهر واستبشرنا خير بان الحكومة الحالية قالت ان احنا هنخفض عدد العاملين في السلك التجاري بخمسين في المية والمساشارين هنقلل عدد المساشارين وهنخفض في السيارات والحيصة بكلها طيب ده لا ينساجم يعني اذا النهاردة الناس تصدق ايه ولذلك بقول للسبابين دول آه بقول انه مش وقته ده مش وقته مش وقته هتوثير بالزبط زي انه لما نشوف بقى مفهوم مفهوم يعني ايه مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء والمحافظين ناخدهم فيه اربع جوانب فيهم الجانب الاولاني المرتب اللي هو بنسميه التعوضات بيشمل ايه بقى بيشمل التعوضات بتشمل بقى ايه بتشمل مرتب اللي هو 35 ألف الرئيس الوزراء 30 ألف في الشهر طبعا بما لا يتعدى لحد الاقصى طبعا و30 ألف للوزير والمحافظ 30 ألف في الشهر طيب ده شامل ايه بقى فيه عنده كمان ما ننساش ان فيه مزايع اخرى غير 35 ألف عنده عربية او اللي عربيتين 35 ألف ده اللي هو ايه في الشهر فان مرتب مرتب المزايع التانية بما لا يزيد عن حد الاقصى المرتب 42 ألف هو لم يتعدى المبلغ النقد اللي بياخده في ايده لك ما ننساش ان فيه عنده عربية بنزين بسواء لم يكن اكتر من عربية مضبوط يا فاندم الحاجة التانية ما ننساش اهلاك العربية نفسية وهو برضو يعني لا ينطبق الحد الاقصى على بدلات الصفر لما يسافر بقى ما من وزير ويختلف من وزير الوزير في وزير بيسافر مرة في الشهر في وزير بيسافر مرة حسب طبيعة عمله لما بيسافر بياخد البدل اللي هو بدل الانتقال وخلافه بالدولار نقطة لما يرجع بخمسمائة دولار في مجرر بس صبعا الاوتيل والاخير وكل ده متضرطي لو رجع ببدل الصفر مش مقول هيصرف كله فبيرجع خمسمائة دولار رجع بيوم يعني اقل حاجة يعني عشر تلاف جنيه ضيفهم عليه في هذا ما من لما تسأل على وزير يقولك ده مسافر ما هي بطريقة اخرى يعني دي حاجة مهمة الحاجة الحاجة التانية اطقم الحراسة واللقدام البيت عنده واخده مش بفلوس بفلوس وبتوفر له امن يعني انا ما عنديش الامن ده هو عنده الامن ده يعني بيبقى نايم معزز مكرم فده اطقم الحراسة 24 ساعة ما عنديش انا كمواطن الحكاية دي فدي حاجة اضافية بالنسبة له انه طبعا يعني بيتعرض لمخاطر وقال اخره اه نعم بس دي مصاريف ولا مش مصاريف اه مصاريف كل دي امتيازات بفلوس طبعا حاجة اخرى وهي فيما تعلق بمزايا اخرى اي مزايا اخرى واجتماعات ومجملات واخره اي حاجته بتمشي على طول اي وزير فيه حاجته بتمشي على طول اي شي وتلاقي مثلا عنده النهاردة دعوة في الاوبرا النهاردة دعوة مش عارف ايه ولاده بيسافأ الدعوة دي بتتوزع اه يا فنب دي مزايا ومجملات اه واجهة اجتماعية واجهة اجتماعية مش توقيته مش توقيته ولا حتى فيه ما يبرره كمان انت جاي ايه متطوع ولا مش متطوع البلد في اللحزة في البرحلة اللي احنا فيها دي عايزة مين عايزة جنود يقفوا يعني راجل جاي يعني ما بيبصت له يمشي بالقليل اه انه جاء لمهمة وطنية بالزبط ايفهن هو ده خلاصة الامر وزي ما انت حدك قلت انت عددت حتى بعض مزايا الوجاها الاجتماعية ايه متعلقة بالامن والحراسة وانك مطمئن ايفن ده كفاية عربية اللي بيكون عربيتين بسواق ببنزين بابا باهلاك عربية انا النهاردة عربية تتكلفني مش مجرد البنزين نو لا بتكلفني ايه اهلاكها مش بتهلك على مدار سنوات انا جاب عربية مسلا نفترض مئتين الف اه اقل عربية النهاردة شوف بتهلك في النحية المحاسبية بتهلك على نقول خمس سنين عشر خليها عشر سنين يبقى كل شهر بتهلك بكام بتهلك العربية بتتهلك مني اه زائد زائد بنزين زائد سواق انا رضا لو هجيب سواق مش هقل من الف وخمس ومئة الفين جنيه في الشهر ست مسأل دكتور ريدا عبد السلام محافظ الشرقية السابق يا دكتور ريدا اهلا بيك اهلا مساء الخير يا سيدواء التحياتي ليك ولو ضيوب مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين تعتقد انه مشروع قانون عادل ولا اه ليس عادلا طيب انا هوضح الامر لانه واضح انه فيه التباس يا سيدواء اه عشان يمكن برضو دي من مظاهر الالتباس اللي احنا بنعيشها في حاجات كتيرة جدا ولو في توضيح من الحكومة في امور كتيرة جدا ما كانش حصل هذا الالتباس عايز اقول حاجة بسيطة لانه عشت في الموضوع ده كشخص عاش العمل التنفيذ هذا المرتب او المبلغ الثلاثين الف او اكثر او اقل ده بيحصل عليه الوزير والمحافظ منذ عهد احمد نظيف عايز اوضح ده كان اسمه بدل او مقابل بيحصل عليه المسؤول بيتحط في حسابه لان مرتب الوزير والمحافظ بيدور في اطار 1800 1900 جنيه ده الرسمي هي المشكلة كمان نكرر دائما في التوقيل وتوقيت اعلان هذا الامر وتوقيت تنفيذ هذا الامر طب ما انت وردي بتدي للمسؤول هذا المبلغ الثلاثين الف جنيه للوزير او للمحافظ تحتباد مسمى بدل او مكافأة بتوضع من مجلس الوزراء للمسؤول ده بقول لحضرات جا من امتى يا سيد وايل من ايام حسن مبارك بس هو لما هيزود في الاساسي لا منها بس عايز اوصل لحضرتك الفكرة التوقيت اه اه اتكلم على نقطة مهمة جدا يمكن زي ما قال دكتور فاخري او الناس لما بتتكلم هي توقيت اطارة هذا الامر انت وردي الناس دي بتاخد البدلات اللي بتاخدها بغض النظر عن يجي بعد كده ياخد معاشا ما اخدش معاش زي المحاضرات بتقول المبلغ ده يمكن المعلومة الغيبة عن الناس بالفعل يحصل عليه الوزير والمحافظ منذ اكثر من خمسيات سنة يعني من الكلام ده من ايام احمد نظيف الوزير بيحصل على المرتب ده كمرتب بياخده وقف الخدمة كاتبال حضرتك الا ان المرتب الحقيقي المقرر للوزير وفقا للنظام العاملين المديني بالدولة هو الف وتسعمائة جنيه وبالتالي مجلس الوزراء بيحط المبلغ ده في حساب الوزير او المحافظ باعتبر ان دي مكافأة له كاتبال حضرتك ما يتم الهان هو تقنين لهذا الوضع طيب اذا كان الامر لن يغير شيء من الواقع والحقيقة وما يتم يا اما نوضح للناس يا اما كانت موجل هيدي الخطوة زي ما حضرتك بتقوله وانا متفق فكرة ان ده فيها يعني نوع من جسارة للناس اي يعني انت النهاردة بتقول اعلامت زودت السكر جنيه زودت الزيت اتنين جنيه زودت السامنة جنيه وربع وجاي تقول للناس دلوقتي اصل الوزير والمحافظ كمان يا جماعة لازم مرتبه يزيد لا انا مرجع لحضرتك اهو لا مش هيزيد ولا حاجة اهو بالتالي ده اللي كان بياخذ المحافظ من سنة ومن اثنين ومن ثلاثة ومن خمسة ومن عشرة عشان بات دي تبقى واضحة لكن هي الفكرة ان يتم تقنين هذا الوضع بقانون يصدر عن البرلمان ما تبقاش مكافأة يبقى مرتب واخد بالسعبتك طيب هو زكاة حقيقة وما يتم في ظل هذه الاجواء عشان كده فكرة الملاءمة في اتخاذ القرار مسألة غاية الاهمية انا عندي حالة من يعني جوه الناس نفسيا بسبب ارتفاعات الاسعار طب اذا كان الامر ماشي على وضع والطبيع لماذا يصير هذا الامر اللي ينرب وبعدين القانون ده برضي يا سيد واي اللي لم يصدر من اجل الحكومة الحالية فهو قانون سيصدر من اجل الحكومات القادمة يمكن احنا في ظرف استثناء يعني لما منظر القانون سنظر له من منظور الدينومة حاجة طالعة لعشرات السنين وغتان ايوة بس انت عندك يا دكتور رضا يعني ناس مطخونة وقاعدين بنكلمهم في زيت وسكر وانت هيقول لك طب ما تظرف دموعا علي زي ما تظرفها على انا مش مختلف والوزراء والمحافظين ده حقيقة مش عشان كده فكرة التوقيت اثارة الموضوع بعد ما وضحت لحضرك دلوقتي ايه جدوة اثارة الموضوع ده انت اريد ابتعطيه مكافأة والناس ما يعرفوش الناس ما يعرفوش الوزير بياخد كام اصلا او المحافظ بياخد كام هو الدكتور فخر وضحها يعني وحتى وضح البدلات المختلفة ووضح كل ده يعني المراتة فعلا بوصل لخمسة وتلاتين الف لا مفيش اي بدلات بيحصل عليها المثول يعني بشكل اخر انا شخصيا عندما كنت في العمل التنتيزي هو المراتب فقط يعني لو انت مسافر دولة لا في لجان ولا في جمعات لو انت مسافر دولة البدل بتاعك كام شخي يا واجد بيه اذا كنت سافر لمهمة وعمل راسي انت مش مسافر تتفسح لا انا ما بكلمش الوقت حدك بس بس بما هو الدول دكتور فخر قالك لو رجعت بخمسمائة دولار في صافي كده هيبقوا عشر تلاف جنيه يعني لا مفيش بدل معين يا واجد بيقول لحضرتك بكل صراحة هو مقابل الرحلة او حجز الفندق او شي من هذا القضيح لا لو انا في حراف على السكرة مش كل الناس يا واجد بي عندها حرافات انا عندما ساولت العمل التنفيذي واعلم وزاراء كثيرون لم يكن هناك حرافات ولا شي لا يعني محافظة شرقية ما كانتش على بيته حرافات الله ولا فيه الكلام ده خالط اطلاقا كان عندك عربية مصفحة دكتور يا وقل بينا عربية على قبي بقى عندك في محافظة كان يعني فيها هي معقل لقيادات جماعة الاخوان وانا بقول لحضرتك انا كلام بقوله على الماله هو ما كانش فيه اي حاجة اطلاقا مني احنا ماشيين بساسر ربنا والحمد لله يعني فالفكرة بس انا مختلف بس في مسالة التوقيت لكن انا مش عايز بس برضا يقول بنقطة اخيرة فكرة المزايدات احنا البعض بيطلقها الوزير اللي جه يتولى مسئولية كما تعلم حضرتك هو كان بيتبوأ مكان معين او فيه مصدر دخل معين انا اكيد جاي مارس مهمة قوانية لكن فيه اسرة وفيه ديته وفيه التزامات برضو الاسرة لها حقوق وعيلته مش مطلوب انها تنزل بمستوى خاصة المسؤول انا شخص لما رحت السنة اللي اشتغلتها في الشارية لم اكن اعرف شي عن نصرتي انا راجل كنت في وادي تاني خالص واولادي في محافظة تانية خالص فذي الفكرة بس يعني فكرة اني لازم طب يا بيتوب فخ بقولك يعني هنا ممكن تقول انا مش حق بقى خلاصا الكل واحد بيحدد لا اعتذر عن المنصب يعني لا اطلاقا لا لا فيه فارب لا لا ما حدش جاب تلت اعتذار ابدا لكن فكرة المرتب انا باتكلم على حطة المرتب لا يعني يعني يا فندم لو انه يعني انه هينزل بمستوى اذا ما تقلد منصب وزير يخدم البلد دي ومستوى المادي يعني هينخفض يعني يعتذر ما فاش حاجة يا دكتور فاخر حضرك واستاذنا العضية مش هديك مرتب ابدا ابدا والماضية مش هديك مرتب ابدا ولا حد بيتكلم عن المرتب ولا شغلنا هذا الموضوع لكن كالعادة مثلا لما يبيع المرتب وزير حضرك لو بتتكلم وحضرك كنت في البرد كاب اذا دي نقطة دي نقطة مش وردة في الحديثنا النهاردة انه هو انخفاض مستوى العائد المادي من تقلد منصب وزير مش الانخفاض مستوى اذا دي غير وردة في الحديث دلوقتي اطلاقا انا بتتكلم بس حاجة بتقول ان خليك معا كده نشوف رأي الاستاذ البدري فغلي ساس بنا طبعا اتا اول ما سمعت انه انت بتقاطل عشان تزود المعاشات مش هديك فتلاقي زيادة رواتب الوزراء والمحافظين طبعا انت تحسست مش مسدسك مدفعك يعني جعله بقى بداية كله ما قيل من هنا ومن هناك كله من ناحية الشكل لم اسمع كلمة واحدة عن المضمون وهي انني هقول لسيادة الكلام لم يسمعوا حتى الشعب المصري بيرسل كلام جديد وما اخفيك انا عظم اه الا هم بيامرونا بالصبر والتحمل وينسونا انفسهم انا وبقى لسيادتك اكبر المفاجآت بعد تلاتين يونيو اه ومع اول حكومة تشكلت تمرت بعض الوزراء ان مرتباتهم ضعيفة ومعاشاتهم اضعف قدموا قانون وكان في ذلك الوقت لهم حق التشريع نفسه قدموا قانون بالحصول على تمانين في المية من الاجر الوزير حتى لو اشتغل شهر واحد فقط شهر واحد ياخد تمانين في المية من اجره ليه عشان الوزير يرضى يشتغل في ذلك الوقت في الاجواء العصفة تمانين في المية من اجره حتى لو اشتغل شهر بالمخالفة لقانون التأمنات والقانون تسعة وسبعين لسنة خمسة وسبعين والمخالفة لكل الاعراف والتقالين ماشي اه بعد ذلك اصبح اجرهم تلاتين الف اصبح الوزير ونائبه والمحافظ ما عاشه الشهر لو اشتغل شهر واحد اربعة وعشرين الف جنيه ما عاش اربعة وعشرين الف جنيه بس لو اشتغل شهر واحد في الوزارة واتحدى لو طلع مسئول دلوقتي وقال لي كلامه غير صحيح لان انا كنت موجود ساعتها مش كنت موجود في التشريع ولا حاجة اه انا كنت مع الراجل اللي عمل لهم ايه القانون اذا ما عاش الوزير دلوقتي اربعة وعشرين الف بياخد تلاتين الف برضو دي واحد اتنين من قال لك تلاتين الف ده رقم لتضليل الرأي العام لا يوجد وزير ولا محافظ ولا نائب وزير الا وهو عضو في باجل الصدارة عشر خمستاشر سندوق ولكل سندوق منهم نؤجره لان هو رئيس باجل صدارة السندوق يبقى لي تلات شهور في الشهر خمس شهور في الشهر كل سندوق ورئيس ايضا مجل الصدارة سبع ثمان هيئات تبعين للوزارة ومجال الصدارات تبعين للوزارة اذا كلمة التلاتين الف دي كلمة شكلية طب ايه رأيك بقى انا وفق على التلاتين الف لو كانت تلاتين الف لوحدهم لا يا استاذ ان هي بس لا يا استاذ لا يا استاذ انت تجيب مثلا وزير مش هقول اسماء ولا مواقع وزير عنده صندوق هنا وصندوق هنا وصندوق هنا لما يرأس الصندوق او يرأس البنك التابع له او الهيئة يرأسها له شهرين في الساعة اللي هيعودها الشهرين في التلاتين الف و تلاتين الف المحافظ عجوة مجل صدار التلاتين صندوق خلي بالك انا بتكلمك عن معرفة يوميا بتزداد فتورة وجوده في الحياة ازاي ازاي اصبع كلامكم ده وان احنا بالامس بارح كانت الماءات محتاجة بتدور على رغيف عاش وعلى شريط دوة يا استاذ واقل شريط دوة الواحد بيدور عجاية يكدافع عن شريط دوة ويعيشه لما تجيب لي اسرة بديدها خمسة ومائة جنيه في الشهر الجنيه بتاعنا اصبح خمسين قرش بعد شهرين من الاصلاح الاقتصادي بعد شهرين الجنيه بقى خمسين قرش اللي بيتقاضى الف جنيه معاش بو خمس ومائة جنيه القيمة الشرائية في الشارع بقت كده كل ده يحصل لي وبعدين يأمرونا احنا بالتحمل وبالصبر دول ليسوا امراء من الاسرة المالكة دول مواطنين مصريين في دولة جمهورية دول وزراء جاءوا في حكومة لكن ان الشعب المصري يسمع كل يوم اجراءات بتنكل بيه اجتماعيا وجايت تجيب لأمراء الحكومة يبقى فوق الشعب المصري طيب استاذ البادر خلينا ياخد رأي يعني انت بتشوف فيه مجموعة سنديق بي لما بيلم الغلة في الآخر الحصيلة بتبقى مبالغ ضخمة جدا كاتب الصحف الكبير لستاذ دندراوي الهواري استاذ دندراوي اهلا بيك تحياتي استاذ وائل متعلق دايما الله يخليك استاذ دندراوي هل مشروع القانون اللي تقدمت به الحكومة بزيادة رواتب المحافظين والموزراء عادل ولا يعني يثير انقساما في المجتمع وشعورا بالظلم تقدير الشخصي يعني اه وانا هقول لك معلومة يعني تقدير الشخصي اني القرار عادل للغاية واني انا ارى شخصيا ان الكلام فيما يتعلق في اه الحد الاقصى للأجور هو كلام تاوى بين اهل الكفاءة واني لا يعقل في الدنيا ان تساوي بين اهل الكفاءة والخبرات الكبيرة وبين مسيله من الكفاءة ورسخ لهذا الامر الحقيقي وده مش حاصل في اي مكان في الدنيا يعني مثلا على سبيل المثال عندما ننتقد اداء الحكومة ونقول اني ليس من بينها كفاءات عالية اذا قررنا اه اه اذا قررت الحكومة الحالية اسناد منصب نائب رئيس الراء وحمل احد الوقاية مثلا الدكتور محمود محيدين وهو الرجل الاقتصادي المهم ولا زي يشغل مكانة كبيرة جدا في البنك الدولي فهل تعتقد اني 30 الف جنيه يقبل فيهم اه اه الدكتور محمود محيدين او الدكتور محمد لاريان او حتى برهيم سمك او المهندس هاني عازف من هذه القامات الكبيرة اللي تتقاضى رواتب الكبيرة للغاية في امان نحن لا نقول ان هي تتقاضى رواتب في نفس المنطق ولكن على الاقل في التعديل الحالي جلس رئيس الراء مع عدد منها شخصيات هناك سبع شخصيات رفض قبول الزرق وقال لغم ان يقدموا مشروعات جيدة لان المنسبات متدنية سبعة شخصيات رفضت قبول حمل حقيبة في التعديل القادم لان المرتبات متدنية ولديهم حق يعني فيه وزراء ومحافظين رفضوا الموقع والمنصب لان المرتبات متدنية سبعة من المنشحين اللي حمل حقائب ودي معلومات مؤكدة حتى لو حاول ان يخرج شخص ما لنفي هذا الكلام يعني لتجميل لتجميل وجه لكن الحقيقة اللي انا بقول لك عليها والمعلومة وهناك شخصيات اخرى عندما جلس معهم رئيس الوزراء والسمع لستراتيجيات في الوزارات المرشحة إليها كانت استراتيجيات يعني ضعيفة للغاية ولا تؤتي سمارها في العمل وكان يعني مصارقة وده لأخر عملية التعديل وأنا أعتقد وبقولها لحضرتك عبر شاشتك أن تعديل الوزار القادم سيكون صادما لأن حجم الاعتذارات بسبب تدني المركبات سبب أيضا أن من يشغل منصب العمل العام ويتصدره بيهاجم هجوم كاسع عبر وسائل خلينا أخذ تعليم كده لدكتور فخ أوانا عايز يعلي على كلامك وبيوفي أيضا دكتور فخ تفضل أستاذ دندراوي أهلا بيك يا فندم يعني استمعت بإنصاط لكلام سيادتك لكن هل عقمت مصر أنتلت يعني كفاءات بمثل ما هذه ما هو من صافر من مصر زي دكتور محمود محي الدين وأيضا يعني أبنائنا هناك بيعملوا في المؤسسات المالية الدولية وكنت أعمل أنا أيضا في صندوق النقد الدولي هل عقمت مصر أنتلت هذه الكفاءات وأن يأتوا إلى مصر لا ينظرون ما هو أنا لما أكون في صندوق النقد الدولي يكفيني هذا خمس سنوات درجة بقى وقدم لمصر ولا أنظر للمرتب يا فندم أقبل خدمة هذه البلد حتى لو كان مجانا تطوعا يا فندم فالتلاتين ألف يعني مجرد يعني كده بنقول والله أهلا وسهلا بيك لكن لا ينظر إلى التلاتين ألف على أنه لن يقبل أن يخدم بلده اللي بلده خدمته من يوم ما ولد في هذه البلد وذهب في بأس على حساب هذه البلد ودافع الضرائب المصريين ثم عاد إلى جامعته ثم ذهب لخدمة بلده في مؤسسة مالية دولية ثم يعود لخدمة بلده هل ينظر إلى يعني تلاتين ألف دي بالنسبة له فوتات نعم لكن يقبل الأعظم من هذا الأعظم من هذا أنه يخدم هذه البلد يا فندم حتى لو مجانا يا فندم بخبرته اللي اكتسبها لأنه بلده قدمته لهذه المؤسسات المالية طيب سيد زندرون هنا العائد الأدبي والمعنوي في أنه وزير يخدم مصر أهم من فكرة حصد الأموال أو هي بكام أو الموقع بكام أو هيجيب لي كام سيد زوائل أنا يعني تقدير الضفط لكن أنا نتكلم بعيدا عن المصل العليا ونتحدث على أرض الواقع هناك ثلاث أمور مهمة جدا تغيرت بعد 25 الأول أن هيبة المنصب لم تعود كما كانت ورفاهيت وخيرا لم تعود كما كانت ولا بد من إقرار هذا الأمر أن مصر لا تملك رفاهيت التجريب في هذا التوقيت الخطير للغاية وأزمة الاقتصادية التي تتمر بها ونحن جربنا حكومات بعدد شعر رأسنا طول السنوات السلطة وجميعها مش عايز أقول فشريترا يعني زي ما حضرتك شاير يعني عرض المستمر وبالتالي أنا مؤمن إيمان مطلق أن العمل التطوعي لا يمكن أن يكون في سدة العمل العام المؤثر زي الحكومة لا يمكن إن أنا أقبل إن أنا وزير بكفاءات بعينها وقول إن عمل تطوعي طب لا حزب يعني فراجه زي متطوعا ولا أتقاض أجرا حزبه يا فندم سميها خدمة وطنه ليس تطوعا إحنا ما إنت أخذت الكلمة الحرفية يا فندم إحنا ما نقول يخدم بلده ولا ينظر إلى هذا الراتب اللي هو مسألة رمزية الراتب ده مسألة رمزية إذا ما كان قد احتل منصبا دوليا يكفيه ما حصده من هذا المنصب الدول يا فندم يكفيه ويكفي أبناءه وإحفاده يا فندم شعارات لا تمثل للواقع بالضبط دي شعارات شعارات جميلة وبراقة ورائعة وعظيمة ومقبولة في دغدغة مشاعر الناس متطفق معاك فيها لكن على أرض الواقع الشيء العملي لا يفن الاحتراف أمر مختلف اللي بتقول عليه حضرتك ده عمل تطوعي وعمل آآ غير محترف هوه وبالتالي تسطلق من وزيع استاذ داندراوي خلينا اخد باشا بقى برضو ضيوفي في الاستوديو استاذ بدر يعانا وبعدين استاذ صلعت آآ يعني نديله الكلمة بس عشان يعني يعني شعارات وبقول له استاذ داندراوي بقول لك الوزراء وفقا لمعلوماتي يعني آآ بيعتذروا عن المنصب بسبب آآ يعني باقى ملتشى اولا يعني يعني ثانيا باقى مفيش فيه آآ فلوس يعني ما بيجيبش فلوس آآ انا اتكلم آآ طيب شو ما سيديك اولا مفيش وزير بيمتنع لاسباب مادية ان هيجي اشتغل بكامل امال بيمتنع ليه لا لاسباب سياسية الامتناع امتناع سياسي ان خايف من تحمل المسئولية لا المسئولية اصبحت كالاتي انه ينفذ سياسة وعندما يمارس لا يستعمل عقله ولا فكره بل ينفذ ما يملع عليه وبالتالي يتعرض يتعرض للاعلام ويتعرض في البرلمان ويتعرض لانه لا يملك ان ينفذ سياساته من هنا انا رئيس جامعة عايز اني وزير طب انا رئيس جامعة قاعد ومداري وشغال تمام اجا بقى في الاضواء اتكاشفه طب انا قاعد اذا السياسات هي التي تحول دون العمل العام في الحكومة لان الحكومة دي لها وضع خاص تختلف عن كل الحكومات حتى من ايام الخدم وتوفيق لغاية دلوقت طب يا استاذ واقل ما تسألوا كده هم الجنود اللي بيستشهدوا جوا سينة كانوا بيقولوا لكم بكم احنا رايحين نموت بكم دول بيموتوا عشان انت تعيش ما قالوا لكش بكم ورحوا ماتوا جوا سينة اذا الموضوع ليس لاك ذاته طابع مادي الموضوع هو ان هذا الوطن يحتاج الان الى من يساعد في ان يرفع شأنه لكن ان انتو تحطوه لحسابات مادية هابط كام طب ايبت اجر المخدرات اجدع واحد بيابط في مصر اذا المعيار المادي غير صحيح اذا المعيار السياسي هو الصح العزوف لاسباب سياسية ولكن انا محبش حد يتكلم بمزاد هابط كام ودول مواطنين بيعملوا في الخدمة العامة لكن مش مواطنين لهم درجة تانية طيب اه استاذ ندراوي تعقبك على ده واسمع الاستاذ طالعة خليل يعني هنا الا استاذ بادر بقولك الوزير ما بيعتذرش علشان الفلوس ده بيعتذر علشان السياسات اما انه يعني عارف انه ترسي في قالة يعني او انه كمان ربما خوفا من مسئولية تقديري لتحليل الاستاذ بادر كرغالوه قيمة وقامة معارضة لكن ده تحليل وليس معلومات انا اتحدث عن معلومات هي المشكلة بين ان تتحدث لديك معلومة تقول لنا يعني هو اذا كان ده يا فاندي من الموضوع يعني ما بقاش الامور اه فيها تحليل وتنظير لان احنا تعبنا تحليل وتنظير هتكلم معلومات انا تحدثت وعطيتك ارقام وقلت لك سبعة قالوا كذا كذا فانا يعني دي دي جزئية الجزئية التانية فبحضرتك بنتكلم على مقارنة برضو عن الجندي فاندي دي مقارنات يعني غريبة الاشكال يعني ما ينفعش اقارن فيها دي تالت فبحضرتك اذا كنت الان انا اقايدك على فكرة واثانيدك ودعمك في اللي انت اقول وافترات جدلا ان اللي بتقوله حضرتك ده اه واقع اه ورأي عظيم وتنظير عظيم لكن طب ما رأي حضرتك وانت تدعو الى مظاهرات لرفع المعاشات طب ما مصر بتمر بضروف صعبة للغاية طب بترفع بترفع المعاشات ليه? وتدافعون عن العمال اه اه للحصول على اه 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 ارباح ارباح تنوية في المصانع الخاسرة يعني انا انا برضو بتعجب لهذا الامر يعني هنا ننظر هنا يا استاذ واعي المصر ليست لدينا مكيال ولكن لدينا ملايين البكايين اللي هو يعني شمعنا بالطالب يا استاذ بدري بالمعاشات والحقوق العمال والوزير ليس لها حقوق? واخد بتوطن يعني دي جزئية وكيف تساند العمال في مصانع خاسرة للحصول على ارباح سنوية وهي طبعا زكاة خاسرة تحصل على ارباح سنوية ازاي? يعني برضو انا انا بتعجب لهذه الامور. طيب. تعليك وسنوية ده بس. يعني هو كده حرام. وده حرام. يا استاذ واعي. وما بتوع المعاشات لما تظهروا مبارح. الراجل اللي بياخد خمسة ممت جنيه بالشهر. ما تظاهرشي. لما بيشتري علاج بسبعم ممت جنيه. ما ينطعشي. هي البلد انتم بتوسينها ولا ايه? ما تقولون دي دولة مؤسسات ولا حاجة هتخصكم انتم. يا استاذ واعي في ملايين. ملايين بتسمعك دلوقتي. مش لقى يتجيب فطارها الصبح. ودول بيتمتعوا بكل شيء. ده جايين يقننوا. يقننوا الفساد الرسمي. انا كنت مستنى الراجل اللي اشتغل في صندوق الناد. يقول كلام غير اللي قاله. انا بحتلم والله. لكن هو اتكلم. يعني كده حرام. فهي. ده بتوع المعاشات هم اللي خلوا دول بيتكلمهم. ده بتوع المعاشات هم اللي نطقوكم. ونهبتوا اموالهم. ناس بعاتي رليون. بتستمتعوا بي دلوقتي. وهم بيموتوا كل ساعة وجاي تقول بتوع المعاشات. طيب. انت انا هسبك لربنا. طيب. استاذ صلعت خليل هنا يعني ايه. استاذ داندراب بقولك انا بتكلمه فكا للمعلومات. مش للتحليل يعني. انه فعلا الوزراء يعزفونا الان عن هذا عن المناصب. جزء منها بسبب الا انها مش جايبة حقاها يعني. طيب. خليني بس انا يعني طبعا بقى سني على كل كلمة قالها الدكتور فخري واستاذنا الكبير الاستاذ البدري فرغالي. انا عايز اقول حاجة مهمة الاستاذ حتى داندراوي ازا كان معانا على التمثل. هو معانا الاستاذ داندراوي. اه. هو مشروع القانون المتقدم الحالي اه استاذ داندراوي بيتكلم عن الوزير اه اه هياخد خمسة وثلاثين الف. هل خمسة وثلاثين الف ما بيخدوهاش حاليا. بياخدوها بالفعل حاليا. المشروع القانون الحالي بيتكلم على رئيس مجلس الوزراء. ياخد اتنين واربين الف. ونواب بياخدوا خمسة وثلاثين. ونواب الوزير والمحافظين بياخدوا ثلاثين الف. ده المشروع اللي متقدم من الحكومة. اه. هل هزي المبالغ مغرية? وفقا بقى لو اتكلمنا على فكرة الاغراءات المادية هذه المبالغ ليس في الاغراء المعاش 80% والمعاش 80% من اخر من اخر اجر حيطة قضانة لما نيجي نتكلم بقى القانون الحالي اللي صدر سنة 87 قانون الرقمية لسنة 87 طب لنا نتخيل انتو عارفين القانون ده بيتكلم عليه القانون ده بيتكلم بيقول ايام ما كان فيه نائب منصب لنائب رئيس الجمهورية بياخد 6000 جنيه سنويا وبدل تمثيل 6000 والوزير ياخد 800 زاد بدل تمثيل 800 لما اقسم الاثنين على بعض على الاثناشر شهر يعني الوزير بياخد 800 جنيه ده وفقا للقانون الحالي للغاية دلوقتي احنا بنتكلم وهو ساري طب هو فيه وزير في مصر بياخد 800 جنيه ما حصارش يبقى هنا انت لما عايز تعمل المرتب بتاع الوزير يبقى 35000 انا بقول لسيادتك ان مرتب الوزير في هذا الحين هيبقى 150000 جنيه وليس 35000 جنيه لا اسباب كتيرة لما نيجي نقول انه توقيت تقديم هذا القانون الناس اللي قدموا هذا القانون في هذا التوقيت لا يعلمون طبيعة المرحلة ويخلوني انا كمان كنائف في البرلمان اقلق على هذه البلد من هؤلاء اللي هم على سدة الحكومة مش عارفين طبيعة المرحلة ايه الناس مش فهمة طبيعة المرحلة ايه لكن لما نيجي نتكلم بلغة المديات بلغة المديات اه مبالغ ضعيفة مبالغ غليلة لكن هل يعقل في هذا التوقيت اللي كل شعب مصر بيعاني والواحد وعشرين جنيه ما قال الدكتور فخر اللي معمولة للدعم للناس الغلابة النهاردة انتم بتقلصوها الواحد وعشرين تلاتة جنيه اه يعني هي كانت خمستاشر وبعدين رفعات تلاتة بيئة تمنتاشر وبعدين رفعات تلاتة بيئة واحد وعشرين الواحد وعشرين جنيه وفقا للأسعار اللي محتوطة النهاردة مش هتجيب للمواطن ربع كيلو زيت في الشهر ونص كيلو سكر دي امور في ونتها الخطورة اجي انا بقى في التوقيت دوت واقول ان انا اميز الوزراء وان انا اديهم يا سيدة اوه ماش احنا معاهم ان احنا نديهم بس احنا منين المسألة محتاجة تضاف رجود كل الناس لازم الحكومة تفهم طبيعة المرحلة لو هي مش فهمة طبيعة المرحلة ده احنا في كارسة سود طبيعة المرحلة تقول الان لا يجب ان يتم تقديم هذا القانون من اساسه وعلى الحكومة اشرف لها ان تسحب هذا القانون اه لان هذا القانون سوف يستفز الشعب والناس بتعاني واحنا وسط دوائرنا واحنا من دوائر شعبية الناس بتعاني اشد المعاناة انا كان عندي يا استاذ واقل امبارح شباب خريجة هندسة وخريجة حقوق وخريجة جارة شغالين في جهاز شمال غرب خليج السويس اه شغالينهم بعادي يومية عادي يومية في انتهاء اللي كرامتهم ولي شهادتهم ما بيحصلوش في الشهر الف جنيه وعايزين بس بقولوا طب حتى سبتونا حتى على الف جنيه شباب انا اطلع ايه في الدائرة اقولهم اننا جاييني في البرلمان قانون موز الوزراء وانتو كشباب بعينك بعادي يومية هذه امور في منتهى الخطورة الناس اللي قاعدة على سدة الحجم لازم تعرف طبيعة المرحلة طبيعة المرحلة لا يجب ان احنا نتقدم بمثل هذه القوانين لكن انا اعلم فعلا لو هنيجي نتكلم للوزراء الشرفاء ومعظمهم الشرفاء لا هم بياخدوش فلوس حتى مع القانون الجديد حتى مع القانون الجديد بس انت بتكلم طبيعة المرحلة انه مجتمع بيقاسي ويعاني استحالة استحالة ان تتقدم بهذا العام فانت مرفتش تحل مشاكل الناس بالشغل باليومية ولا معاشات والعومية يبقى ازاي انه ارده انت جاي تحل مشكلة نفسك على حساب وطن كله بيعاني فهذه امور يعني بجد لما تبع حكومة تفكرة بهذا الامر لا ده شيء يقلقنا على هذا الوطن على الحكومة انتعلم طبيعة المرحلة اقول بس بعض الرسالة بسرعة كده واخد تعقبات مثل دكتور شام المحلة بيقول انه مرتب الطبيب بعد 30 سنة خدمة هو 4000 جنيه هنا هتشوف فئات المجتمع هتبتدي يعني تتصادم مع بعضها البعض وتبتدي تشعر بالفتنة يعني انه لماذا الاهتمام بالوزراء والمحافظين انهم يعني بيقولوا ايه ما احنا كمان ما بناخدش يعني اقتراح مهم جدا للتموين ان يتم استخدام البطاقة التموينية هي نفسها اه لا ده قضية تانية هنبقى نتكلم في موضوع التموين اه في سؤال للأستاذ البادري فغالي انا عرملة عمري 76 سنة اخي توفي انا الست المستحقة للمعاش تقدمت بكل المستندات هنبقى نوصل المشكلة للأستاذ البادري واضح انه المشكلة المعاشات مشتعلة يعني اه انا مستعد رشح نفسي لوزارة الزراع ويكون راتبي هو الحد الادنى للأجور ومستعد للمحاسبة ان اخطأت ولن اطلب يوما اجر اضافي ده رسالة اه انا موظف قطاع خاص ومن زاوي الاحتياجات الخاصة وراتبي 800 جنيه ومش عارف عيش اه في كلام عن يعني في ال انا خدمتي في الدولة 34 سنة ومرتبي لم يصل 4000 جنيه الله يكون فعون الشعب ده رسالة تانية احنا مش لقيين رريف العيش 35000 للوزير عاوز ايه هو اكتر من كده دي ام عبدالله احاول اتصال بكم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الاسبك هنكلم حداك دكتور اه اه طيب دي بعض الرسائل خلينا اخد برضو اتصالات من الناس بسرعة اه اه بيحيوك جميع اتفضل اه اه طيب اه واضح الخط اتصال اه اه عندي طبعا هنا جماعة اله 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 كلها بتكلم الناس بتكلم عن مرتباتها فانا مش حينفع اقول الاعداد الكبيرة من اله 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 طيب خلينا لغاية ما ناخد بعض الاتصالات. آآ استاذ داندراء يعني قول بس في تعليق هنا يعني اخير حيبتدي فئات المجتمع تشعر بالغبن والظلم يعني. اللي هو لماذا الاهتمام بالوزراء بينما هناك فئات مطخونة لا تلتفت اليهم الدولة. النهاردة وزارة التموين اعلنت عن زيادة في السكر جنيه في الزيت اتنين جنيه في السمنة جنيه وربع سلع اساسية حياتية. في الوقت اللي البعض ممكن يقول فيه آآ الوزراء عايزين نزود لهم مرتباتهم هم والمحافظين. حيبقى فيه شعور بالغبن والظلم بين فئات المجتمع خاصة بيلون الحكومة لا تهتم بيهم ايضا ولا تقدم مشروعات قوانين بشأنهم. فضل. اولا آآ آآ اوضح بس جديا الاستاذ البدري في الغالي بيوجه آآ كلامه لي وكأننا وزيرا في الحكومة وان انا بس انا عمري ما كنت موزر في الحكومة قدرتك عارف انا رجل ضعف. ولست رجلا سياسيا عشان هو هاجة في جزئية. الجزئية او لازم يعني لازم نوضح الجزئية في دي يعني اتنين. طب هفترضك افتراض كدلا وهسأل سؤال ما اه كم يتقادر رئيس الحكومة اه المهندس في اسماعيل وبالمقارنة عندما كان يشغل اه 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 رئيسا لاحدى الهيئات الفترولية او في اه اه قبل ان يتولى منصب حتى وزير اه وزير بالطور. دي جزئية لازم نضحها في الاعتبار. تل عرض والصالة بفند مش كلام اه حاجة. انا معه رفع الحد الادنى للأبور بالنسبة للموظفين في الهيئات الحكومية المختلفة. لكن طب انت انا نتكلم بقى على مزبيره الذي تقاضى اه 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 اتأخر مرتبه النهاردة وزير المالية رصد ميتين وعشرين مليون جنيه لمزبيره وهو هؤلاء يعني مش عارف النتيجة هتكون عاملة ازاي يعني ما هو النتائج برضو اه العائدة من المتين وعشرين مليون اه غير المليارات. طيب حضر بمثال برضو الاستاذ الذي يتحدث ويهاجم هذا المشروع وله الحق في ذلك وهو عدو من الشعب. افكره واذكره واذكر الجميع ان نواب البرلمان تقدم وطالب بزيادة البدلات. وقالوا نحن بزيادة بدلات اقل. يا استاذ واي. هناك ارتباع. مين يا فاندي من اللي وافع. حضرتك. نحن رفضنا. احنا رفضنا. زيادة مكافئة النائب من خمس تلاف جنيه. وبالرغم ان اي ما كانش هتطبع على البرلمان في الوقت الحاضر. كانت هتطبع على البرلمان القادم. سيادتك كلامك مش صحيح على فكرة. استاذ وائل. استاذ وائل. كلامك غير صحيح يا استاذ داندران. استاذ وائل. انا قلتش مسمعته لك. انا خارج وهو في الاستيديو. يعلق زي ما هو عايز. طيب يا فاندي ما انا برد على كلامك انا بصحح لك مفهوم. هو بس عشان الله. طيب اتفضل اتفضل استاذ اندران بتفضل. الامر. ما انا بصحح له المفهوم. حصلة وحدثة ويمكن لاي حد يعني. هل وفيته? يعني مين وقف يا فاندي على ده? حدث ايه? عضراتكم لتقدمتم. مين اللي تقدم يا فاندي? مين اللي تقدم? ازا كانت مكبوعة تقدمت على مكافئة تزاد من خمس تلاف جنيه وتم رفضها. نعم نعم. تم رفضها ولا مش تمش رفضها. وما يدراك النواب لطبيعة المرحلة. وعلى الحكومة هتدرك طبيعة المرحلة. يا سيدي يعني وما يصار حاليا. كما فيه? يعني انا عايزة اكمل من فضلك وبعليك فعلق زي ما انت عايد. علق زي ما انت عايد. احنا اه رؤساء البنوك حتى يعني اه عانوا الامرين في موضوع الحد الاقصى. اشتغل اشتغل. فرجت الكوادر برا مصر. ما تخلقش يا فندم. البنوك تين. يا فندم البنوك حاجة. انا. اه. والجهاز الاداري للدولة حاجة تانية. البنوك. يا فندم ده قطاع اقتصادي ما ناشدع به. انا بتكلم بشكل عام. انا بتكلم بشكل عام. نحن امام ارتباك حقيقي. لحنا عارفين نطبق اشياء ودايما بننظر ونساوي ما بين الكفاءات ونساوي ما بين الامور العديد. احنا عندنا سبعة مليون موضوع في في مصر. ونعاني معاناة رغيبة جدا من فساد ورشاوة في جهاز الاداري للدولة. ومصر ما تحتاج الا مليون موضوع. ومع ذلك دائما نتعامل على ان الوظيفة هي يعني جمعية خيرية. ده يعني عايزين نتكلم بوضوع لابد من اجراء عمليات جراحية حقيقية. مع المواطن كمان يا سيد زندراوي حيقول لك ما انا كمان مستحق يعني استحق لمسة واهتمام من الحكومة يعني لماذا الاهتمام فقط بالوزراء والمحافظين. اه كنا نتحدث بشعارات قبل وبعد خمسة وعشرين يناير عبر السياسية المختلفين. هو تصير في الواقع باي شعاراتك? مش عارف ايه. مشكلة مشكلة كبيرة جدا سواء كانت تدني في الاجور او بطالة. وقال خمسة وعشرين يناير وعندما جاء الاخبار السوريين. مشكلة يا صاحب ايه. نحن نريد الوظائف يا فندم والعصور على اه اه يعني نحول الدولة والحكومة كبقرة سبحالوب. لا يعني نحلق يوما اه فيها. يا سيدي الامر ده ما بيحصلش في اي دولة في العالم. عدد الكهاز الادارة في الولايات تحنى الامريكية كام? لا يعني لا لا لازم يوقفين اصدراحات مختلفة. طيب. انه هو بيطالبون بيطالبون مرتبات ويقولك لا ما حصل. طيب. خلينا اخد بس من الاستاذ صالحة خليل تحدي تعليق. عن فصول. والاستاذ بس هاخد الاستاذ تامر من السويس بسرعة. استاذ تامر تفضل. استاذ تامر. مساء الخير على الجميع. مساء الخير تفضل. انا 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 هوجه كلامي بس ارجو ديني بس مساحة يعني مش كتير. استاذ عبدالله فرغالي. هو طبعا في في سن والدي وموالدي بس هو يعني. استاذ البدري فرغالي. حنجوري اه 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 استاذ البدري فرغالي. هو حنجوري زياد على لزوم او او نقدر نقول ايه السوراجي زياد على لزوم. اه. وفي نفس الوقت الدكتور اه انا مش عارف عافوا. دكتور فخري اه. دكتور فخري. دكتور فخري قال نقطة كويسة. اه انا اعرف كان في السويس عندنا واحد ماسك النظافة كان مستشار محافظ السويس. اشتغل سنة ونص بدون اجر. وفر على سويس مليون اه اربعتاشر مليون جنيه على ما اعتقد. واعتقد ان السيد عضو مجلسة العرب كده. اسمه برايم الغزولي. الراجل ده منفز مشاريع في العالم اه حوالي تلاتين دولة. في عدة تدول مخلفات. حقق للسويس في سنة ونص اللي محدش عامله في تلاتين اربعين سنة. النتيجة كانت اترافعت عليه اواضي كتير من الشركات اللي كانت شغالة قبل كده. مع الاداريين في المحافظة الراجل اخر ما زيه خد بعضه لما شانطته ومشي تاني. الموضوع محتاج موزنة. موزنة اه يعني محتاج عارف حركة تمسك العصار من النص. مين الكف? وتدي له كام? انا. البشبان زبرايم الغزولي اشتغل متطوعا. ايوة متطوعا. ولم يأفز اجلا. ولا ملمان وحدا. اجر من مخلوق انا اشهد على ذلك. وعارف كده ومتأكد. اه. كان مع السيادة اللي هو الله ما سيب الخير عبد المعنة مهاشم. احنا السويس ما جالهاش الا اتنين. تحسين شانن وعبد المعنة مهاشم. معرفناش غيرهم. اي محافظ واي محافظ جايد بيجل السويس ما بيعودش. انا معرفش ليه. اه اه سيادة النايب عارف الكلام ده كويس انه انا بشوفه بيعود مع ابراهيم بيه كزا مرة شفته قاعد معي. الراجل لما شنطته ومشي. في موجود عينة ابراهيم الغزولي في مصر كتير. كتير جدا. بس للاسف احنا بندور في مصر ما زلنا على اهل الفقه. انت عايز تقول ايه في النهاية? في النهاية عايز اقول ان هي لازم تبقى فيه موازنة. انت عايز ماشي الدولة زي الشركة. انا واحد من الناس عندي في شركتي. بدي مهاندس ثلاثتلاف وفي مهاندس ثاني بديله تساعة تلاف. اللي بديله تساعة تلاف بديني كام? واللي بديله تلات تلاف بديني كام? يعني اللي انا بديله تساعة تلاف جنيه ده بدخل. باتعامل العاملين موظفين كده كمان تلاق يعني ليه نركز في الوزراء يعني? ما هو ما هي معكول يا فاندم. انا مراتي دكتورة في مستشفى الحميات. للأسف 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 مرتبة لغاية نعرض الفين جنيه ولا الف وتلاتين جنيه. ما يعني مش عايز اقول حرارتك الوضع الوضع في مصر سيء. احنا ما عندناش عدالة. احنا يعني يعني انت عايز ينعمل ثورة في المرتبات للجميع يا فاندم. الوزير فعلا ما يكفيهوش العشرين الف والتلاتين الف. انا انا عارف كده. والموظف الصغير ما يكفيهوش الالفين يا استاذ وقال. طيب. اه يعني انا انا كنت بشوف يعني احيانا الام يعني من يقبل على الوزارة بيتعامل معها لانها مهمة وطنية. صحيح لازم ياخد اه اه مهو لازم يا واقل بيه ياخد صحقات مادية. لكن ما بتبقاش عنده هي الفايصل. ما بتبقاش عنده هي الفايصل. وجاز ما بكام بيلبسها. لا يا فاندم الموضوع بص للتفاصيل يا واقل بيه. ما اتخدش من 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 منظوره صح. ما هو العمل العام كده. ما هو يعني ما هو فيه زي ما الدكتور فاخر قال خلاص لو هي يعني ما بتجيب لكش فيه العمل الخاص يعني. طيب خلينا اخد هاشكرك اخد نموذك كده الوزير الثقافة الاسبق. دكتور محمد صبر عرب. اه دكتور محمد اهلا بيك. دكتور محمد. دكتور محمد سماني. مساء الخير مساء الخير مساء الخير دكتور محمد اه اتفضل 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 اه دكتور. مساء الخير اولا اه يعني شكرا على الكلام اللي حضرتك والناس المحقربين موجودين. لكن انا بس اه يعني مداخلتي ستتعلق بكلامة اه الحقيقة امام الرأي العام لما يتقال الكلام ده وهو مفهوش اي شيء من الحقيقة محتاج تصويب. يعني انا شخصيا لان انا يعني دي حالة نموذج. انا كنت وزير في اربع حكومات. اه. عاشي او واشتغلت اتنين واربعين سنة في الجامعة معيد الى ان وصلت الى استاذ. مرتبي تلات تلاف وتبنمية جنيه. حكاية الاربعة واشرين الف اللي قال عليهم الاستاذ بدري فرغالي. تلات تلاف وتبنمية كوزير? لا يا فن معاشي لما خرجت الى معاشك. بعد ما خرجت من الحكومة معاشي كوزير ومعاشي بعد اثنين واربعين سنة هو تلات تلاف وتبنمية جنيه. لا يوجد اي معاش اخر وبعدين الفرق بين المعاش لزميلي اللي خدم في نفس الفترة مية واربعين جنيه زيادة. تلات سنة كام. تلات سنة كام بسألك الاساس البدري ستلوزير. طلعت معاش الفين وحضاء. لا طلعت من الحكومة ولا طلعت من. معاش معاش. 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 تلات السن القانوني. لا من الوزارة. من الوزارة. يعني من من سنتين من تلات سنين. من تلات سنين. اه. معاش الان يعني فكرة الاربع وشرين انا بس حبيتها او خحة. الفين وتلاتاشر خرج من الوزارة. ان الوزير ان الوزير بيخرج. ومعاش واربع وشرين وثلاثين الف جنيه. ليه القانون القانون ايه? القانون طلع بعد شهر تمانية وتسعة الفين وتلاتاشر. فاول حكومة اتشكلت بعد ثورة تلاتين يونيا. سيادتك كنت في ايه? لا استاذ شهر غالي انا كنت موجود في حكومة هشام عنديل وكنت موجود في حكومة المعندس دكتور حزي الببلاوي وكنت موجود في حكومة. اه. في حزي الببلاوي نص حكومته صدر بقى القانون. اول حكومته مكانش في قانون. لان لان انتم قلتم مش هنشتغل بالمعاشات الضعيفة او الاجر الضعيف. فتعمل لكم قانون. طلع شهر تمانية او تسعة. سيادتك كنت موجود? انا بكذب عليك. انا بقول لك معاشي ثلاث تلاف وتبنمية. ايو ما ده صحيح. لانك قابل القانون. عشان مصر. انا زي يعني. في رأي عم بيسمعنا. سيادتك طلعت قابل القانون ولا بعد القانون. في ذات الخدمة في ذات المدة الخدمة في الجامعة مية واربعين جنيه. مية واربعين جنيه دول اللي هم. برضو مش عايز يردوا. يرد على النقطة الاساسية. لا هو هو بيقول لك انه في في منتصف حكومة الببلاوي الاولى. كان الوزراء تزمروا فتم زيادة الا. لا. انا 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 خدمت في حكومة الدكتور حزيب الببلاوي ومن قبل حكومة هشام انديل وحكومة المهندس محلب وخرجت في حكومة مهندس محلب. اه في نهايتها. انا انا معاشي هو ده بالزبط. فكرة مفيش وزير اعرفه. واعرف ناس كثير مفيش حد بياخد عشرين ولا خلال. هو اللي كانوا مع حكومة رشاب انديل. اشتغلوا مع الببلاوي. مش تقول كلام انا اقتنع به. اه في في وزراء استمروا. ده كلام ازاي. طب هتلوا الوزراء اللي كانوا في حكومة الاخوان. نا. واشتغلوا بعد تلاتين يونيو مع الببلاوي ومحلب منهم. علماتك مش مظبوطة يا استاذ بلاش الكلام اللي يعمل. مش تقول كلام الناس سمعاك. الناس بتسمعك يا اخي. يا اخي. مش صحيح الكلام ده اطلاقا. فيش حاجة ما اربعة عشرين الف. مفيش وزير ولا رئيس حكومة سابق لياخد عشرين الف. لان اربعة وآخرين. كان مرتبك كم يا دكتور محمد. كان مرتبك كم في الوزارة. مرتب حض魁ك كم في الوزارة? وانت وزير الحصيلة الاجمالية الحصيلة الاجمالية. ولا مالين خارج العشرين الف وعدين بقوا تلاتين انا ولا مالين. لا عشرين الف ولا تلاتين الف. بدأنا بعشرين الف في حكومة الدكتور الجنزوجي. تلاتين الف. لما بتسافر لما بتسافر يا دكتور محمد مش هنا ما والدكتور فخ بيقول الوزير لما بيسافر في بدلات وزير الثقافة يسافر دائما يا. لا يا صديقي. البدلات في عمري ما سافرت خدت اصحب من متين وخمسين دولار. من ثمائة دولار. اوروبا. الدول اسيا الوصفة. في يعني في اليوم. في اليوم اه. اه. ماتين وخمسين دولار. ماتين دولار. كان ال ما كان الاقامة كاملة على الجهة المستضيفة ما بناخد حاجة بتاعة سبعين دولار في اليوم. اه. وال والسنديق اللي تكلم عنها. ولا لجان ولا سنديق استاذ وقيل. ليش حاجة اسمها لجان ولا سنديق ولا مالين واحد خارج المرتب فقط. طيب. انت ايه ازا انت شايف انه مشروع القانون اللي تقدمت به الحكومة. انا انا مرشي شايف انه منصف? صديقي انا لا اناقش القانون. انا اناقش فقط فكرة معلومة التي اه يعني اه نصدرها للمجتمع ان الوزير بيخرج بياخد اربعة وعشرين الف وبياخد تلاتين الف. ده غير صحيح اطلاقا. لا يوجد وزير خارج الخدمة. ساعة مدته بياخد من اربع من تلات تلاف الى خمس تلاف جنيه حتى بتمده لخدمه. بيش حاجة اسمعها عشرين الف ولا خمسة وعشرين الف. اطلاقا. اطلاقا. انا متأكد لان اطلاقا انت بتحكم. بقى سيدنا كنت في حكومة الاخوان وشام اندين. وبعدين كنت في مع محلم. يبقى اجيت ازاي نطات ازاي النطة دي. معلوماتك مش. اه? خلي بالك انا اعرف كل وزراءة الثقافة. وعارف جابر عصفور كان سنة كام واللي بعده كان سنة كام وكلهم عارفهم. طي ايه علاقتوا بموضوعنا ده? قول لك وشام اندين. ليه قلنا عملي حكومة مشتركة? يعني بعد تلاتين يقولني عملنا حكومة مشتركة. الراجل السمارة لانه كان ضد الاخوان يا اسوز البادري يعني مش اله. وهي الاخوان كانت هيجيب واحد معها في حكومته. هو شام اندين هيجيب واحد ضده. ايه بتبطي تقلم مع ناس مغيبة من العقل. اه مغيبة ام مالية. واضح انها مغيبة. طيب. اه 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 دكتور محمد يعني ده ده انت بتقول كل الوزراء بينطبق عليهم ما انطبق عليك يعني. طبعا طبعا الراجل ده معنبش فكرة عن حاجة. لا يعني طلع لهم بطاقة طومين وكارت بتاع ايش. هياخدوا نقط. انا حقيقة بقى. يا راجل حرام عليك. طيب. انا مشارك الدكتور. اه استاذ محمد صبر عرب. الف شكر. اه. طيب. اه طب ايه عشان بس الدكتور رضا عبدالسلام قبل ما يقفل معانا انا اخد بس تعليق. دكتور رضا ما ام 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 بتاخد معاش بقى ولا ولا انت عشان روحت الجامعة بعد كده ايه الوضع? لا يا عندي ثلاث كلمات في دقائي سريعة. اولا كلام الوصف بدي فارغالي ومن الناس اللي انا بعثت بيه على فكرة. ومن الناس اللي اها ماضي محترم وتاريخ محترم. لكن ما قالش كلمة صحيحة بالمرة. انا مش جاي على فكرة داسعة ولا حل الحد. انا قلت لك في اول ما اتكلمت. ان الخطوة اتخاذها في هذا التوقيت فكرة غير ملأمة او خطوة غير ملأمة اطلاقا وخاصة مع الظروف. طبعا يعني انا قاعد اقول للناس اتحمله وبعدين اه الوزراء والمحافظين هنزودهم خلاص ما تزودش حد. وخلي الناس كلها تتحمل. ويمكن معالي الوزير الثقافة السابقة ان لحضرتك ان المحافظات دي موجودة بالفعل بتقدم ويحصل عليها في صورة مكافيات السادة الوزراء والمحافظين. وبالتالي ماذا كان مبررا لطرح هذا الموضوع لتقرينه في صورة قانون الان. في حاجة. بالحاجة التانية انا كمحافظ خدمت لمدة سنة. سيد بدري بيقول على معرفش من ثلاثينين ومن سنتين. من سنة فاتت بس. المعاش ستمية وعشرة جنيه وسيد بدري. سين لاربعة وعشرين. اخدهم منك انت بقى. فيش الكلام ده. مش حاجة اسمها عشرين ولا الكلام ده خالص سيد بدري خالص. لمحافظ ولا وزير. هم ستمية وعشرة جنيه معاش. انا مش شغل من المعاش النقطة اللي اخرى السريعة. اللي سجد ان تراوي الهواري والناس اللي انا بعتزي بيها. بيتكلم على ان في ناس رفضوا المنصب لعتبارات مبدية. يمكن ده انا محتاجة افعان ده كثير. زي ما قال الدكتور فاخري. احنا كلنا بلدنا انفقت علينا. الاف مؤلفة في التعليم في الدراسة في الداخل وفي الخارج. ما اعتقدش. وانا بقول لو سيد بدري فالغير. عنده اولا الاستاذ دندراوي. عنده اسمها بالفعل رفض التقلض المنصب العام لعتبارات مبدية. لابد ان يتم طرحة اسمها على الناس. ما فيش حد يوصد خدمة بلد يا سيد سيد واحد. انت لما جالك منصب محافظ يا دكتور ده. تأملت فيه وقلت انه يعني هو ماديا هيجيب لي ايه ما انا استاذ جامعة ما انا. فكرت لحزة. ولا فكرت لحزة هاخد كام يا سيد واحد اقسم بالله. ولا شغل الكلام ده. انا نشغل نخدم بلدنا وضعنا حضارك عليك كويس قوي. وبالتالي رفض الناس يا سيد واحد عشان يبقى الامر واضح. وما نلفش بايد قوي. رفض الناس النهاردة لتقالض المنصب العام. المسؤول النهاردة معرق ومكشوف عمام الناس بكل ما يفعل. ومعرض للشد والجذب من هنا ومن هنا ومن هنا. طبلا عن الظروف الاقتصادية والوضع. بيخلي ناس كتير. اه 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 شهز البدري يعني ليه 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 ده يعني ده يعني لو قلنا لفئات المجتمع كلها تحملوا. بس ليه ليه دبح الوزراء والمحافظين اه والتعامل معاهم على انهم اه بياخدوا فلوس كتير يا. ممكن نقول انه انه لأ الحكومة مخطئة واذا حتزود تزود الجميع. لا. وتزود الغلبان قبل الوزير. شبا يا استاذ واقين. اه. انا مش اخد موقف. اه. انا الحالة اللي احنا بنعيشها هي اللي اخده الموقف. الكلام اللي اولا الراجل ده راجل محترم جدا ولما كان محافظ لغاية دلوقتي انا من المعجبين بيه. وكان بيشتغط جد. وكانش فيهم حاجة. شغله جد ده خلاه بيتكلم معي فم داخله. بقول لي سيادتك. القانون تقدم من وزير التضامن في ذلك الوقت. الى مجلس الوزراء واقره. بثمانين في المية من الاجر. وبعد ذلك رفعوه الى تلاتين الف جنيه. يعني اربعة وعشرين الف جنيه معاش الوزير. لما يطلع لك وزير السابق. وقول لك انه كنت في حكومة الاخوان. وبعدين كنت في حكومة الثورة. تيجي ازاي? ده قفلة. ده يعمل قفلة. وبالتاني انا بقول لي سيادتك نحتاكم. للقوانين اللي موجودة. نحتاكم بيه. القوانين موجود. لكن ان احنا نضل للرأي العام. ونقول له الرأي العام كلام مصطحيح. لا ده كلام غلط. لا يا استاذ واقل. اللي بقوله حرفيا. لان انا كنت ايما عجل وماجل صدارة الهيئة القومية للتأمينات. وراح الدكتور اللي هو وزير التضامن السابق. وقال للمزراء مزر جنين. ان بيمشهم. وبيتنقلهم. ومعشاتهم قليلة. فعملت لهم كزا كزا. تمانين في المية. من اجره. حتى لو استمروا في العمل شهر واحد بس. طيب. اه 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 اصطلعت تعليل. اصطلعت عايز اه اه وفي بس جمال تليفونات اللي معانا اه انا بس عايدة. بسرعة نشوف اه والستاذ عادية من الجيزة بسرعة عشان بس الناس اللي اعادة اغطلت الفونات واخد. الساذ عادية تفضل يا فان. تفضل.. اه aglio? السلام عليكم. عليكم السلامة الله بركة. تفضل. اعايز اكلم من استاذ واقل لو سمعت. انا معاك تفضل يا فان. انت انت تكلمني استاذ واقل? اه انا على الهوة انت على الهوة دلوقت تفضلي. ماشا. ازاكي استاذ واقل. حمدالله تمام. فضالي عايز اتعقابي عن الموضوع ولا عندك مشكلة? ماشي ماشي استاذ وايل ازاي? تمام الحمد لله يا استاذ سعدي عايز اتعقابي عن موضوع ولا عندك مشكلة? ماشي ماشي عنده مشكلة وعنده واقع الموضوع اه. طيب. فضالي. ماشي. لو سمحت يا استاذ وايل. انا جزي سفر السعودية قعد خمستاشر قعد خمسة وعشرين سنة. خمسة. عند الملك فهد. اه. وطبعا ايه انا الوقت ما ليش معاش. جوزي توفى بقاله ست سنين اهو. اه. جوزي كتوفى بقاله ست سنين ومالكيش معاش. ست سنين ميت. انت انت شابس ان بدر ان اه. اه. كان مؤمن عليه واشيار في السعودية. اه. كان في السعودية مؤمن عليه? اه. اه. لا مش مؤمن عليه ولا حيار. طب لما كان هنا كان بيشتغل فين? كان بيشتغل فين خالص من اه من من واحد وتمانين وهو مسافر السعودية. قبل ما يروح السعودية كان شغال فين? كان شغال كده ارزائي على الله. اه. ما عملش معين. شايف شايف ده متصق مع الموضوع يعني ان فيه ناس اه ضيعة في المعاشات والا. ما هو فين هيار دوه منظومة المعاشات. بعد الحكومة ما استولت على كامل اموالنا التيرانيون. استولت عليه وضيعيته. اه خلاص رجعت. ما فيه الضحايا دول. رجعت فين? يعني. ده المؤمن عليه. المؤمن عليه. في الخارج والداخل بيتمع تأمنات. انا بشكرك سيد سعودية معي بسرعة بس يا جماعة. سيد سيد سلام الشرقية وسيد سيد تفضل. السلام عليكم سيد سوائل تحياتي لحضرتك. ولضيفك الكرام. وانا عايز اقول ان انا سعيد جدا ان انا قاعد اصدقاء هزا البرنامج الذي يعي بكل امور الماضي. الله يخليك وانا بن عقل زب. الكلام يا سيد سوائل عن قرارات اه وزارة التموينية الاخيرة برافع السلعة التموينية. وعايز اقوله ان كان في الفين وخمستاشر يا سيد سوائل المواطن كان بياخد خمستاشر جنيه. كان بيشتري بيهم اربع سلعة. كان بيشتري رز وزيت ومكارونة وسكر. في الفين وصف اعتصر لما الوزارة ترفع الدعم المقدم للمواطن. ويبقى واحد وعشرين جنيه. يبقى المواطن مش قادي يشتري بيهم غير سكر وزيت بس. انا شاهد ان دي مشكلة بينا جدا. واستختار بمقدمات الناس الغلابة. وتقوله انك رفقت له الدعم لواحد وعشرين جنيه. وهو قبل ما ترفعه كان بيشتري بالخمستاشر جنيه اربع سنة. اه. انا عن موضوع اه رفع مرتبات الوزراء والمحافظين والطلب اللي تم تقديمه للبرلمان. والبرلمان ما رفضوش مباشرة. فده شيء عادي ومتوقع من برلمان مسئول عن الرقابة والتشريع. وتم اعضار اتنين وعشرين مليون جنيه. عشان يشتروا عربيات لرئيس البرلمان مباكبين. دي حاجة يا سيد وائل. واعيز اقولك بقى ان في في موضوع عندي موضوع اخطر من موضوع الوزراء. وموضوع اه رفع مرتبات المحافظين والوزراء. وهو يا سيد وائل مرتبات السادة مدير الامن. يعني انا عندي معلومة. اتمنى ان كانت خطأ يتم الرد عليها. وده حقي كمواطن في بلدي ان انا المعلومة دي. اذا الناس بأسها. اطلب اطلب معرفتها واطبارات تعليها من المسؤولين في الدولة. انا اعرف وسمعت ان مرتبات مدير الامن يا سيد وائل في المحافظات بتوصل لملايين الجنهات. وبيتقضى مدير الامن. مش عايز اطلق الكلام على عواضي. ما انا اقولي اطلب. يعني انا اعرف يا السؤال بياخد نسبة من كل حاجة بتحصل بالمحافظة. بياخد نسبة من الترخيص ومن المخالفات ومن تطريح العمل ومن الجوازات. وتلاقي يا سيد وائل في نفس التوقيت. يعني لو اه بقى مدير امن. بياخد نص مليون جنيه. ولوه زميله بيشتغل اكتر منه وبياخد عشر تلاف جنيه. ده ظلم جميع المسؤولة نفسيها. عايز يتردع كلام ده. وفي نفس الوقت برضو. ضباط الشرطة الصغار. هما مصدومين برضو. هنتكلم عن كل الفئات المجتمع. ضبط الشرطة ده بياخد ثلاثة اربعة تلاف جنيه. او ما بتخرج. وفيه لوه بياخد نص مليون. ده ظلم كبير جدا يا سيد وائل. ومش برضو الشرطة بس. فيه برضو اه رؤساء هيئات كتير جدا يا سيد وائل ومدير بنوك. بتوصل مرتباتهم لملايين الجنهات. زي الكعربة والبترول وهي اتقالات السويس. يعني يا ريت يا سيد وائل ترحموا الناس الغلابة. ان الناس دي ما هياش شركة في الدولة. يعني الناس دي بتاخد مرتب مليون جنيه عشان بياخد نسبة. على ايهاد بيحصل في محافظته او في هيئاته. اه ده ما هو الشريك في ارادة البلد. ما هو الشريك في الارادة اللي بيدخل للوزارة او للهيئة عشان ياخد نسبة. عن الدخل اللي بيحصل في بلد زي ما السيد الرئيسة عفتاح السيسي. قال ان احنا دولة فقيرة. انا كنت ما بص للرئيسة عفتاح السيسي. وهو بيتكلم وقول ايه ناس فقرة. اه السيد المحترم علي عبدالعال رئيس البرلمان قاعد جنبه. انا معرفش كان احساته ايه. لما سامع الرئيس بقول ان احنا دولة فقيرة. واحنا ناس فقرة. وهو لسه عامل لشارع عربيات باتين وعشرين مليون جنيه. يا ريت يا سيد وائل يكون في رحمة. وللناس الغلابة. المربي الاجيال يا سيد وائل بياخد الف ومية جنيه مرتبة في النهاردة. الطبيب يا سيد وائل اللي بيشتغل مبطشي اربعة وعشرين ساعة في المستشبه. مرتبه ما بصرش تلات تلات جنيه. المهندس. انا عندي مهندس راي يا اخوي انا. بقى له تمنتاشر سنة مهندس في وزارة الرأي. مرتبه ما بيوصلش اربعة سلاف جنيه. وفصة اراقي اا ما في يعني يا سيد وائل العدالة ضائعة في توزيع موارد في البلد. وقصة اتبقى لما لاقي مدير بانكي بيوصل مرتبه نصف مليون. ولاقي واحد عشان دخل عشان عنده وزطة اشتغل المستشار في في بانك. يبقى لسه متخرج من سنتين وياخد ستين وسبعين الف جنيه الشهر. الناس يا سيد وائل مهاش بستحمله. الوضع بقى فوق طائد المواطن يا سيد وائل. احنا عارفين ان الزروف صعبة. وعارفين ان البلد صعبة. بس انا نبسي. نبسي على واحدة بس. ان المسؤولين عني يحسوا بي ان انا دعبان. انت عارف لما ابصت اراقي الرئيس الارتفال تهسيسي عارف ان انا دعبان. هرتع نفسيا. لكن لما يوصلني احساس ان ان المسؤولين عني بيقولوا ان انا معافلوس. ان مواطن لسه معافلوس. لما ابصت اراقي الوزراء. اه. كل هدفهم. ياخدوا كل الفلوس اللي بجيدي. ويطلع لما انا اتكلم كده يا وسيد وائل. انا عندك نائف البرلمان يقول لك ما احنا عارفين ان الوستيد سيد سيد سلام لغت وكده على طول. انا بتتكلم كده حسنا انا عايش في الواقع. انه لما يطلع برلمان يقعد مع حضرتك. ويقول لك الوستيد سيد سلام ده بيطلع معاك ويقول كده على طول. ما انتم ما بتعملوش حاجة. ما احنا بنتحن اشتكي مرة واثنين وتلاتة واربعة وما حد ش بيعمل حاجة. انا اتكلمت مية مرة عن حاجات بتخضر عندي في الشرقية والسيد اللي هو اخلي السيد ما بيعملش حاجة. اتكلمت مية مرة عن ضعف عن ضعف ومرتبات الناس وما حدش بيعمل حاجة. انت يا وسيد واقل بتطلع خمس اي خمس اي خمس ايام في الاسبوة. كل يوم بتتكلم عن مشكلة. انت شفتها اتحلت? يعني لو انا شفت مشكلة اتعرضت وتحلت عبقى مرتاح نفسيا. لما بصت انا استاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي بيطبع يخطب ويتكلم. ويقول ان انا عارف ان المواطن غلبان والمواطن مطحون والمواطن تعبان انا هقدر استحمل. طيب. لكن لما يوصلني احساس ان ان المسؤولين عني مش حاسيت بتاع ليه? لا انا مش هستحمل ابدا. لازم احس انهم حاسين ان انا تعبان وان انا مطحون وان انا مقرور. لازم احس ان الدولة حاسة بيا. لكن انا حاسي ان انا فوادي وان دولة فوادي تاني. طيب انا بشكرك. في عندي رسائل كمان المعاق يموت كفاية كده. احنا موتنا من الجوع علشان اه حالة المعاقين ولا الفلوس بس للوزراء والمحافظين. اه مهمة الوزير دي رسالة تانية مهمة وطنية ولا احبز اختيار وزراء من طبقة الموظفين. والاحسن لمصر حكومة تكنوكرات من قيادات الشركات الخاصة المشهود لها بالكفاءة. وطبيعي ستكون مرتباتها اعلى بكثير مما اه يتم طرحه الان. لكن هناك تنازلات واجبة على من يتم تكليفه اه بالحكومة. اه اه هنا انا مدير الاعداد بالتلفزيون خدمة 29 سنة ومرتبي الف وتمنمية سبعة وتمانين جنيه. راتب الموظفين اه رديء جدا. رغم ان الكوة الشرائية للسوق. اه بتنهار يعني طيب. اه استاذ طلعت عشان اخدت منك الكلمة. هنا طب ما هيتناقش مشروع القانون مش كده. اه مشروع القانون احنا احنا زي ما اتفاقنا. يعني طالما ان الحكومة تمت وتمت. ما ده يطلق لي اكتر. ان هذه الحكومة. مستقلة. مستقلة. ولا تابع البتاع. لا لا مش تابع حد. انا تابع الشعب المصر. اه. يعني عشان افهد. اه. اه. كتلة البتاع دي اللي هي. اه. هو عارف. اه. 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 اللي انا عايز اقوله بس يا سيد زوجيا. اه. حاجة مهمة جدا. اه. لما تبقى حكومة ومش مدركة طبيعة المرحلة دايق. ليه اني على بيت حاجة. اه. مش بس على الموضوع ده. اه. اه. انك في التوقيت ده كده. يعني ده ينفع. اه. اه. لكن انا اعلم تماما. اه. مرتبات الوزراء. ولو وزير شريف. لا. موضوع بسيط جدا. بياخدوا مرتبات ضعيفة. نوابهم نفس الكلام. لو. مقارنة بمقارنة بمسؤوليتهم. اه. بمقارنة بمسؤوليتهم طبعا مساء ضعيفة جدا. لكن لما نيجي نتكلم يا سيد زوائل. انت نهاردة مقدم لي مشروع قانون بهذا الشكل. ولسه معد في التلفزيون بقولك بياخد الف وامتين. طب انا اعرف احدى المزاعات. وفي تلفزيون المصري بتقولها لباخد خمسين جنيه. اه 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 بدل زهور. خمسين جنيه. وووظيفة مرموقة. ده كلام مش طبيعي. لما خمسين جنيه حاجة اسمها بدل زهور. زهور? اه هو فيه خمسين جنيه. ده حاجة معروفة من الموزينية. ده موضوع تاني. لما نيجي نتكلم بقى على المسال اللي قالوا المتصل من السويس اللي بتكلم على المهندس ابراهيم الغزولي. اه. هذا الرجل ابراهيم الغزولي. مثال للوزراء اللي رفضوا. هذا الرجل عمل مشروع في منتقى الاحترام. ومتقدم لوزارة البيئة في مشروع في منتقى الاحترام. ومش مستني مقابل واللي زيه كتير في مصر. لكن الوزراء اللي جايين عايزين يشتغل زي مدربين الكورة. عايزين مرتبوا بالدولار. لما لهمش ما كان بيننا. اللي ليه ما كان بيننا الوزير اللي عارف. طبيعة المرحلة. الوزير اللي جاي يؤدي لهذا الوطن. الوزير اللي جاي يدفع بالوطن لقدام. اما فكرة بقى المقابل المادي المقابل المادي احنا محدش ضد المقابل المادي. هذا التوقيت هذا خطأ وخطأ قاتل وخطأ شانية. الوزراء السابعة. الوزراء السابعة اللي رفضوا. اللي رفضوا لا انا اعتقد زي ما قال يمكن الاستاذ بدري في البداية. احيانا الرفض الوزراء بيبقى لعدم وضوح الرؤية. لعدم وضع السياسات السليمة. لوجود الوزراء لسه في مربع السكرتاريا. احنا لسه ما زالت الوزراء في مربع السكرتاريا. فهي دي الأسباب الرفض الحقيقية لكن أنا أعتقد أن كل الوزراء اللي عايزين يعملوا بجد وابتعاد لا ينظرون إلى فكرة المرتب علينا أن احنا ما نعلقش شماعة أن المرتب اللي بيخلي الوزراء بتهرب هذا الكلام الصحيح دي مقولة خاطئة تماما إذا كنا عايزين ندور للوزراء وللمحافظين بيرفض المناصر لازم نديهم صلاحيات كاملة ولازم المساعدة توا مختلفة عنك هاخد بس علاقات من الناس عشان الناس عتلفنات ساز عادل من الشرقية اتفضل آه ساز عادل اتفضل ساز وائل سلام عليكم عليكم السلامة والبركاته تفضل علي صوتك بس شوية يا ساز وائل حضرتك أنا راجل معي أعاقة وشغال بالترجاع التعليم بخلت أربعة وستوى تليل هي خمس سنوات بتاخد كم؟ شغال بالعادل هي خمس سنوات بالترجاع التعليم ومعي أعاقة آه بأخد أربعة وستين جنيه ردي لحد الآن ما تخددتك أربعة وستين جنيه؟ أربعة وستين جنيه ردي ده مرتبك؟ مرتبك أربعة وستين جنيه وانا شغال بالعادل تجاري تربية والتعليم المفروض إن أنا يعني أقل ما فيها إن أنا أتثبت بس حتى أو إن أنا ليه أولوية إن أنا أجل تثبيت حتى عشان أقدر أعيش أمري أمري 24 سنة أنا الحاجة كنت أتمنى أن يكون اهتمام الحكومة بتقديم مشروع قوانين تحصن هذي الفئات اللي أنا بسمع منه ثبت لفونك وحنوصلك بالأستاذ البادري طيب معي مين؟ أستاذ عبدالتواب من بروسعيد وستاذ عبدالتواب تفضل السلام عليكم يا أستاذ وايد عليكم السلامة لأورك يا تفضل أبوالو حديثك إياه قول ألي شاكر المحافظة بروسعيدة ربعين سيد أم أم أبوالو حديثي يا أستاذ وايد مالها ألي شاكر المحافظة بروسعيدة دور الحامر ربعين سيد أربعين سنة أربعين سنة بروسعيدة ما عاش كم كم بروسعيدة خمسمائة جنيه ما عاش بعد أربعين سنة ألف وخمسمية بعد أربعين سنة خدمة أربعين سنة خدمة أوروالو حديثي من محافظة بأخذ هكتين جنيه ما عاشها فشايف إن أربعين سنة خدمة فبعين سنتي حالها هو سلط المحافظة بروسعيد سلط المحافظة بروسعيد اسلط المحافظة بروسعيد شك كان في مسيرة عمل ما وده قاله الدكتور فخ يعني انه دكتور فخ مسلا اشتغلت انت في سندون الناد ده فبتقول خلاص يعني في مسيرة ولما نيدي نتبوأ منصبا داخل البلد مش هبصوله انه بكام يعني او زبط فانت يستفزك يعني انه تسمع انه انه في زيادة في مرتبات الوزراء والمحافظين. لا انا ضبت زي ضبت زي انا ضبت زي انا ضبت انا بشكرك معي اه استاذة مجدة مسكندرية تفضل يا فان استاذة مجدة؟ طيب اآ استاذ اه طبعا عندي رسائل ناس كتير كلها بتتكلم نفس الوضع ايه استاذ فكر من الشرقية تفضل ان في الياد استاذ فكر تفضل تعاله هوى مثال فولي اكتع موسيق audiها ومسيق بطري جرغاني اكتع راجل فكر الحبشاو من الانيات الشرقية بمثل حاج بطريق رغالي راعي الفقراء راعي المعاشات بعد خدمة 30 سنة وخلف خطوط العدو في الحرب في 73 متأثرت ومضموش من ضد الكشلية والمعاشات الوزنة عدوث المعاشات وحسن المجلس الشعب عدو المعاشات السابق عدوث المجلس الشعب والجساد الشعر والزباعد والإنسان والبرسيش ده أنا حد عمم الغلابة لا على فكرة بيش حد في مجلس الشعب عدو المعاشات معلش يعني ده كلام لا مش صحيح أنا خد دعمك أنا خد دعمك أنا خد دعمك بس عمتي عملي سبع سنين تلكش خلطوط العدو محبش سعبتية أنا شعب بالنسبة لأقومة إحنا كلام المعاشات فيها الحرام عليهم ده أنا باخد ألف إني مرات بتغضحون في اليوم بتختمت لي أنا باخد ألف إني معاش أنا بميدي للناس يعني عاش اللحنة في ذلك طي وما تحس بينا أنا الله علي يخطوني المنزل سعين أول نوم أنا بشكرك ألف شكر أستاذ كريم الشرقية تفضل أستاذ كريم تفضل أيوة السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته تفضل أيوة أستاذ كريم عشان أوصل وأعرض مشكلتي أنا محتاج محتاج وقت كتير عشان أوصل وأعرض المشكلة طيب حاول توجز بس تفضل وط تلفزيون وحاول توجز أستاذ كريم تفضل بنسمعك طيب أنا عايز بس أتكلم عن موضوع المحافظ المحافظ أو إيما عن تلفزيون فضل عايز أتكلم عن موضوع المحافظ موضوع المحافظ ده هو ليه بيعلى هو بيعمل إيه في حياته هو إيه 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 الجديد اللي بيده لنا عشان خاطر ياخد فروس زيادة ولا ياخد كذا زيادة ولا ياخد ولا ياخد أنا أعرض ناس والله إذي أخدوا معايش بطلعة خمسين جنيه بيصوموا بيصوموا يعني بيصوموا إنت مستفزك يعني زيادة مرتبات الوزراء والمحافظات المشروع القانون اللي تقدمت بالحكومة يعني ويعني طيب لما الحاجة دي تيعلق أو التومين يعقل أو كذا يعقل أو كذا يعقل أو كذا يعقل الناس دي هتعمل إيه طيب أنا بشكرك هاخد بس كمان سيد حرحور محافظ شمال سيناء سيد محافظ أهلا بيك أهلا وسهلا أهلا بعدك سيد محافظ سيد محافظ بنتكلم عن أنا فنم بسال خيرة آآ آآ تعليق حضرتك تفضل طلبت حضرتك طبعا تحييات لضيوف حضرتك الكرام بيحييوك جميع نتفضل سيد محافظ والله أنا أنا يعني السبب أن أنا عايز أخش بس في المداخلة السبب أن أنا عايز أخش في المداخلة لأن الأستاذ بدر الترغالي قاله الكلمة اللي هو قال فيها يجب الا نضلل الرأي العام. اه. انا انا في الحقيقة يعني اه يعني يؤسفني ان الاستاذ بدر يقول هذه الكلمة وفي نفس الوقت يبقى بيقول كلام مع احترام يعني لا وكلهم نصح بالنسبة للمحافظين. يعني انا باخد فعلا الالفين وسبعونية هنا من المحافظة وفيه التلاتين الف فعلا انهم مجلس المحافظين اللي بناخدها اه مجلس الوزر يعني اما اي صندوق او اي حاجة اللي بقوله السبع سنة دي وعشر سنة دي كلام ده ولا مليم حتى يمكن انا قبل ما اتصل بحضرتك اممكن اتصلت ببعض الزملة برضو قلت يمكن عندهم مشاريع واحنا عشان شمال سينة الظروف اللي احنا بيها اكدولي ان مفيش واحد باخد اي مليم من اي مشروع اه موجود داخل المحافظة انا انا حبيت بس اكد اه يعني هو هو اللي نضال للرأي العامي التلاتين الف فقط لكن مفيش اي فلوس بتيجي من اي صناديق اه خاصة لا يا فندم خالص انا عندي شمال سينة بقول لحضرتك عشان اكد لظروف المحافظة سألت محافظين زملاء قالوا مفيش اي صندوق مفيش اي صندوق بناخد منه اي مليم خلي حدك معي سيد مؤتفاك كلام سيادة المحافظ مصبوط مية المية لانه ما عندوش صندوقف في الشيخ زويد ولا في رفح ولا في العريش ده راجل قاعد بيواجه قطعان الارهابيين والقتلى حبيبستكه من ايه باه ما عندكش سنديق. ما هو بقول سأل زملائهم. سأل مين سألناني من عند الناس اللي عايش معاهم. سأل مين يا استاذ وائل? هم بيدفع عن ايه? الراجل ده راجل محترم. واقعت في الجابها في خط النار. ما عنده السنديق. طب قولي يا بطن السندوق مين? ما قدام سيادتك. هو بيط المقدس عملنا سندوق هناك ولا ايه? لا ما بياخدش حاجة. المحافظ ده ما بياخدش. وقتر خيره. طيب سيد محافظ اه اه انت حداك بتقول سألت عدد عدد كبير من المحافظين وتأكدت انهم. بالزبط يا فندم بالزبط. بالزبط يعني عشان كده عشان برده كلمة دي ما تتقالش يعني. هل بعض الوزراء المحافظين طلبوا زيادة مرتباتهم يا سيد المحافظة يعني قالوا احنا والله. لا يا فندم ما فيش حد طلب ويعني طبعا يعني ما فيش عليك طبعا على المشروع بقانون المؤدنة ده يعني اضرائي الهكومة. اه لكن اعتقد يعني اللي في العمل العام الحاليا. واللي معرض في اي وقت ليه الشهادة ولا اي موقف معطقتش هيبص الفلوس لان ما فيش اي فلوس تعوض. لكن لان لن يعوض الوطن يعني. طيب. بشكر حضرتك سيد المحافظة اخبت تعليقات اخيرة قبل ما اه ننهي الفقرة دكتور فخي. اه محصلة اه نهائية. يعني تعتقد ايه اللي ايه اللي يخلي الحكومة في هذا التوقيت الحساس. اللي فيه فئات كثيرة من المجتمع بتشكو. اه وبتعاني. وبتقن. وفيه ناس مش لقية اه دواء. فتقوم تتكلم عن مشروع قانون يا جماعة عشان نزود مرتبات الوزراء والمحافظين. اه تعتقد انه كان اه ومازال يعني خطأا في التوقيت وفي الطرح. بالتأكيد. بالتأكيد. خلينا نتكلم على انه الموضوع يتعلق بمرتبات وبعدين معاشات. والتنين مربوطين ببعض. اه. المرتبات اول مكان اولى بالحكومة اذا كان عاوزة تقنن. اه. حاجة موجودة بالفعل تخلي الطبق مصطور. بمعنى اخر انه خليها ماشية. اه. انما النهاردة انت صحيت المواجع عنده كل فئة المجتمع زي ما شوفنا في المداخلات. يبقى كانت خليت طابق ايه ما مصطور فيها. اما فيما يتعلق بالمعاشات. حقيقة اه يعني اه طبعا ما عندنا معالي الوزير محمد صابر عرب. اه في معالي المحافظ الوزير المحافظ اه رضع ابت سلام. فيه كمان اه وزير اه مهندس هاني محمود كان وزير التنمية الادارية. وكان وزير مرتين. واخر مرة كان فيه وزارة المهندس محلب. اللي انتهت فيه. اه. سبتمبر الفين وخمستاشر. يعني خرج من. اه. ففيه حكيلي. المهندس هاني محمود اللي كان وزير التنمية الادارية. فيه حكومة محلب. فبيقول لي انا فعلا ما عاشي. اه. اه حوالي حاجة بسيطة جدا يعني. مش زي ما. اه. طيب. الاساس فري برجاني. وبالتالي انا اود ان هو يتحقق من هذه المعلومة اللي هي تتعلق بانه اللي بيطلع معاش. اربع من الوزير. بيبقى تمانين في المية. اعتقد اتمنى. تمانين الف. اتمنى سياد تكمنية. تمانين في المية من التلاتين. حقق من هذه المعلومة. لانها مهمة فعلا. حنطلع فصل. وحنستقبل الفنان اه هشام سليم. وانتقل معاكم اه من السياسة الى الفن اه استراحة الى حد ما. وحنخلط الفن. فضل. 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 لا لو سمحتين اختي الموطة. فضل. الحكومة هي اللي بتخصص موازنة البرلمان. موازنة البرلمان بيخصص منين? من الحكومة. هي اللي بتخصص. ماشي. والحكومة هي ان بتخصص الاموال اللي بتخصه وزراها. وان الموضوع تروح رسميا في لجنة الخطة والموازنة. عشان كده سهلت سيادة النائب. قلت له مستقل. هلا اه. انا في لجة الخطة والموازنة كده انا بس. طيب. ما لو سمحتيني. عشان الوقت. اه معنى زلك ان بتنقض لقاعدة شيلني واشيلك. هيحصل التجاوز من هنا ومن هنا. لا لا مختلف. وكل سنة وانت طيب انا ببط زيك كده. صديق العزيز انا مختلف معك. ايبقى اه اعمل. اللي هو التجاوز ان هم هيقولوا نزود. لا يا فندم لا لا لا. اصلا انت بتكلم بصوتها. طيب. لا لا وانا شايف رؤية برضو. لا. انا بس ازاول حاجة يا سنزواج. في بص دقيقة اه في بص دقيقة. على الحكومة ساحب هذا المشروع تضمونا مع الشعب المصري. وانا معاك الكلام ده. للظروف اللي بمر فيها. وتعتذر للشعب المصري. انا اعلم تماما ان مرتبات الوزراء والمحافظين معاشاتهم ضعيفة. اه. لكن علينا ان نبحث عن الاسباب الحقيقية التي تجعلهم يعزفون عن تولى هذه المناظر. هنطلع فاصل ونكمل معك. اعلن اهالي كرة محافظة المنوفية انقطعهم عن شرب المياه التي تضخوا اليه. لتدهور الصحة العامة للمواطنين. ومرض الكثيرين من الاطفال. حتى المياه مش عارفين نشربها. مصدية. فها شوائم فها وساخة يعني ما تصلحش لأي حالة. اه فاصدة. اه فاصدة. تفعش تصلح ابدا اماما اللي الشور باطلاق. بقى لا اكتر من 20 سنة بطريقة دي. نفتح المياه المياه مش صفرة. المياه سودة. تخالح حضرتك مواشي ما تشربش المياه دي ما البنادم يعمليه. 48 سنة لهم ما صورة تغيرت ولا اي حالة تغيرت في البلد. عارفين نشرب والمياه وحشة وكل 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 يوم يروع عن ضدها كتر. كلها تعبان بتاع وتشرب المياه الوحش. تبقى مصدية بتبقى نزلتينة كده. وليه حاجة المياه عندكو هنا عم. المياه وحشة وقدم عكرة خالص. المياه بنتعب منها كتير واخرها بيجيلو نزلاتنا نزلتنا عوية كتير. اليوم مياه بتبقى وحشة عكرة خالص وصفرة ووحشة خالص. دي مياه حد يشربها. ادي المياه اللي احنا بنشربها. اللي مبوز مية الشرب الصرف الصحي. الاتنين بتلخبطين على بعد. انتشرت ظاهرة بيع وشراء مياه الشرب كما كان في الماضي. بعد ان تأكد الاهالي ان المياه التي تضخوا خلال مواسير المياه الرئيسية ملوثة لتداخلها بشكل كبير مع مياه الصرف الصحي. بنملأ على رسنا للشرب. المياه بقى ايام ما بنعرفش نستعملها خالص. رجلنا زيب 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 اللي وحش من يام زيب زيبان كمان. ظلم على العيب المواطن الفقير اللي هو معدوم. اللي ما بيقدرش يجيب بقى فلتر وكده بيعملش. بيضطر يشرب غصبا عنه. خلاص يموت. طرسيك اللي جايه على فجأة هوت ده اللي بيبيع المياه. ده بتاع طرسيك اللي جايه على فجأة هوت ده اللي بيبيع المياه. ده بتاع جنيه. ادي في الاسبوع يعملوا كام. ادي مياه بس. بس ستة جنيه في اليوم. ستة جنيه مياه. بس شريها بالجركن واملأ واغسل الحاجة والخضار كله غالي والخضار كله اسف. ايه عم مش عبام تعمل ايه? انا بسعي الحمر من الماء اللي احنا بنشرب منه عشان خاطر نشوف اللي الحمر هيشرب منها ولا ايه? انشرب منها الحمر يباحنا نشرب منه. اها. باتحال عليها واتشرب. اشرب يا عم الله يبارك لك. اها. عشان نوري الحكومة اللي مسؤولة عنه ان احنا كلنا معردنا بالفشل الكلوي بسبب المي. سبعين الف نسمة بيعانوا لامران من شرب المي. بالناشط محافظة المنوفية اولا. ثم رئيس مجلس مدينة اشمون. ثم مجلس الوزراء. ثم وزير الصحة. بالناشط كل الحكومة رأى فتم بسبعين الف نسمة اقارة شنشور. ارجوكم نتوسل اليكم بالصنة بعين مجرادة. عشان نعيش زي البشرية ما يعايشة. احنا بلد مطفونة ما حدش يعرف عنا حاجة خالف. اشرب يا استاذ. اشرب عشان توري المسؤولين ان انت ما انت شرد انت راخر. وعلى الجانب الاخر يعاني اهالي تلك القرى من عدم وجود شبكة للصرف الصحي. ما جعل المنازل مهددة بالتصدع والانهيار. والمشكلة الاكبر بقى مشكلة المجاري هنا. 17 سنة دلوقتي المواصر محطوطة في الارض وما فيش. يعني 60% من الوافات هنا بتنشور بسبب الفتحة للكم. الصف الصحي عندنا هنا ما هو تنص البلد. والصف الصحي عامينه جنب الخط المية اللي هي مشرب منها كمان يعني. انا واحد من الناس الاسبوع اللي فات كان بيتي شايل منه 80 عربية اطناية. مش عارفين نعدي كل يوم والتاني ضربة. خشي بيتنا نصوري فيه مية كله. نبا تضرب من هنا ونبا تضرب من جوه. طبعا احنا مقدمين في الوحدة المحلية بان البيت ده اي للسقوط البيت اللي ورايا ده. وهما ما خدوش اي اجراءات بالنسبة له يعني. عندنا ايوت جوه في الاخر من الشاعل بلاط من الشا. سيادتك دلوقتي الماء الصرف دلوقتي في قلب الورشة جوه. احنا مش عارفين ندخل جوه حتى على رجلينا ان احنا نشتغل. الورشة ان بلت خشب يقدر بالاف الجنيهات. والعدد والمواطين كلها دخلها مية. وخيفين من ان اي حد يكارب. والحال واقف تماما. مش لقيني اكله. مش لقيني شرابه. اعملوا معروف. برغم من وصول صوت العطشة الى المسؤولين. اصبح الحصول على مياه شرب امنة من الامور الصعبة. وحلما لالاف المصريين. وبرغم ذلك تبقى الكرة الانوفية. التابعة لمركز اشمون. واحدة من اهم الكرة التي يقتل ابناؤها بسبب تلوث المياه. مي عبدالرحمن العاشرة مساءا. وما لنعمل ايه? هما فاكرانا لسه عيال. قلت منتازة كلمة شو شكرا واحدة مني رايح نفسك مش هنطاقها. يوسف رجالك عشان مادرش فيه عليك وصوله منك اكتر. ودرب الرصاص من هنا وما تنسوش ان المسادس بانطر الفارخ بعيد شوية. تبتلعب ورق يا ظهر. ايوا عارفين انك ابوه ما عدش جال انك مات. ممثل مصري قام ببطولة العديد من الافلام والمسلسلات والمسرحيات. وهو ابن مايستر الكرة المصرية صالح سليم. انه الفنان هشام سليم. كان اول ظهور له من خلال ادائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم امبراطورية ميم. تخرج من معهد السياحة والفنادق عام واحد وثمانين. كما قام بدراسات حرة في الاكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن. وبعد ان انتهى من الدراسة عاد مرة اخرى للتمثيل بعد انقطاع دامالي سنوات. وقدم عددا كبيرا من الافلام منها اللعب مع الشياطين. حارة الجهري. الهجمة. كما بدأ في العمل للتلفزيون في اواخر الثمانينيات. وقدم مسلسلات منها ليالي الحلمية. بصراحة يعني انا قلتلك قبل كده تعتبريني زي علي بالظبط. لكن انت ظهر خدي كلامي على اساس مجاملة وبس. ارابسك. دي اسم ابونا وغالي علينا كلنا. واحنا مصممين اكتر منك انها ما تروحش لحد غريب. كنت حافظ فقرة من اعلان الاستقلال. بتقول ان كل البشر بيتولدوا متساويين. وان ربنا منحهم حموق سبتة. منها الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في السعي وراء السعادة. كان عجبني اوي حق السعي وراء السعادة ده. اما مسرسل اهل اسكندرية للمؤلف بلا الفضل. فما زال الغموض يسيطر على العمل منذ ثلاثة سنوات حتى الان. ولم يحدد ما عادل عرضه بعد. وقيل انه منع من العرض. اعتحل مشاكل الناس العائلين. وانا مقصر في رعاية امي اقرأ من الناس لي. ومن اهم ما علم ماما جمهوري على المسرح. مسرحية شارع محمد علي. مع الفنانة شاريهان. والفنان الراحل فريد شوقي. يال انت الحنة بتاعتي. وحنة كويسة. ماما. احيانا تلاقيه كتلة مشاعر. احيانا تلاقيه كتلة جدية. احيانا تتعامل مع هشام سليم. على انه كمان يحافظ لنفسه على خط ثابت. وعلى احترام نفسه في الفن وفي المواقف المختلفة. ما بين المشاعر الانسانية. وما بين الغموض احيانا. وما بين ما يحدث داخل الوسط الفني. هنتكلم بوضوح وصراحة مع هشام سليم. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا استاذ سليم. خليني ساعات بحس ان انت في يعني متدايق شوية مما يحدث في الوسط الفني. يعني هل شايف انه انه تركيبة الوسط احيانا فيها ما يزعج فيها ما يقلق. استاذ وائل انا كنت فاكر انه الوسط الفني فقط. ولكن في خلال الاربع السنين اللي فاتوا دول. اتضح لي ان مش بس الوسط الفني. مصر كلها فيها مشاكل. مشاكل كتير قوي. مشاكل في الالتزام. مشاكل في العمل. مشاكل في المواعيد. مشاكل في اه. الناس اه يمكن انا قلت زمان من فترة طويلة. ان انا ما بخرجش من بيتي. اسألوني ليه يعني. لطولهم مش عارف اتعامل مع الناس. يعني انت فعلا بيتوتي. انا بيت بيتوتي غصبا عني. لان انت الوقتي لما بتنزل الشارع. بيتلاقي ناس اه. لأي سبب ممكن تضربك. ممكن توقفك. ممكن ترد عليك بطريقة بيخة. اه. واحيانا لقد فهي الاشياء. لأي سبب. اه. 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 واحد يكسر عليك. يعني فيه ناس تكسر علي مثلا. وقت نرفز اجي جنبه يغصي لي كده. اقول لي هو انت يا استاذي شاك. اقول له طب يعني انت بتكسر. اه انا اسف. اقول له طب يعني. طب ليه. طب افرد مش انا. بتكسر علي. ال ال. فيه. فيه مستوى تفكير ومستوى. اه اه اه. المفروض كل البناء قدمين يبقوا عليه. اه. مش موجود. يعني. في انجلترا مثلا لغاية النهاردة يا فان. اه. بتروح تلاقي في التليفزيون حاجة با اه اعلان. بيقول بليز ثانكيو. يعني لو سمحت. وشكرا. وشكرا. على اساس ان الاطفال يشوفوا الكلام ده في يتذكروا. مع ان كل اللي في الشارع. ما ما يقافش غير لما يقول لك بليز عاوز حاجة وثانكيو. ده موجود عندهم. ولكن في حملة في التليفزيون عشان الاطفال. يرسخ هذه القيم والكلمات. يرسخ هذه القيم والكلمات. احنا ما عندناش شكرا ولا عندناش منفضك. اللي احنا عندناش قموس تاني خالص ما ينفعش نقوله يعني حتى للأسف. اه. انا اللي زعلان منه دلوقتي ميش الوسط. لان انا انا شفت ان ده ده في جميع المهن وجميع الاماكن في مصر. انت حزين شايف انه نمط المجتمع في مصر اختلف وتغير. التفكير المصري اختلف. الهوية المصرية اختلفت. اه. حبنا مع بعض اختلف. اه. خفنا على بعض اختلف. اه. ما بقاش هممنا غير كل واحد نفسه وخلاص. ولا يمكن ان اي حاجة ان شاء الله مش بلد اي حاجة بتتعمل. لا يمكن بني قدم يعملها الواحد ولازم يبقى في مجموعة. في شركة. في محل. لازم الناس دي تبقى قلبها على بعض. تحب بعض. تحب اللي هي بتعمله علشان ينجح. اه. احنا عندنا ناس بتشتغل شغلانة علشان لقوا نفسهم في الشغلانة دي وبس. اه. انه يعني ووجد في في العمل ده بيشتغل. اه باشتغل. لان لو ما اشتغلتش يمكن ما لقيش لقمة العيش اخر الشهر. كل ده غلط. بس هل دي يخليك فعلا التعبير اللي انت بتقول. يعني بعض يتخالي هشام سليم يعني. الجميع يجمع عليك. يعني انت مش شخصية. اللي هي تصحى تختلف وتصطدم. لا. انها يعني بيتوتية. البعض يعتقد لا انك يعني شبكة علاقات اجتماعية. وبالتالي هنا. يعني فكرة انك تحب العزلة والبيت اه. انا احب العزلة والبيت دلوقتي. ومن عشر سنين فاته. بقى لك عشر سنين كده. تقريبا. ولكن زمان اه طبعا كنت باسهر وبخرج وبتفسح وبنبسط وكل حاجة. و ايه اللي عمل هذا التحول. اه يمكن انا كبرت طبعا. ما بقيتش. ما بقيتش زي زمان. ما عنديش القوة ان انا افضل صهران. مثلا غاية الساعة اربعة الصبح وانزل اشتغل الساعة عشر الصبح ما انفعش. اه وزي ما بيقولوا عقلت شوية ارجو ذلك. ارجو ذلك. يعني مرحلة تقولها كان فاتش كتير. اه طبعا. اه طبعا. زي ايه شباب. وده اللي احنا نقصنا. اه. احنا بنقيد الشباب بحاجات كتير قوي منها الدين. اه. يعني. ربنا سمح لنا ان احنا نقول اشهدوا قال لا اله الا الله. واشهدوا ان محمد رسول الله. بقلبنا. واحنا بنتغرر قبل ما نموت. اه. في ناس النهاردة. بتقول عليك كافر وعاوز اتنوتك. قبل ما تدي لك حتى الفرصة دي. يعني مصيبة. اه يعني حتى ما عندهاش الرحابة الصدر انها تدي لك اي فرصة. مش رحابة صدر ده ربنا بيقول كده. اه. انت لك الحق انك تشهد وان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وانت بتتغرر قبل ما تتغرر. اه. هو مش مش راضي بتكلامه. ويقولك لا الحديث هو اللي المهم مش الكلام ربنا. اه. ما ينفعش. انت شايف انه فيه موجة التكفير والارهاب باسم الدين. واستخدام الدين عمال على بطالة. بتأثر على الشباب. بتأثر على تفكير الشباب. بتأثر على فتح موخ الشباب. بتأثر على انه يقول فيه ثقافات تانية. انا اقدر استفيد منها مش ضروري اخد الوحش اللي فيها. ولكن اقدر اخد الكويس اللي فيها. احنا ما عندناش كده. احنا كله حرام وعيب وما يصحش. كله ممنوعات. يعني الناس تحيطك دائما بممنوعات باسماء مختلفة. الجيل بتاعنا مش عاوز الجيل التاني يطلع ثويه. او يعيش حياته. بيوقفه. وانا بغلط مع عيالي في كده. ان انا شايف ان لأ المفروض ما يبقاش كده. لان انا اتربيك كده. لازم نفكر. يعني اخطأت احيانا في انك لم تفهم عقلية جيل جديد. حتى من يعني بناتك وحاولت انك تفرض عليهم اشياء. اه طبعا. اه طبعا وكلنا بيحصل لنا كده. يعني انا حصل كده مع ابويا. وابويا حصل كده مع جد. انا لسه هغوص. اكيد اه. يعني خليني في دي يعني. اه صالح سليم الشخصية الجادة. الحازمة الصارمة. اه 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 رب تشام سليمي لزاي. اه بحزمه وصرامة الى سنة الاربعتاشر سنة تقريبا. يعني انا ابويا يمكن النهاردة انا باختلف مع ناس كتير قوي عن موعيد. انا ابويا كان بيحاسبني عالدقيقة. 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 يقولي احترام معادك. هو احترام نفسك. قبل ما تحترم غيرك. اه. ده احنا عندنا الموعيد المصري يقولك يعني. لو واحد يدك معاد سبعة. يعني معناه تمانية. ده كويس لو قالك سبعة. يقولك قبل بعد العصر او بعد المغرب او بعد الظهر او. اه. بعد بعد الظهر دي ممكن تبقى الساعة عشرة بالليل تبقى بعد العيشة كمان. عشان ما هي بعد الظهر. يعني صالح سليم في مواعيده حاسم واصار. في مواعيده في كلمته. اه. لما اجي اشرح له حاجة يقول لي ما تلفش والدور. قل لي الحاجة على طول. ما تشرح ليش وتحط لي. اه. تفرش لي بقى الفرشة و. لا. اه. ضغري وصريح. وقول كذا. وانا هقولك رأي. اه. وده بيكلفني كتير قوي. لان انا بتعامل مع الناس كده. ف. اه. انتخذ. فما بيفهموش كده. اه. هم عاوزين. اه. حضرتك وحبيبي وصحبي وفقراسي وبتاع. ولكن اصل الموضوع. ونبتدي نتكلم. اه. انا ما تربيتش كده. احنا بالبعض بيسميه الفاهلوة. كن فاهلويا يعني. كل اله. كل الزبون يعني. او حتى حاول انك تلف والدور وما. انت. بتقول وضو. تقلبه يا استاذ. تقلبه. تقلب الزبون. ها. انت. انه. انه. تعلمت من صالح سليم. بوضوح يعني. وقول بدون لف والدوران. واضح. اللي انت مقتنع بيه. واللي انت شايفه صح. هقوله. مش عيه. كان عنيفا في التربية في المرحلة الاولى. في الاول اه. لان انا من البني ادمين اللي افتكر يعني. ان انا وانا صغير. كنت بين كل كتبة وكتبة اجدب كتبة. انت كنت بتتنفس الكاذب بقى وانت صغير. اه. على طول بجزب. لان كنت اصغر واحد في الاسرة. في ابوي وامي واخوي اللي اكبر مني. اه. فانا لازم اشوف نفسي. الاقي نفسي في حتة. فكنت اجدب على ده واجدب على ده. واجدب على امي. عشان اه. الاقي نفسي يعني. اه. لانك انت الصغير. الصغير. فالدحلبة بقى. اه اه. دي صورتك كيف انت وانت في المدرسة. ايوة. ايوة. اه. وكنت فشل جدا في المدرسة. اه. كنت دخلت سنة. اه. قبل سني. فعانيت جدا في ابتدائي. كنت على طول ملاحق. وبتاع لغاية قولة سنوي. لما سقت وبقت اه. اه. دخلوك قبل السن. وبالتالي بقى المستوى العلمي يعني. اه. فوق مستوى سنك. استعابي كان اضعف من اللي موجودين يعني. اه. وكنت بتسقط. اه. ملاحق كتير اول. ملاحق. وبعدين سقته قوله سنوي من اول مرة ما شاء الله. اه. اه. ودي طبعا كان على طول علقا من الوالد. لا لا بعد اه. اربعة عشر سنة ما كانش فيه علق خالص. لكن قبل اربعة عشر كان فيه ضرب. كان فيه علق اه. واخر حاجة خدتها خدت منه قلم عشان كنت بهذر معاه. وغزبا عني وقعته على سن اللي كان باياع. اه بقه هزار وقعته فا. فغصبا عنه ايده طلعت كده وخدت بعدي من غير ما افتح بوقي ورحت رايح له وده بعدين هو جاي قال لي معلش غصبا عني دي مش قصدي كانت بس ريكشن يعني رد فعل يعني طلق بالصلح يا ما اكلنا لما يعني مش هو ده اللي حيفت بس من الواضح ان العلاقة كمان زي ما فيها شدة وحاس بس فيها صداقة وحب و ابويا كان اطيب بني ادم ممكن تعرفه في الدنيا قلبه ابيض زي البفتة فما قدرش اقولك اكتر من كده يا لانه احيانا البعض يتخيل ويا ما وقف جنبي في مواقف ولكن عمره ما كان بيقف في مواقف غير لما يشوفني انا تعبان فيه وبحاول فيه وبعدين يقف معايا يعني ما يجيش يقف معايا بدون اي سبب لازم يشايفني انا بحاول في حاجة وتعبان فيها فيقولي يا مالك في ايه مش عاوز مساعدة اه انما لازم يخليك انت تفكر في انك تطلع ازاي من الازمة عمره ما كان يرضى ان احنا نقوله نتناقش معاه في ازمة كان يقولينا شوف انتوا ايه وتعالوا قولولي انتوا بتفكروا في الحل ازاي نتكلم في الحل ما نتكلمش في الازمة طيب قبل ما اتكلم معاك في اللي احنا بنعيشه كمان بس انا انا حابب المرحلة لقوله اخترت ترقيل فن ازاي يعني انا هو اللي اختارنا هو اللي اختارنا اه طبعا لان اقولك هتمثل بان فاتن حمامة كلمت والدتي وامي كلمت ابويا ورحت قابلتها وقابلت الاستاز حسين كمال وكان اول فيلم عملت امبرترويت ميه وبعدين اتفقت مع ابويا ان احنا نكمل عشان بعد كده الاستاذ رامسيس نجيب كان بعد نجاح الفيلم اه عرض على ابويا ان انا اعمل افلام زي مدام فيروز اه الله يرحمه اه انه زي ما فيروز نجحت قطفلة فقال له ان الشام ممكن ينجح نعمل له افلام على كده وكان اياميها استغربت جدا ان ابويا قال لي يعني تكمل دراسة ولا تخش السينما قلت له انت ايه رأيك قال لي انا شايف ان المهم الشهادة وانك لازم تكمل دراسة يعني يكون احسن يعني لان السينما دي زي كورة ممكن تبقى موضة النهاردة وبكرة لا زي لعيب الكورة ممكن يلعب النهاردة انما بكرة رجله تتكسر اه فشهادة مهمة هو فعلا عارف انه فيه مواهب فعلا فيها نجاح لكن يمكن انه هذا النجاح يختفي السرعة فاتفقنا وقلنا خلص جامعه وكلام من ده لغاية ما الاستاذ يوسف شهين عرض علي في المعودة الابن الضال وكان قبل السنوية العامة اه قبل السنوية العامة قبل السنوية العامة صفية السنوية العامة فعمل اه وفقنا وعملت الفيلم وبعد كده استنيت اه لغاية ما خلصت كلية السياحة والفنادق جمعت حلوان ادارة فنادق واشتغلت شوية في الفنادق ولقيتها اسخم من شغلانة الدكاترة قالت ابو انت توقفت عن الفن ليه لان اتفقت مع ابويا ان انا خلص دراستي وبعد انا اعمل اللي انا عايزه وبعد كده سبت الفنادق واشتغلت شوية في التجارة وطلعت ما انفعش في التجارة خالص لان الوضوح والمصرحة والبتاع دي ما تنفعش خالص لازم تعرف انت بتعمل ايه وحجيب فلوس منين وتقول لي ايه لده وحاجات كده فمنفعتش وقعدت سنة ونص في البيت مش عارف هعمل ايه في حياتي مع انك حقات نجاحا مبكرا في السينما فخلاص المفروض تكون حددت انك انت مكانك السينما ما كنتش محدد وكنت برضو بفكر في المستقبل وافرد ان انا منفعتش وكلام من ده فقعت سنة ونص بدور يعني يا حامل ايه بفكر تايه يعني وبعدين عملنا مع الاستاذ اه والله يرحمه انا اسف نسيت اسمه والمهم اه فيلم تزوير في اوراق رسمية تزوير في اوراق رسمية اما اه مع مخرج المخرج اه اه والله يرحمه انا اسف انا اسف جدا نسيت الاسماء ده اذاكرة بقى اه انا اسف جدا نيمكن افتكره احنا بنكار حتذكر اه ووقتها هو كان في لندن اه فلاقيت تليفون بيرن فبرد لقيت امي بتكلمني زيك عامل ايه قلت له انا الحمد لله كويس مش عارف قالت لي خد تكلم ابوك فهاي بباس زيك عامل ايه بتاع قال لي انا كويس انت عامل ايه قلت له انا ابتديت اشتغل يعني قال لي بجد والله ابتديت ايه بتعمل ايه قلت له بعمل فيلم قال لي ايه قلت له بعمل فيلم قال لي خد كلم امك طبعا هي كلمتني قالت لا يا شامة بتعمل فيلم ايه بتش عارف ايه بتاع وكويس وربنا يسهل وكلام منت وفضل هو الان لمدة 3-4 سنين يمكن لغاية ما الناس بتدوا يقولوله شوفنا له حاجات وكان بيسأل الاستاذ صلاح السعدني والاستاذ فرغالي وعمر عبدالعزيز بس كل ده صلاح سليم باسمه يعني لا يتدخل ابوي عمرو متدخل في قرار ليك؟ عمرو متدخل في قرار اه يخص فيني عمرو ولا اخوي ولا اتكلم لك يتوسط لك في اي شيء لا ده مصيبة ده تبقى مصيبة ده انا مرة قلت الكونترول في النادي ان انا ابن صالح سليم وقال له انا بقول له ما تعملش كده قال له انا ابن صالح سليم رجع ابوي اضربني عالقى عمري ما نستها لغاية النهار انك انت ازاي تقول له انا ابن صالح سليم انت بقى مين انا لو خدتك سوق كانتو مش هتجيب 3 تعريفة انت مين انت عملت ايه طب انا صالح سليم انت مين انا فاكرها لغاية النهار اه يعني شوف الله كويس بعد العلقة اقول له انا الملمين انا جامد وماتين مع انه بنشوف دلوقتي يعني حكاية بتلاقي احيانا واحدة صفعة ضابط شرطة انت مش عارف انا مين او واحد بتاعنا مين فانت هنا تعلمت انه يعني ده اللي تعلمته من صالح سليم اوعى تقول انا وكتبت في الفيسبوك لما حد يقول لك انت مش عارف انا مين ادي له بالقلم وقول له لا انا مش عارف يعني صالح سليم بكمت وقتها يعني منعك حتى من استغلال اسمه استخدامه انك تماما تماما مفيش حاجة اسمها هشام صالح سليم انت اسمك هشام سليم هشام سليم بس عشان كده انت حتى عملت هشام سليم كان ممكن تختصر المسافات شوية وتقول هشام صالح سليم لا ده الاكتر بقى انهم في الاول كتبوا هشام صالح سليم اول ما ابتديت علشان يبيعوا باسم ابويا ولما اتعرفت بقى يكتبوا هشام سليم فنفس الناس اللي كانوا بيكتبوا وبيقولوا ان انا باستغل اسم ابويا قال لك اهو دلوقتي علشان الشهر بقى بيتنصل من اسم ابوه يعني مفيش فايدة مفيش فايدة احنا في بلدنا مفيش فايدة مفيش فايدة اي حد بيتكلم كده كده لازم الناس هتتهمك وتطالك بالشائعات مع الاسف اي حد بيتكلم اي حد بيكتب وما فيش حد بيحاسب الناس لعى الكلمة ولعى الكتابة مع الاسف طيب في مرحلة امبراطورية ميمي حتى لو شوفنا منها مشاهدة يا فاتن حمام تبتقول هي اللي شفيتك في قاعدة اجتماعية انا لا انا متربي مع ابنها وطنت فاتن تعرف من وانا عيل صغير يعني متربي مع ابنها وكلنا بنروح انا واخويا نبات عندهم وهو كان يجي نبات عندنا في البيت فهي عرفاني وعارفة ان انا ممكن امثل يعني حتى امي زمان كانت اي حد يجي البيت روح ندهاني وتقول لي اعمل مبسوط اعمل عيان اعمل تعبان اعمل مش عارف ايه وتقول لي يا سلام يا شام ده انت حتبقى ممثل انترناشنل فلما كبرت قلت لها يا سلام يا مامي كان عندك حق قالت لي ايه يا حبيبي قلت لها بقيت ممثل قالت لي شفت زي ما قلت لك قلت لها بس ممثل انترناشنل محلي محلي بس عندك مقومات الممثل العالمي يعني ما فكرتش في الحكاية دي انك حتى انا طول صالح سليم في لندن وبتاع فانك تقول لي لا 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 ما اللي عاوزني هي اخدني من هنا شمعنا قد وعمر الشريف من هنا متذكر في امبراطورية ميمي يعني هو فيلم من اهم كلاسيكيات السينما المصرية طبعا طبعا وهو فيلم يعني بيخلط ما بين حتى الطابع العائلي والطابع السياسي يعني فكرة الديمقراطية والانتخابات تمام والفكرة بديعة جدا يعني فاكر ذكريات مهمة في هذا الفيلم وانتو بتعملوها فاكر ان احنا كنا عاملين الستوديو انا و احمد نجيب اللي هو اخوي اللي اصغر احنا برضو نعرف بعض من الزمالك وسكنين مع بعض وعائلتنا تعرف عائلة بعض وجدتي ايه صاحبة جدته يعني العائلة في بعض كنا فكنا عاملين الستوديو ده ملعب كرة كانوا بيشتكوا على طول منا ويطلعوا وقت التصوير يقولون انه هاتو الكرة دي ومفيش كور ومش عارف ايه وكلام من ده ده اللي انا فاكره من الحاجات اللطيفة اللي كنا بنعملها وبعدين كنت حابب جدا التمسيل مش عارف ليه حبيته جدا حبيته جدا وانت مفكرتش بقى لعيب كرة ما جاش يعني النادي الاهلي اللي هو صالح سليم كنت حاولت في الاول ان انا روح النادي الاهلي قلع كرة ولكن روحت فعلا ولعبت مع الاشبال تحت احداشر سنة المدرسة هدراسة ولكن بما ان كنت عبقري في المدرسة فكل اول ما تبتدي تاني اسبوع كنت على طول محبوز بقى في البيت لاني نمري وحشة والناس بتشتكي مني وكلام من ده فيابويا طبعا يحبسك يحبسني ده دلوقتي الاب عايز يرمي عايز يرمي ابنه في نادي ويقول له لانه لعيب الكرة بقى دجاجة طبيعي تزال لا انا والدي كان يمكن ممكن اقول لك كان عاوز يعني بعدنا عن الكرة باي شكل لان كان عايش مشاكل الكرة ومش عاوزنا نعيش نفس المشاكل متهيئة اه عايش المشاكل والصدمات والصراعات بتاعت الكرة والناس اللي بتكتبوا التعليقات يعني ما كانش عاوزنا يبقى لنا اي دخل بالكورة يعني طيب عشان امزج القديم بالجديد فيه مسلسل كنا اتكلمنا فيه وكنت حزينا انه ما تعرضش اللي هو اهل اسكندرية ايو فان وكنا بنبحث عن الاسباب فالبعض قال اصله المسلسل يسيء لجهاز الشرطة يعني ما تحلش قزمة المسلسل دي ما حاولش انه يعني يعني بالتأكيد شام سليم تحديدا اللي هو المحب لمؤسسات الدولة مش ممكن انه يقع في هذا الفخ يعني انه فيه مسلسل يسيء الى اجهزة الدول لكن يظل اهل الاسكندرية حتى الان ما زال ممنوعا يعني وده يضر للمال العام لانه فيه فلوس انفقت عليه ده صحيح ولكن انا لا اعلم عنه شيء سمعت انه يمكن يزعو السنة دي ما عرفش اذا ده صح ولا لأ اه لان فيه ناس بتتكلم بتقولك احنا سمعنا كذا واحنا بنسمع حاجة كتير قوي ملهاش اي اساس اه فدي مطروقة للناس المسؤولة ولكن اللي انا شايفوه ان ما كانش فيها حاجة وحشة على جهاز الشرطة اه اه غير ان واحد ممكن يكون غلطان في جهاز الشرطة اه لا وهو هنا زي ما فيه ضابط شرطة محترم وكويس محترم فيه والداخلية نفسها بتحاسب ده فيه وزارة النهاردة بنعرف انهم ما كانوش كويسين يعني فمش بس ضابط الشرطة ده حق ده ده مصر كلها فيها فيها نمازك وحشة جدا اه في الطب وفي كل حاجة اللي احنا طول عمرنا بنقول اه لو تكلمنا عن طبيب وحش نلاقي نقابة الاطباء تقولك لا الاطباء مش كده لا يا اخوان احنا بنضحك على مي فيه كل حتة في العالم فيه الفاسد وفيه كويس اه انا مش فهم ليبنا اللي هي الملائكية كل مهنة عايز نفسها ملاك على الشاشة ايه ازاي يعني ازاي ازاي يعني ده احنا ربنا يعني خلقنا طبقات احنا هنقول لا احنا طبقة واحدة ما ينفعش فعلا احنا بنعاني كل سنة يعني لو فيه استاذ جامعة طالع في مسلسل فيطلع استاذ الجامعة استاذ الجامعة يقولك لا الاستاذة مش كلهم كده اه يا سيدي مش كلهم كده بس يعني فيه واحد فيكو ممكن يبقى كده لا ما فيش واحد فينا يبقى كده ازاي ازاي طيب انت في مسلسل الجماعة في الجزء التاني هتعمل دور مرشد عمر التلمساني هو الجزء ده عن الشيخ الهضيبي او الاستاذ الهضيبي الجزء التاني هيبدأ بالهضيبي وانا في الاخر عندي جزء صغير جدا حوالي 20-30 مشهد كشخصية الشيخ عمر التلمساني طيب وفي فعلا مشابه في تشابه في الملامح بين هشام سليم وعمر التلمساني حينما كان لما كبر وهو صغير لأ عمر التلمساني وهو صغير كان وشه مدور مش مش انت تعمقت في الشخصية وجبت بداياتها ونهاياتها لا قريت عنها شوية وشفت الصور وحاجة كده انما انا هتعمق اكتر لما تبقى الشخصية اكتر علشان لازم اعرف عليها اكتر اه طبعا لانه هو واحد من اخطر مرشدي جماعة الاخوان بيقولوا اخطر بس في ناس كتير اوي بيقولوا يمكن اكتر واحد معتدل فيهم يعني يمكن كان عنده خطة معينة ولكن لم يكن يؤمن بالمواجهة او بانه يحصل صدام مع اي حد طبعا هو النجح في اقناع الرئيس الراهل انور السادات بانه يبقى فيه نوع من الصفقة لاعادة الاخوان الى المجتمع والى الحياة السياسية بالزبط وهنا يعني ربما اعتقد سادات لكم فضار بناصرية فيه ناس بتقول ده كويس وفيه ناس ده بيقول غلط وانا هنخش برضه في مناشات وده لازم يحصل اه طبعا طيب وانا بتكلم في محطات مختلفة مع شامس اليم خلينا ادخل كمان في المحطة الانسانية دايما بحس شامس اليم ابو البنات يتعلق بالبنات اوي بناته يعني وعندك مشاعر انسانية فياضة اه باتجاه اه بنات اه يعني ربما كل ابو حيبقى كده يعني بس شامس اليم اه زيادة شوي ليه هشامس اليم مش زيادة شوي هشامس اليم اه مع الاسف اه انا معرفش بناتي كويس اوي لان اه اه مراتي حرمتني منهم من ساعة ما اطلقنا اه البنتين البنتين الصغيرين اه الحكومة ساعدت في كده القانون ساعد في كده يعني ما فيش راجل اه يشوف عياله تلت ساعات في الاسبوع تلت ساعات في الاسبوع اه انت انت بتطبق الرؤية لازم اعمل كده وبعدين لقيت ان الرؤية دي لازم اروح حتة وامضي ان انا بشوف عيالي وكلام من ده وقلت انا لا اسمح لنفسي ان انا اشوف عيالي وامضي عليهم ان انا بشوفهم يعني حسيت انها مهينة مهينة لهم وليهم بس لكن عملتها عملتها مرة او اتنين عملتها تلات اربع مرات وتأثرت نفسيا انك تقابل بناتك بالشكل ده وبعدين كانوا بيجوا بقى يقولوا احنا تعبانين احنا عندنا مذاكرة احنا مش عارف ليه فما كنتش بقعد معهم حتى تلات ساعات كنت بقعد يمكن ساعة ساعة ونص وقال لهم خلاص لو انتو يعني مش مبسوطين روح بس انت الهاب تسلط كمان على ده شامس ليه ما هو مع بناتهم مع بنتيه دول هبايبي زين الشرف واسمت بس هم مش عارفين هم قديه يا حبايبي معقول مش وصل لهم ده شامس لا مش وصل لهم ده المشاعر بتحلق يعني مش وصل لهم ومش حقدر اعمل اكتر من كده عشان اوصل لهم لان انا اسف المفروض ان الحد التاني مهما كانت الخلافات يقولوا روحوا شوفوا بوكوا حتى لوحش طبعا طبعا ان هو الحفاظ على ان لازم صورة الاب بتبقى موجودة مهما ان كان وحش مهما ان كان وحش ممكن اكيد يعني لو انا في اكيد بيحصل وفي رجالة كتير قابلتهم بيحصل لهم نفس الحكاية نفس الحكاية بالزبط لان زي ما بقول لحضرتك انا حتى لو عادت معهم ثلاث ساعات في الاسبوع حعلمهم ايه ولا حيعرفوا عن ايه ولا حكاية وماش هتقاسي اوي حتى ماتوا تتكلم معهم بتتكلم طبعا ويعني ومش عارف اتكلم معهم في ايه لان انا معرفهمش معرفش بيحبوا ايه ولا ما بيحبوش ايه هتكلم معهم في ايه اه يا بنات ايه عاملين ايه في المدرسة اه كويسين طيب جبتوا نمر كويسة اه اه طيب طبوا بعدين اه اللي هو كلام جاف معلب اه بس نفتح حديث بس عشان نقضي التلات ساعات دول اه نتغدى في حتة مر اه اه على الاكله خلاص وناكله سلام عليكم شكرا يعني ما وهنا بتقول انه القوانين حتى عاجزة لانك بتقول يعني الحكومة كمان مسئولة عن ده اه طبعا والقوانين كلها غلط القوانين كلها غلط يعني انا مش فهم ليهما ليهما يعودوش ستة شهر مع الاب وستة شهر مع الام ليه واللي ما ينفس اه يبقى فيه حاجة يعقب عليها بها يعودو شهر كمان معا اه لما اثير هذا الموضوع طلعت ثورة من الامهات وقالوا انه ده الاباء هيخطفوا البنات وازاي ما هو الفكرة ان احنا بنحكم الابهات او الامهات انما بنفكرش في العيال بس صح يعني لو العيال يقدروا يتكلموا حيقولوا احنا مش عاوزين كل الكلام ده ياريك كنتم اللي اتنين تبقوا سوا انما انا مستعدة اقعد مع ابويا زي ما هو عاوز ومستعدة اقعد مع امي زي ما هي عيسل المفروض بس بس طبعا هنا الحرمان من بناتك ده بيبقى صعب جدا بيقلمك يوميا يعني كان بيقلمني جدا لغاية ما خلاص رضد بالله انا فيه وخلاص منتعين وكن البنات دول مش موجودين مع الاسف يا معقولة توصل لهذا يعني دلوقتي في قطيعة تامة 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 والاسباب غريبة جدا يعني يعني اخر مرة جموا قالولي نرجع ونبقى كويسين وبتاع قلت لهم يا ريت بس كل ده احنا ما نعرفش بعض وحيحتاج شغل كتير قوي مننا يعني وجيت في الصيف قلت لهم انا اخد يومين اجازع هسافر يوم أربعة هقعد خمسة وستة وارجع سبعة قبلها بثلاث أسابيع فواحدة منهم قالت لي آه بس يمكن احنا نروح رأس صدر جنبينا هنا هما في الساحل جنبينا هنا في الساحل قلت لها ازاي في الساحل لا رأس صدر دي في سينة ده في سينة بعملهاش علاقة بالساحل فقالت لي أنا هشوف مع أصحابي واسع قلت لها طي الاسبوع اللي بعده وكلمتهم يا بنات أنا جاي الاسبوع الجاي هقعد يوم كذا وكذا قالت لي لأ أصلحنا اتفقنا مع أصحابي إن احنا يمكن نروح رأس صدر قلت لها طب يعني أنا يقول لكم يومين في الصيف كل وحاجة شوفكم حاولي منفضلك إنك أنت تفضل كلمتهم تلت اسبوع علشان أنا رايح بقى خلاص كمان يومين فلاقيت بنتي بتقول لي أنا في مصر قلت لها يعني أنت مش هتشوفيني قالت لي لأ أحاجي لك يوم وامشي علشان أروح الرحلة مع أصحابي أصلحنا حاجزين بقى لنا فتر شوف المهم قلت لها طب بصي مش ضروري تيجي عشان مش معقولة تيجي لغاية الساحل من القاهرة عشان تشوفيني يوم وترجعي تاني تروحي رأس صدري يعني العقل ما بيقولش كده يعني المهم رحت فبسأل قالولي لأ هي ما جاتش فكلمتها قالتلي يا بابي ما انت قلتلي ما تجيش قلتلها طيب أنا قلتلك أنا حاجي يوم كذا وحروح يوم كذا وانا جيت يوم يوم أربعة يوم أربعة بالليل لقيتها بتقول لي أنا اللي عرفه ان الناس بتسافر الصبح ما تسافرش بالليل فقلتلها طيب انا آسف وبلاش يعني خالص ان احنا نتقابل تاني يوم وصلت يوم أربعة يوم خمسة لغاية الساعة ثلاثة ونصة اربعة بنتي التانية ما فيش أي اتصالات ولا أي حاجة وبعدين كلمتني قالتلي انت فين قلتلها أنا على البحر انت فين قالتلي أنا جان بإعلان مش عارف كوكاكولا فقلتلها طيب أنا جاي فروحت الساعة أربعة على مطرح ما هي المفروض موجودة ملقتهاش قعدتل حوالي خمسة ونص وبعدين حد خضني وانا قاعد وانا عمال اتفرج على البحر طلعت هي قلتلها يا اسمت انت فين انت مش قال لي قالتلي يا أصلا أنا كنت رحت للكوفر عامل شعري وما كنتش عارفة انه هياخد وقت كده فقلتلها طيب أنا امروح دلوقتي اكل وانا رايح شوالي ما شفته بعد ده ده من امتا من من الصيف اللي فات من الصيف اللي فات وقصوى جدا انت انت بتحكي انه انه قبي يتسول انه شوف بناته يعني اسمت بعديها كان حصل مشكلة خناء بناتي الصيف اللي فات مع ناس فكلموني فالسنة دي بعديها بعد ما رجعت لقيت تليفون الساعة اتنين الصبح من بنتي اسمت اه ففضلت اتكلم اتكلم محدش بيرد قلت فيه مصيبة قعدت مستني طول يعني ما بنامش بقى وقلقان ومش عارف ايه لغاية اتكلمتيني انبارح بالليل قلت لي لأ قلت لها ازاي انا عندي قلت لي اه ظهر انا كنت نسيت التليفون بقى جنبي في السرير وكلمت اه اه وانا نايمة قلت لها ده انتي ما تكلمينيش وانتي صحية تكلميني وانا نايمة لو الموضوع كده بلاش تكلمين فهي اخدت بلاش تكلميني وما كلمت اه بس واضح بقى فيه جفاء في المشاعر لا لازم يبقى فيه جفاء اه هم هم كم سنة يا شام دلوقتي واحدة 18 واحدة هتم 17 او تمت 17 ولا ولا حتى السن ده ده اه ده ايضا سؤل اه دول دلوقتي هم كده اه اه انتو جبتوا الصور دي منين دي الصور دي انا مش معاي مش عاني يعني بنحاول لانه انت انا عارف ان انت بتحب بناتك جدا و وجايز حتى يعني الناس لما تسمع هذا الكلام دلوقتي يعني احيانا البعض بيعني بيبقى اعاوز بعض الاشارات لكن انا واثق انه المشاعر دايما ما بتموتش بتبقى داخل لا شوف يا استاذ وعل اه اللي فاكر ان العلاقة بين الاهل والابناء دي حت حتبوز لا ويمكن تبقى اقوى كمان من لو رجعت تبقى اقوى من من الفترة انا واثق في يوم من الايام في يوم من الايام حيعرفوا يعني ايه اب حيعرفوا يعني ايه اه ان اسمهم سليم مش اسمهم حاجة تانية اه طبعا وهيعرفوا اه يتفهموا معايا على الان طيب لكن طبعا يعني ما فيش شك انه ده كمان بيستهلكك نفسيا الفنان ده لازم يبقى يعني لا ما فيش استهلكك نفسيا ده كان زمان كان زمان دلوقتي خلاص الحمد لله يمكن ربنا يمكن ربنا بيقول لي يا ابني ابعد عنهم دلوقتي علشان بعد كده يبقى فيه عمار ان شاء الله اه يعني ربما انه يعني تحصل المشاكل مع انه يعني من الصعب انه فيه يعني بالتأكيد انه اب يستطيع انه يبعد عدة ايام يعني عن عن بناته بس جايز اللي انت بتقوله ده يعني حالة شوية حالة فيها تعقيدات كتير يا فندم تلت اربع رجالة مصر اللي متطلقين عندهم نفس المشاكل انا فيه جمعيات تكلمتني قالتلي تعال اقف معا انت انت واضح انه الناس كلها بتطلقها لما تلاقي مشاكل زي دي بتطلقها فيها عاوزين نحل الكلام ده يعني ايه تلات ساعات يعني ايه تلات ساعات وتلات ساعات وفي مكان وتروح تمضي ومركز شباب ولا حضيقة ولا مكان ايه ايه ازايع ازايع ام يعني ده انا لو رحت السجن بعمل كده علشان اروح اشوف ناس في السجن اعود معهم يمكن ساعة ام انا اعود مع عيالي اللي انا جاء مخلفهم والمفروض اكبرهم والمفروض اخد بالي منهم والمفروض يعني ابقى تحت امرهم تلات ساعات ده هم عندهم ساعة تروحوا ساعة تيجي بقى والله قصوى يا جماعة يعني بغض النظر بس شمس ليه من نموزجا ما يفكروش في البنت في الراجل ولا في الست اللي يحط القوانين يفكر في العيال في العيال والعيال وصالح العيال لهم ابو ولهم ام ولو الاب ولا الام مش عجبهم الكلام ده يبقى بلاش الاب ولا الام يبقى فيه عقاب للاب والام بس اه بس صالح العيال لا صالح الست ولا صالح الرجل اظن 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 دي سهل لا طبعا التفكير في عضية مجتمعية بهذا الشكل مش عشان هشام سليم بس هو جايز الامه اكبر بالاضافة لانه دايما هتلاقي الفنان يعني مشاعره اكبر فناني يعني مرها في الحس لكن مش قوي انت واضح انت بقى تجمدت مش قوي ما فيه كده وفيه كده غزبا عنك زي اي بني عادة بس اكيد كنت بتبكي يوميا لا ما ببكيش انا ما تعلمتش ان انا عيض كتير يمكن بتحصل كده لما الواحد يعني انا حصلت مرة في برنامج وكان من كتر الضغوط وبعدين حصل ان انا افتقرت الكلام ده فانما عادة لا مش بكاي انا انا واثق ان الحكمة هتنتصر في النهاية وسوط العقل وانه البنات كمان وهي بتكبر يا به الحب والحب ربنا خلقنا كده خلق العيال غزبا عنهم حيرجعوا لأبوهم واموهم هم دول لا الاب ولا الام بيفكروا فيه صح غزبا عنهم لا يمكن يتنصلوا من هذا لا اموهم ولا ابوهم لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن طيب عشان الجزء ده كمان لما لما حصلت كمان مشكلة وهي يعني يعني لانها انتهت بالصلح والتصالح فيعني دون خوض في تفاصيلها برضو انت كنت كنت حزينا جدا لما حصل مأزك بنتك اللي هي القضية بتاع الفنانة ياسمين عبد العزيز اللي انتهت بالتصالح يعني برضو كنت انت حزين من 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 اللي حصل من الشرطة مع البنت بس يعني صعب قول لحد يبقى عنده مثلا خمسة وثلاثين سنة ولقيت عيلة عندها تمنتاشر سنة قدامها وتتخانق معها ان كان دي غلط او دي غلط يعني ما يعني المفروض يعني لو انا عندي خمسة وثلاثين سنة ولاقيت عيل بيكلمني مش هكلمه مش هرد عليه اصلا اه انت كان لازم يعني الناس تعمل حساب شوية لطبيعة السن يعني يعني على قل على قل وهل زعلت كمان علشان طبيعة العلاقة حتى في الوسط الفني يعني انتو زملاء الموضوع انتهى بقاله سنة فبلاش نفتحه استاذ وقال يعني خلاص خلاص وانا الالحانة باخده بشكل عام يعني مش مهمة قاول الدرجات يعني كلنا تخنقنا وحنا صغيرين وكلنا تنرفيزنا وبتحصل فالحمد لله انتهت على خير اه وبتستطيع انك بتتجاوز كل المحن الخاصة دي وانت بتشتغل حتى يعني انا اول ما بشتغل بنسى الدنيا كلها لما بصور بنسى الدنيا كلها فعلا بتحب لا سبحان الله ده بتاعة ربنا يعني انا ممكن اكون بتشنك في لسبب معين في الستوديو ويقولولي التصوير اقول لهم يلا واشتغل وابقى كويس واركز وكل حاجة وارجع ده اقتاني دي بقى بتاعة ربنا ليه معرفش انا كده اه الشغل فعلا بياخدك من كل المحن والمشاكل اصلي لو ما ما ركزتش في شغل هركز في ايه تاني لو الحياة ده عاملك طبيعة خاصة والله شامنا كنت لحد كبير بتحافظ على حتى وده اللي انا بسأله لك بقى انت بتحافظ على انه يعني البعض احيانا في موجة ما نشاهده ممكن يعرض عليك الكثير بتحافظ شوية على حكاية انا مش عايز اقع في الاسفاف مش عايز اقع في السوقية لا مش عايز اقع في الاعمال لا يا فنم لان السيد الفن ده يعني ايه يعني حاجة جميلة الناس اللي بتقولك ده الواقع واقع ايه انا بسألهم سؤال واحد هل انت تحب ان بيتك يبقى زي الشارع ولا تحب لما امراضك وعيالك ينزلوا الشارع يبقوا كأنهم في بيتهم لا لا يبقوا كأنهم في بيتهم يعني ابقى ماشي في الشارع بقواعد واخلاق البيت باخلاق البيت واللي عايز البيت يبقى بي الشارع اللي هو بقى بي خلاق الشارع يرد علي اللي عاجبه كده يرد علي بس والله انت عملت التعبير اللي هو انه الانصار هذا المنج يعني عاوزين يحولوا البيوت الى شوارع ويقوللك ده الواقع يعني احنا بنحلم ان الشوارع تتحول الى بيوت قواعد البيت بالضبط بالضبط بس ده الفن انا ما شفتش فن اولا الفن ده بيتعمل لما يكون اا اقتصاديات الملد عالية جدا والناس بتتمتع بالفن وبتشوف الفن الفن ده عبارة عن ايه عن ديكور وملابس ومزيكة وغنى وقصة تعيش خيالك فيها وتتأثر حاجة حلوة مش معقولة ان احنا نعمل الفن حاجة وحشة يعني الفاظ وبزقات ودم ومطاوي ليه ليه عشان كده انت اتضايقت شوية من هيمنة نموذج البلطقة يعني في الاعمال الفنية لا انا اللي بتضايق منه ان احنا بنستسهل وما بيهمناش احنا بنعمل ايه البلد انا بستسهل عشان اجيب فلوس وبس الفلوس مش كل حاجة لكن مع الاسف الاجيال اللي جاية دي ما تربيتش غير على الفلوس وبس لان الرأس مالية اللي موجودة هي اللي بتربي ده وبعدين بعد كل اللي شفناه خاصة في امريكا انا انا بقولها لحضرتك لا فيه رأس مالية ولا فيه شيوعية ولا فيه اشتراكية ولا فيه اي حاجة من المسميات الفلسطة دي مهة الاجيال باتقول عدل اساسه ميكا ما اعدل بين الناس وبعدين تسميها زي ما انت عايز بغنى ديمقراطية اشتراكية شيوعية طرابات تتو مدام عندك عدل وقانون هتمشي كل حد عشان كده العدل أساس الملك ده اللي أنا عدل حاكمت فعدلت فنمت يا عمر شفت العدل العدل هو الأساس هو أساس أي حاجة الديني عدل هتمشي أي حاجة شيوعي وكافر ورأس مالي وكل حاجة بس الديني عدل وقانون طيب بس قبل ما اطلع فاصل يعني دايما بتثار هذه القضايا وإحنا دخلين على رمضان تثار مسلسلات وأيضا فيه أفلام فكرة السوقية بعض الألفاظ الإباحية بعض المشاهد نموذج البلطاجي هنا والعاهرة هنا نموذج منتشر أنا أقول لحضرتك حاجة في رأي إن احنا ابتدينا نبعد عن الكلام ده السنة اللي فات السنة اللي فات ابتدينا نبعد عن الكلام ده ابتدينا نعمل حاجات كويسة السنة اللي فاتت من الحاجات اللي أنا طلعت بيها من موسم رمضان قلت الله ده فيه شباب حلوة أوي طالح فيه ممثلين جمال طلعين فيه كتاب جمال طلعين أكتر من الفة زازة اللي موجودة دي فاحنا فيه الطريق وحتاخد وقت لإن أنا مش فاهم ليه الناس كلها فاكرة إن إن مدام السيسي جاه أو الرئيس السيسي جاه هيبقى جاي بالسحر الصغير بالعصايا بتاعته ويروح عامل كده تلاقي مصر دي بقت ما شاء الله عشرة على عشرة آه لا يمكن اللي خرب في ستين سنة مش هيتصلح في ستين سنة أنا أخد الترابيزة دي دلوقتي قدشها علشان أعمل واحدة زيها هتاخد لي خمس تيام ست تيام إنما أنا كسرتها في لحظة اللي يكسر بقى في ستين سنة من أخلاق وقيم وبدالق ومرور وقانون ورشوة ده لازم له على أقل مئة سنة عشان يركب وهو ده اللي إحنا لازم نعمل له حسابنا عليه آه يعني محتاج وقت بس مش هدر يعني مش هنقل يعني أنا أسف لكن أنا أنا أطبق أهو صحيح مفيش حد معنا عصى موسى هيحل لك يا أستاذ وقيم يحل لك كل المشاكل الرئيس قال كلمة من مفيش ثلاثة ايام إحنا بلد فقيرة آه كل الناس مسكوز زي فقيرة وإحنا عندنا وإحنا عندنا وإحنا عندنا لا بس هو دواقع فعلا لا يا أستاذ إحنا مش فقرة آه إحنا فقرة في حاجات تانية في الالتزام في الاحترام آه في آه المعاملة آه في المذاكرة في التفاني في 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 كونة العمل في كونة العمل في العمل قاول في 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 المحبة بيننا وبين بعض آه لما دول يبقوا فينا أعرفوا إن إحنا حنبقى عندنا فلوس وعندنا 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 طول ما الحاجات دي مش موجودة يبقى إحنا فقرة آه طيب ده بالتأكيد هكملهم معاك لأنه ب ب ب كمان هشام سليم آآ ما يعني خلطة شوية بدايما ب ما بين الفن والسياسة وبلاي بعض تعليقاتك وبعض تصريحاتك والسياسة عندك دايما ب بمفهوم الدفاع عن ال عن القيم وعن هوية مصر وعن آآ ما فيش بلد من غير قيم يا أستاذ الوائل يعني إحنا عندنا عندنا أشعار آآ شعري بيقول كده طبعا هطلع فاصل آآ إنما من قوله إنما الأمم الأخلاق الأخلاق فإن ذهبت ما بكر فإن ذهبت فإن هم ذهبت أخلاق هم ذهبت ذهبوا آآ شوف شوف التفسيخ على الأخلاق والقيم آآ أخلاق يعني هي هي الأهم يا آآ يعني اتكلمنا ما بين المشاعر وما بين الفن والسياسة وحنكمل مع آآ هشام سليم هشام سليم دايما هتلاقوه زي ما قلت لكو يعني كتلة من المشاعر وكتلة من الغموض أيضا وكتلة من الحزن أحيانا وكتلة من الحوار الداخلي اللي بداخله وأحيانا كتلة من الجلبة والضوضاء أحيانا تحس إنه بيصرخ بورد جدل ومجنود يا فهمت هاهاهاهاها هنتكلم في ده هنكمل معاكو بعد الفصل مشاهدينا نحييكم من جديد ما بين المشاعر والسياسة والفن والحب كمان هنكمل مع هشام سليم والحب توقف عندك؟ لا الحب ما يقدرش هتوقف لا 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 بحب شغلي وبحب امراتي الثانية وما زلت بحب عيالي بردو وبحب اللي ربنا الدهولي الحمد لله طب الحمد لله يعني تجربة الزواج الاولى احيانا ممكن تخلي الواحد يقول يعني وداعا الحب وداعا لكن تجربة الزواج الثانية احنا الحمد لله تمنا 13 سنة عدينا الاولى بمراحل حمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وربنا اقدر اقول عوضني احلى حاجة حصلتلي في حياتي فعلا الحمد لله فعلا يعني الزوجة الثانية كانت سندا لك وتعويضا عما حدث في السابق؟ سنة كبيرة اوي 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 بصراحة يعني طيب وطبعا بتاعة شغب الطفولة وشقاوت الطفولة دي انتهت خلاص يعني انت قلت انا في مرحلة معينة من في الشباب اه لا في الشباب خلاص طبعا لا 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 خلاص اه يعني ابقى ابقى مغفل جدا لو لو حاولت عيش حياة الشباب دلوقت يعني صعب لا طيب خليني تاني يعني نمزك تاني فن وسياسة تاني بس ليالي الحلمي الم يكن خطأا انه تاني تتعمل ليالي الحلمي انت عارف انه يعني كلاسيكيات الاعمال الفنية دي بيبقى لقى طعم وريحة ومزاك اه طبعا لما بتيجي تكملها او بتعدها اه يعني هتبقى طبخة متقلدة او معلبة انا مع حضرتك في وجهة النظر دي علشان فيه ناس كتير بيقولوا هذي بيقولوا وجهة النظر دي ولكن فيه وجهة نظر تانية في رأيي انا برضو اه لالحلمية كانت خلطة الحالة الاجتماعية بالحالة السياسية حصل ايه في مصر والمجتمع اتغير ازاي لو عملنا كده كل عشر سنين وندي اللي حصل في الفترة الفلانية دي حصل فيها ايه ده انا مش شايف انه غلط مشكلة الحلمية في رأيي حاجتين اولا طبعا مش عاوز اقارن الاستاذ اسماعيل عبدالحافظ اه والاستاذ اه 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 اسامة انور عكاشر بالكتاب او المخرجين لان برها في كتاب بيكتبوا اه 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 موسم اه لحلقات معينة والموسم اللي بعده كتاب تانين خالص بيكمله اه فده بتحصل يعني مش حاجة جديدة اللي انا كنت خايف منه متهقل حصل ان زي ما حضرتك قلت ان الحلمية زمان كانت بتسرد الحلمية من ايام زمان جدا اه وكان فيها القيم والمبادئ وال 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 حلمية اللي عملناها السنة دي بتبين الحلمية دلوقتي فغزبا عنك كبني آدم أنت مش هتحب القبيح فهتحب المبادئ فقردي ده كان يعني نقطة ضعفة فيها النقطة ضعفة التانية في رأيي برضو أن الحلمية زمان كان بيتصرف عليها بالهبل زي ما بيقولوا فعلا؟ الأستاذ صفوة الشريف الأستاذ إسماعيل عبدالحافظ كنا بنصور الحلمية دي في تسعة تشهر تسعة شهور؟ تسعة تشهر ونبدأ نصور مشهد مشهدين تلاتة يعني خمسة ونيجي على قبل رمضان بشهرين تلاتة نلاقي الأستاذ صفوة الشريف توفير كل الإمكانيات لليالي الحلمية حتى نستطيع أن نلحق برمضان وخد عندك بقى فدي دولة بتصرف عليه ودي شركة بتصرف عليه لا دا كمان دا دولة بتتعامل مع الليل الحلمية قصوة لازم يلحق رمضان لازم نحافظ على الرياضة الفنية لازم يبقى عندنا ما أنا بقول لحضر دا كان كلام تاني فهو حاجات بتحصل بقى من تحت طبعا طبعا يعني لا إيه اللي بيحصل من تحت حاجات ما عرفش إيه بس بيحصل حاجات أصل اللي يخلص مسلسل لما كل الناس تخلص مسلسل تلاتين حلقة زي أي مسلسل في تلات واربعة شهر ومسلسل تاني يخلص في تسعة يبقى فيها حاجات بتحصل أكيد يعني على الأهل الناس مش عارفة شغلها توضى في شغلها صح على الأهل وده بقى أنت حصل صدام بينك وبين صفات شريف في موقف كان جيه في يوم الأيام كنا في العيد فجيه وقعد معنا وقال لنا أنا جاي أقول لك وشكرا أنكم تعبته وأنا آسف أنكم تأخرته وتشتغلوا في العيد فقلت له يا فندم طبما بدل من حضرتك تيجي تقول لنا آسف يعني وحضرتك لست الصفات الشريف عشان ده ما يتكررش حاسب اللي مأخرنا لغاية دلوقت يعني قال لي أنا جاي أعيد عليك هو اللي جاي تقول لي عاقب حد بس كت آه وعرفت أن فيه فيه حاجات بتحصل بره آه أن هنا حصل غضب عليك يعني ما عرفش حصل خطأ غضب ولا هيه بس حصل أكيد يعني ليه ليه ما اشتغلش في تليفزيون تاني بعد كده لا اشتغلت بس مثلا لما طلبت آآ آآ يعلولي أجري في التليفزيون يعلولي خمسة جنيه ولا حد خمسة جنيه؟ آآ آآ لا ده كان مبلغ بطا آآ آآ وطبعا الأجور زماني أنا كنت باملة العربية بجنيه بجنيه ودي بقشيش خمسة ساق والراجل كان يقول لي متشكر مش ماشي يقول لي متشكر يا بيه مش ماشي فرق كبير قوي يعني آآ متشكر متشكر ما ايم الزوق يعني بس طبعا الأجور زمان واضح Gaz كانت قليلة يعني. اه. اه. طبعا. ده غير الضرايب بقى غير النقابة غير البيت. انا النقابة اعدت سبع سنين عشان اخوا الكرنين. سبع سنين عشان اتقل كرنين لقابة? وفي نقيب قال لي طول منا زمال كاوي وانت اهلاوي مش حدي لك الكرنين. ايه ده ده بجد ده? ده معناق. يعني هقول لك الكلام ده ليه. يعني مش هدي لك الكرن عشان انت اهلاوي وبنصالح السليم. ده اللي تقال لي اه. لا مش اقال لي عشان الدين صالح سليم. انك اهلاوي يعني. قال لي علشان اهلاوي. علشان ما نبقاش اه يعني. ده نقيب. ده نقيب. ده مين اله نقيب? نه نقيب الله يرحمه الله يرحمه. لا 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 بس ممكن التعصب يوصل لكده او او فيه كراهية ما او فيه مشكلة. بص يا فنم تعصب كراهية اه هو حاسس انه يقدر يقولي كده. انا مش هحاسب الناس دي. يعني. اه هو ده يعني فكرني يعني حتزعلني. طيب يا سيدي مش عاوسين اله. اه. اه. ادفع عشرين في المئة. حاضر يا سيدي ندفع عشرين في المئة. بس انا فجيت كمان انت ما عندكش كارنية عضوية في النادي الاهلي. مع معقولة اه. يعني. هشام سليم ابن صالح سليم ما عندوش عضوية في النادي الاهلي. المفروض ان اخيرا انا مرة بكلم الاساس اه اه محمود طهر. قال لي لأ انت ليك عضوية في النادي في نادي اه ستة اكتوبر. قلت لهم انا قلت لك انا مش عايسة. قال لي لأ بس احنا عملنا لك عضوية مجلس الادارة وكلامين ده وبتاع. انا كنت افضل انها تتعرض عالجمعية العومية. لان لان قبل كده ما سألوش فينا خالص يعني. وكان ابوي اللي طالب منهم. طلب منهم ايه? قبل ما يسافر قال لهم الولاد اه هتعملولهم كرنيهات ولا ايه? عشان لو حصل اي حاجة يبقى اعضاء يعني. فقلوله اوكي وحنعمل له مبتاع. ولما توفى ما هدش كلمنا خالص. معقول? مع ان الناس زي ما انت تتكلم على انه نحن نحافظ على اه مسيرة صالح سنين. كل اربع سنين لما يبقى في اه انتخابات يذكروه بكل خير. وبعد كده ينسوه بكل خير بقى. يعني شايف انه اللي عاوز ينجح في الانتخابات يستخدم اسم صالح سليم انتخابيا لكن اه ما في القلب في القلب يعني. اه اه بس انا مش شايف ان محمود طهر استخدم هذا الاسم برضو. بصراحة يعني. ولكن كانت الفترة دي لان كان الناس دي معاه. اه. بس. بس هو هو محمود طهر فعلا بيحب صالح سليم. اه بيحب اه اه. اه. محمود طهر يمكن لازمنا طول الوقت واحنا في اه في لندن وهو في في المستشفى. في رحلة العلاج يعني. اه. وانت هنا بتقول انه اله 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 قالو لك انه هنعمل لك كرني بس في النادي الاهلي اللي لسه هيبقى في ستة اكتوبر. في ستة اكتوبر اه وقالي روح ستة اكتوبر يمكن هو قصده ان انا روح ستة اكتوبر بما اني قاعد في اول الطريق الصحراوي فاقرب لي ستة اكتوبر. وفعلا الزمالك عشان اوصل لها دلوقتي باخد ساعتين ساعتين ونص. اه. بس مؤسف جدا انه يبقى فيه ده يعني ان يبقى فيه اه شامس ليم لا يصد ما ما عندوش كرني عضوية في النادي الاهلي. اه. اقول لحضرتك حاجة بصراحة. اه. انا ما تعودتش اروح النادي الاهلي من صغري. فمش هروح دلوقتي. انا لما كنت بروح بروح نادي الجزيرة طول عمري. لانه قريب من البيت واقدر يمشي لغاية هناك. والده ده كانت بتاخدنا ونحنا صغيرين ونروح نقضي. فابوها ما كانش يحب ان احنا نروح هناك علشان كان بيقول لنا لو لو اتخنقتوخ نعم اللي انتو بتخنقوها في نادي الجزيرة في النادي الاهلي انا قطع على ابيكم. فخليكم في الجزيرة احسن. طيب. هشام سليم بيحافظ على اه يعني دايما يعني عندك تميز في الادوار بتشتغل عليها كويس. بس ما بيجي لكش احيانا لان عايزة بقى بقى اه هشام سليم اه اه رقم واحد ويبقى في مسلسلات اه تتسمى باسمي كده ويتقى المسلسل هشام سليم السنة دي. واخد الفلوس اللي بياخدها البعض. هو حصل في فترة من الفترات بس عمري ما خدت الفلوس اللي بياخدها البعض. اه. عمري ما حد عمل ما زادت عليها. اه. وانا تربيت على اساس ان الحمد لله طول ما اعيش كويس وباكل كويس وبالوس كويس ومش محتاج حاجة. فانا مش محتاج ان انا عبي فلوس يعني. اه. حامل بها. اه. لكن الطموح الفني يعني ما خلق هو هو نعم تحقق نجاحا في ادواب. حصل. حصل في بعض الاحيان ان انا كان المسلسل باسمي وكل حاجة. ما خدتش المبالغ اللي حضرتك بتقول عليها. في مسلسل انا نجحت فيه جامد جدا اللي هو المصروية. المصروية. اه. ورافضوا حتى انهم يعلوني اه. الف جنيه. اه. وقالولي لا اه. اه. واس. فقلت لهم طب شكرا. مدام هي كده. يعني كل الناس اه. بتنجح في عمل بتعلى عشر مرات اللي كانت بتاخده. انا مفيش ولا حاجة يبقى شكرا. اه طبعا. والاستاذ. اه. ممدوح عبدالعلي ما اللي ارحمه هو ال. اللي قام بال. بالجزء التاني بعد ما اكلمني. ما هو دي برضو من الاخلاق الناس. اه. انه مش هينفع يكمل لما يستغزينها. قال لي ليه. قلت له عشان كزا. قال لي طب انت تدايق. لو انا عملت قلت له بالعكس يا ممدوح. ده انت اخوية. يعني انا اتمنى لك اي كل خير. بس. ام. وهنا طبعا. لا. واضح انك ما بتهتم. اصلا. بال. يا فندم دنا فيه. دنا فيه مبالر. من السنة اللي فاتت. لغاية النهاردة. ما خدتهاش. وهم داخلين يمتجوا مسلسلات تاني. ام. ده فيه منتج بعد السنين الطويلة دي كلها. بعد ما خلصنا تصوير وداني شكات. راح. قال ابن الشكات دي مزورة. واننا وسامح انور ورهام عبدالغافور. والمخرج. عملنا مخصوص كده علشان هو يفلس. وفي القضايا دلوقتي. ولو انا مزنوط طز مش مهم. اه. بس واضح ان انت مظلوم ماليا في الواسط الفاني. ما حبش كلمة مظلوم يا ابس زوائل. ام. هو كده. الحال كده. يعني انا السنة اللي فاتت من اول تلت اسبوع قلتلهم المنتج ده نصاب. المنتج نصاب. المنتج ده نصاب. لغاية اخر يوم. وبعدين لقيتهم كلهم بيقولولي انت متدقل ليه. ما المنتج. اه السوق كله كده. قلتلهم يعني انتو بتشتكوا. اه. وانكم بتاخدوش فلوس. وانه مش عارف ايه. ولما حد يشتك تقولوله السوق كله كده اخرص. طب ما انتو السبب في كل ده. ما انتو لو بتتكلموا بتقفوا رجالة مع بعض وتقولوا مش هنشتغل. هتاخدوا فلوسكم. ام. لما النقابة. ام. تعمل الكلام ده الناس اللي. يا فندم دول بيعودوا. في ناس قعدت مع منتج ما بيدفعش بقاله تلت سنين. وبعد قعدت اه 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 صلح او رجع ينتج تاني. لكن المنتج ده هو الوحيد اللي ما بيدفعش في السوق. ام. كله غلط. احنا لازم نهد كل حاجة زي النهاردة الاسعار والمهاية. طب انتو بت بتتناقشوا عليه. طب ما تيجي نحط بقى قوانين جديدة. وكلنا نمشي عليها. واللي يغلط يتدبح. مش زي ما احنا نهارين في الجورنال النهاردة. الناس سرقت فلوس. فاتصلحوا. ومشيوا. الناس بتغلط في الوظائف الحكومية. يتنقلوا ويكملوا اللي كانوا بيعملوه في منطقة تانية. امتى التفكير ده هيخلص? اه. امتى? انت شايف عشوائية في الا. يعني ايه انا اسرق ولو اتقفشت اتصالح. طب ما انا سرقت قبل كده. يبقى انا عشان سليم لما اشوف الكلام ده. طب ما نروح اسرق مليون جنيه ولو افشوني. ادفع لهم المليون جنيه. ام. وارجع اسرق تاني. مش هتحبس. طيب انت بتهتم جدا بالحكاة دي. خلينا اخذك من ده كمان ام ام ام. مبارك صالح سليم. ليه دائما كنت بتقول انه الرئيس الاصبك مبارك كان بيكره صالح سليم. وده يعني يعني كان واضحا في السياقات كتيرة يعني. بس من خلال معاشيتك لماذا كان يكرهه تعتقد. بصراحة ما قداش اعرف ليه بيعاب. ولكن. اه. الحاجات اللي حصلت معا انه يروح اه اه بطولة افريقيا والنادي الاهلي بيلعب ويقول له له لأ حضرتك تقعد ورا. قال لهم يعني اه. الرئيس مبارك ده ضيف عندي. ده ملعب النادي الاهلي النهاردة. ام. سلام عليكم. ومش. ومش. اه. ف. رفض ان يجلس في الصف التاني. لان. لان سيادة الرئيس حسني مبارك. ضيف عنه. اه. بس. هنا هنا وصالح سليم المعتد بنفسه. بس. لازم يععد وبجانبه الرئيس يعني. لا. اه. يععد الرئيس وصالح سليم جنبه ما فيش مشكلة. مش صالح سليم اللي يقعد والرئيس جنبه. اه. مش مش هتفرق. ولكن. يا فندم فيه زوق. فيه اصول. اه. لازم. نرجع للأصول. لازم نرجع للزوق. انا جاي لك عندك في البيت. هتقعدني في الحمام وانت تقعد في الصالون. ده المواقف الوحيد ولا كان فيه مواقف تانية. كان فيه مواقف ايضا اعتقد بين طيارك هتنزل في النادي الاهلي. اه. وعاوز يروح المعرض. فابوي يقول لهم انا مش هستنى. علشان يروح المعرض لو جاي في النادي الاهلي هو فوق راسي. طبعا. اه. انما الطيارة بس هتنزل النادي. واللي نعرفه انه كانوا عاملين له اه شاي وبتاع في حديقة النادي. اه. ده اللي نعرفه. انما انه يروح يستنى علشان الرئيس ينزل بالهليكوبتر ويعدي الناحية التانية لارض المعارض. قال لهم ليه. بس. ام. بحيقول لك مرة مرة دخل الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فكرة الاعتداد بالنفس زي يعني يعتدي بنفسي جدا يعني. مش جدا يا فندم. ما فيش حاجة اسمها احترم نفسي شوية. واحترم نفسي نص ونص. واحترم نفسي ربع ربع. ما فيش. انت يا تحترم نفسك والناس تحترمك. يا ما تحترمش نفسك والناس ما تحترمكش. انا مش هقدر احترمك ربع ربع يا استاذ واحد. اه. ومش هينفع في مواقف اه يعني يقول شوات. اه. ما ينفعش. يعني في ناس هتقول ده يعني رئيس الجمهورية. لو عاوز. لو عاوز مصلحة منه حيبوص ايده ورجله وزي اللي بنشوفه. انما انما هو مش عاوز منه حاجة. غير بس اللي احترام. اه. الرايس لنفسه واحترام ابويا للرايس واحترام الرايس لابونا. وعشان كده ما هو ده يعني انه 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 صالح سليم بالقواعد اللي طبقها على نفسه. واللي فيها الاعتداد اه والاعتزاز بالنفس بهذا الشكل يعني. والاعتزاز كمان بالنادي يعني 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 ما هو هو رئيس النادي الاهلي. لا ده النادي ده كان بيته. اه. يعني كزا مرة. مثلا العربيات اللي عربية مش عارف اه تويوتا في اعتزاله. هو والسبعة الكبار والستة الكبار. اه. كان ندوله عربية وانا كان عندي عربية مية ثمانية وعشرين طبعا من الدقدخة. انت عندك عربية مية ثمانية وعشرين. كان عندي وهم دوله عربية ايوتا. دوله اه 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 هو عربية ايوتا وستة التانيين عربية مية ثمانية وعشرين متهيئة. اه. فرجع البيت قلت له انت هتعمل اي بالعربية? قال لي عربية ايه? قلت له هم مش دوك عربية في النادي عمالين يقولوا في التلفزيون اهداء ومش عارف ايه. دولك عربية? قال لي اه. قلت له طب هتعمل بيها ايه? قال لي ما انا عملت خلاص. قلت له عملت ايه? قال لي ديتها للنادي الاهلي. لقيت روحي بقول له هو النادي الاهلي ده بيتك. انت مستنى العربية اول تاني. يعني انت عجبك عربيتي اللي اللي مداش ديشها دي وبتاعه. هو سكت. وبعدين في الصيف مسافر لقيته بيقول لي تعال انا هسافر السنة دي وناوي اجيب عربية معاي. تحب اجيب لك عربية ولا تاخد عربيتي اللي تحت? فقلت له لا اخد عربيتي كانت اللي تحت. قلت لغاية الرأيه. قلت عصفور اه في الايد احسن من عشر على الشجرة. وخدت العربية وكانت المس ده الزرق. اللي هو كان سيقها تسعمية اتنين وعشرين. اه تسعمية ناين تو ناين. تسعمية تسعة وعشرين. تسعمية تسعة وعشرين. ستيشن. اه. يعني شو صلح سليم يعني يعني لا يعني لا يحصل على مزايا ولا مناف ولا يخدها البيت كله اه للنادي. كله للاهل. حاجات لكتير اوي للاهل. الاهل بالنسبة له كان كل حاجة. و انا ما تضايقتش على قد. ما انا عرفت انك لازم تنتمي. انا بنتمي للسينما النهاردة. السينما دي تنتمي لمصر. فانا خلال السينما بنتمي لمصر. ابويا كان بينتمي للاهل. والاهل هو ينتمي لمصر. فابويا كان بينتمي لمصر. وحب مصر من خلال الاهل. من خلال الاهل طب. وتعميق الولاء للاهل بهذا الشكل. وده يريد ان كل واحد فينا يبقى في المؤسسات كده. لما يكون قاعد في مؤسسة التليفونات يبقى يفتخر انه قاعد في مؤسسة التليفونات. لانه عنده مكتب نظيف. عنده مؤسسة نظيفة. عنده حمام شيك. عنده ساعي يجيب له شاي وقهوة لو حاوز. ندي البعض ايمة. تعا نشوف الاعلان الجميل اللي احبه الناس اللي كان فيه جزء منه يسرى هشام سليم خالس سليم. خالس سليم. واقع. هي الجزء بس اللي احنا ظاهرنا فيه. اه الا. عشان ما يبقاش اعلان يمكن. ما اعرفش. لا ما والناس ما تعاملتش معها انه اعلان. الحياة الناس تعاملت معه. الانها حالة يعني. هي كانت حالة. اه 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 خالد سليم علاقته بالشام سليم اه. اخين فيه بينهم اه ندية وشاكل وازمات ولا حب دائم. لا 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 حب اه اه الى مالة نهاية يعني ما افكرش مرتين لو اخويا في خطر ولا حاجة. ولا هو اه يفكر مرتين اه لو انا في خطر ولا حاجة. لا لا. اه. اه. محبة. وصدح سليم ربكو على كده. وفي نفس الوقت بقعد عن بعض. يعني. بقعد عن بعض. لا اتدخل في حياته الشخصية ولا اتدخل في حياتي الشخصية. نفس الحكاية كانت مع امامي. اه. كان يموتوا في بعض ولكن يعني قليل جدا لما كنت اشوف امامي عندي عندنا في البيت. معقول? اه انا مرة دخلت. يعني الكابت انطارق سليم والكل ما بيجوش البيت. وعبدالوهاب سليم. اه ما يجوش كتير. ممكن يجي عمي مرة يتغدى عم عبدالوهاب. اه. يجي يتغدى مع انا وكان يجي يتغدى ويقول لنا انا مش جاي عندكو تاني خالص. ليه? نقول له ليه? يقول لنا انتو بتاكلوا بسرعة قوي. انا باخد وقتي علشان اه امضغ وبتاع انا لسه في اول طبق وانتو بتحلوا. فمش عاوز ايه. حاجات كتنة. ولكن دخلت مرة البيت. لقيتهم امه التلاتة قاعدين. قلت لهم الله. هو ايه اللي حصل? راحوا بصلي كده. قالولي جدتك اتوفد. يا الحزن جمعهم بقى. طيب الله ارحمها وبتاعه وكلام. بعدها بسنة ولا سنة ونص دخلت لقيتهم موجودين في البيت. قلت له ايه مين? حد مات تاني النهاردة. قالوا لي يا جدك. يا حزن بس انا مضطغين. ما انا بقول لك. اللي هو ايه فكرة يحبوا بعض جدا لكن. وقت. كل واحد بيفصل حياته عن التاني. وقت العوزة بتلاقيهم موجودين. اه. وهنا خالد سليم كمان يعني انت بتقول يعني حتى في مشاكلك الخاصة ما حاولش يتدخل يعني. لا غير لو انا كلمته في حاجة. اه. يعني كلمته قلت له حصل كذا او في كذا او ايه رأيك انت? ونفس الحكاية بالنسبة له. ناخد رأي بعض في حاجاتك. لما نعوز. لما تعوز. انما مش ضروري ان انا روح اقول له او هو يقول لي او انا اقول له اللي انت عملته ده. وهو يقول لي اللي انت عملته ده. دي حاجة ما تخصني اش خالص. لان دي حياته ودي حياتي. طيب. انا كما عشان بق بحب يسرى او قصة الحب بين يسرى وخالد سليم. دخل فيها شام سليم في بعض فصولها? خالص. اه ليش دعوة. اه خالص. مع ان انت انت اللي فنان وهي فنانة. طيب. انا بقى وسط فني. بس هنتكلم في ايه يعني اصل انا بحب اخوك طب ما انا مالي هتحبيه. هيقول لي انا بحب يسرى هقول له طب يعني عاوزني اعمل ايه? ما تحبها انا ماليش دعوة. بس. اه حياته الخاصة ماليش دعوة بيها خالص. اه دايما بتفصلوا ده عن بعض يعني. يعني انت حتى فوجئت بقصة الحب والزواج يعني. اه. 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 اتجاوزه اه بالف مبروك. اه. عادي يعني. ما فيش مشكلة خاصة. طيب ما 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 عايشش الجزء هل ده الجزء صحيح انه الكابتن صالح سليم كان متحفزا متحفزا على الجواز والا. انا قلت لحضرتك انا عابوي عمره ما ادخل في قرار احنا خدناه. خالص. عمره. دي حياتك برضو. اه. هو اللي علمنا كده. اه. هو اللي دي حياتك. اه. مدام انت. يعني دي شائعة لا اساسة. مدام انت راجل وقادر تعمل كده. اه. يبقى استحمل اللي انت قررته. مش انا. اللي قررته هو لك. كان يقول لنا كده. اه. خد قرارك علشان لما تغلط ولا تتناهل. ما تجيش تقول لاي حد ده هو السبب. لا انت اللي تاخد قرارك. اه. وانت اللي تستحمله. الراجل يستحمل قراره. بس. والله ده ده فعلا قعد مع انه البعض يعتقد ان صالح سليم ب ب ب بسراماته الشديدة ممكن يفرض عليك اشياء. عمره. اللي اه. بتحب صالح سليم ك كفنان? بحبه كفنان اه بس يعني انا انا شايف اه اه انه مش ممثل قوي. خالص. يعني انا كنت بقول له انت يا اخي جمله يا اخي في الله. لا انت قلت له كنت بقول له انت بعد ما فتحت كنت زي برضو لما كنت تعمى. وبعدين يبصي لي كده هو هو اصله سعدت لقيمة يعني عاوز يضحك بس منه. وبعدين اقول له وبعدين يعني لو انت بطل الفيلم كان المفروض انت اللي تلحق التعبان مش روي. روي هو البطل كده تلوقتي. روي فعلا هو البطل. لا بس انت صراحتك قاتلة. هو اللي علمني على كده. ما هو اللي علمني كده. اه. انا اخويا كده. والمشكلة اللي انا بقول لها حضرتك عليها ان انا مش قادرة تخاطب مع الناس. ان انا ضغري. ان انت ضغري. اللي يقول لابوي يعني انا انا شايف انفعالك وانت اعمى زي وانت بتشوف. ما اصلا ابوي لما انا وانا كبير. ابوي كان صاحبي مش ابوي. ده اللي انتو الناس مش قادرة تفهمه. صالح سليم من بعد اربعتاشر سنة كان صاحبي. بعد اربعتاشر سنة صاحبك. صاحبي. بنتكلم في كل حاجة واي حاجة. اه. وتصرحوا بكل حاجة اصحاب يعني. انا جربت مرة مادة مخدرة في امريكا. اه. اول ما جيت مصر بقال لي انت عملتي ايه في امريكا? قلت له اهي الشهادة بتاعتي بتاعتي الشغل هايلة. اه. ايو تستني. فعلا. قال لي طب هاي البرافو عليك انا افتكرتك هتروح تصيح هناك ومش عارف ايه. قلت له جربت مادة مخدرة مرة واحدة. اه. قال لي ايه? قلت له وكزا. قال لي يعني ايه? قلت له مرة واحدة والله. قال لي طب حسيت بايه? قلت له حسيت بايه? حسيت بنشاط واقوة وآآ وحسبتها. انا اقدر اجري. مصر اسكندرية رايح جاي عشر مرات. بعد ما خدت الحابة المخدرة دي. اه. خدت الحاجة. حاجة مخدرة يعني. يعني مخدرات يعني. مخدرات. اه. الطيش اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي كلنا ساعات بنفوت منه. ناس كتير بتقع فيه. اه. وناس بتفلت منه. انا فلت منه لانه. حقول لحضرتك اللي حصد. اه. فقال لي وبعدين. قلت له وبعدين روحت. ما نمتش لمدة اربعة وعشرين ساعة. وكنت مصدع صداع رهيب جدا جدا جدا. وآآآ. ونفسي رأسي دي تنفجر واخلص من الصداع ده. اه. وبعد اربعة وعشرين ساعة. نمت اربعة وعشرين ساعة. اه. وبعد مصحيت. جالي ثيابان في بطني. ولون الثيابان ده كان اسود. اه. فيعني. اه. قال لي انا مبسوط قوي من الكلام ده. قلت له مبسوط في ايه يا ابو الصلح. اه. قال لي مدام قلت كده يبقى انا مش هتعمله تاني. وفعلا. عمري ما عملته تاني. يعني انت زي ما بتقول اه تأثيره عليك لعدة ساعات بتقول حلو يعني. لكن شوف تأثيراته بقى السيئة لأيام يعني يومين ثلاثة. انت بتتكلم عن يومين ثلاثة. ده مرة واحدة. اه. انا اللي بقوله بقى اللي خطر. ان في شباب بيحاول يجرب حاجة زي دي مرة. وتمسك فيه. لان كل بني ادم على حسب آآ تكوينه. في ناس لو جربت الزناكس اللي بيقوله عليه ده. ما ينامش غير بيه بعد كده. وفي ناس ممكن تاخد نص حبايا النهاردة زي ما انا بيحصل لي. باخد نص حبايا نام بيها النهاردة. آآ مش ضروري ااخد حبايا بكرة. ااخد حبايا كمان شهر لما اجيلي ارق. آآ. على حسب البنيات. آآ يعني انت المهم انك ما تدمنش. لا تكون اسيرا لحاجة يعني. المفروض غير السجاير. السجاير. انت ما عرفتش تبطل السجاير. عمري ما عرفت بطل السجاير. وجربت كل حاجة ده انا بطل السجاير. لم لم اتطع لحتى الان. آآ. بس المخدرات في امريكا دي كان صديق سوق ولا انت قلت لما جرب حاجة شايفها منتشرة كده تعمل مزاجي. كانت صديقة سوق. صديقة سوق. حلوة? اه? ارجو زالك. ما هو ساعتها ممكن ما تكونش شايف. صديقة سوق وعشت بقى وبتاع ولكن توقفت بعدها. ده يعني بتعال وشوف آآ آآ والدك اتحاور معاك. وقال لك طالما قلت عن المساوئ اللي حصلت لك بعد كده دي فآآ انت مش هتعملها تانية. وفي ناس بعد كده بسنين. راحوا قالولو احنا شفنا هشام بيعمل كزا. قالوهم لا. هشام ما اعملش كده. شوف سقة الاب. علشان كان فيه صراحة في الاول. بس. اه. فعارف ان رباني صح الحمد لله. علاقة جميلة والله. عايزة سيناريستي بارع. يعمل علاقة صالح سليم وخالي سليم. ما فيش حد بيعمل الكلام شام سليم. ما فيش حد. فيش حد. لا. كل واحد بيحاول يحط آآ انه كان حبيبه وانه اتربى معاه وانه آآ كانوا بيصهروا سوا. ويعني ما. ما آآ. انا بلاحظ فعلا بعض المدعين كده اللي بطلع يعني في ناس تتدعي علاقات مع صالح سليم و. فيه كتير يا فانو. فيه كتير. التمسح في اسم صالح سليم. فيه. 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 طيب ابني اطلع فاصل عشان عجبني تحليلك لتمثيل صالح سليم. يعني انت قلت له بصراحة انت ممثل فاشل. لا ما قلت لهش ممثل فاشل. قلت له انت لما كنت آآ اعمى زي ما كنت مفتح. ما قدرتش اقوله انه فاشل. لا ما قدرش. لا ده ما يعني. لا هو هو قيمة صالح سليم يعني في اسمه طبعا. واسمه نجح الفيلم. يعني لكن ممكن البعض يعني يختلف حوالين انه انه لا يعني لم الدور ما كانش. انا هقول لحضرتك حاجة. انا متهالي آآ طبعا مدام فاتي الحمامة تنجح فيلم من غير اي حد. اه. ولكن موجود صالح سليم آآ انا متهالي احلى حاجة فيه. لان انا ما بقيتش اقدر اتفرج على الفيلم ده دلوقتي. ليه? بعد ما توفى. بعد ما مات. اه. لان الصرامة اللي كانت موجودة في الفيلم. في اخره تحولت الى طيبة القلب اللي صالح سليم قلبه ابيض زيها. اه. فانا بشوف ابويا على طول. ولما كان بيضرب الاستاذ فؤاد المهندس. اه. كان بيعمل هالي كده علشان رئابتي طويلة شوية. اه. في اعمل هالي. عشان كده الفيلم ده ما بتستحملش تشوفه لانو بيثير جواك. ما بقيتش اقدر اه. ذكريات حقيقية مع صلاح سليم. اه. بفتكره وبا با يعني با باشتق اليه يعني. بصراحة اه. فما باتطرقش عليه. اه. اه. بس حلوة الكلب روي كده هو البطل وبتالي. اه. اه. ليس. منوكش في بعض بقى. هكزا هشام سليم. صرحتك دي يعني ما. واكيد عن لك مشاكل دلوقتي. بيحصل. بس انا كده ومش هتغيره علشان اي حد. انا كده اللي عاوز يقبلني اهلا وسهلا. اللي مش عاوز يقبلني هو يبعد عني او انا بعد عني. بس. مش اكتر. بالتأكيد الناس كلها هتحب اه بتحب هشام سليم بدا يعني. الله يكرم. هو ده اله بدون لف وضوع بشفافية تامة وصراحة تامة. هنكمل معاكو بعد الفصل. مشاهدينا نحييكم من جديد اه استاذي شام سليم خليني اه اسألك بقى ان ساعات انت كمان اهتماماتك السياسية بتزيد اوي ومتحمس جدا اه لمؤسسات الدولة حاليا. ومتحمس اوي لله رئيس السيسي. ودايما اه بيه اه تطالب اله الناس بيبقى لك بعض التعليقات كده. اه هل انت شايف انه 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 لسه عندنا مشاكل بس مشاكل متعلقة بيه اه يعني تركيبة الناس يعني. الناس عايزة اله في احباطات معيشية في ارتفاع كبير في في الاسعار في الناس بتتوجع بتقن. اه لكن بشوفك دايما بتدافع لانه اه المشاكل والازمات مش هتتحل اه بهذه السرعة. اه طبعا. لان ده. ده ده حقيقي. مفيش حد هيحل المشاكل اللي مصر فيها اللي بقى لها ستين سنة اه بسرعة. على حسب بسرعة دية بقى حضرتك بتحدتها بكم سنة. ولكن اللي انا شايفه واللي انا شايفه من اه من ايام الصورة اه ان ان مصر اه بنيتها الاجتماعية اه تفككت يعني. متفككة اه هشة. وفي نفس الوقت اللي حصل في المنطقة ومنها اللي حصل في مصر. يدل على ان في خطة كانت معمولة انه يقضوا علينا كلنا. يعني انت مش شايفه ربيع عربي شايفه. لا ربيع ده الربيع العربي علشانهم. يعني هم سموا ربيع عربي علشان احنا نفرح به. بس ده الربيع عندهم. عندهم. هم اللي عنده اه. هنا كان مصيبة. مصيبة العرب مش ربيع. دلوقتي هم عندهم الربيع الامريكاي. فشوف اللي بيحصل دلوقتي في امريكا حتلاقي بيحصل. كان بيحصل هنا. المهمة ما نخرجش من الموضوع ده. المنطقة واللي حصل فيها والتأسيمات والقتل والآآآ وظهور داعش وظهور آآآآ التمويل الفضيع اللي امريكا كانت بتعمله وتقولك آآآ دول المسلمين المدرت المعتدلين. هو ايش عرفوا المسلم اصلا عشان يعرف ده معتدل ولا ده مش معتدل. دول كانوا بيرموا لهم سلاح. فالمنطقة الغاية دلوقتي في خطر. آآ. المنطقة الغاية دلوقتي ممكن تتقلب حرب لا يمكن حد حيقدر يوقفها. انا اللي بقوله. طول ما بلدي في حرب المفروض اسكت. واعمل لصالح بلدي. آآ. لما يبقى مفيش حرب ومفيش خطر على البلد ومفيش مش عارف ايه. ان شاء الله يا سيدي يعني اروح اه 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 اتظاهر في بيت الريس نفسه. انا ما عنديش معنى. انما مش في الحالات دي. مش في بلدي وفي بلدي خطر. في خطر. انا شايف ليبيا عامل ازاي. شوف المنطقة كلها حوالينا ملغمة ازاي. اه. واحنا لسه بنقول اصل مش عارف ايه. الغلابة موجود غلابة كتير يا استاذي. غلابة كتير. ومع الاسف ايام صورة اتنين وخمسين كنا عشرين مليون فينا تمنتاشر مليون غلباء. وصلونا الميت مليون فينا تسعة وتسعين مليون غلباء. وكل يقول لك احنا بنعمل للغلابة. ومازلنا بنقول بنعمل للغلابة. ومع الاسف الغلابة محدش عمل لهم حاجة. انما ناس بتتاجر بحذا الكلام. بتاجر بمشاكل الناس يعني. والمهم وهمومهم يعني. بس. طب قبل ما اكمل معاك بس معايا الفنانة يسرى. يسرى اهلا بيك. اهلا وسهلا. مساء الخير يا سازوائل. مساء الخير يا مدامي يسرى مساء الفل. مساء الفل. انا انا يعني انا اسف انا كنت بصور فماش عارفة بتكلمه. معايا معايا شم. انا معايا. انت مستجيل في شام جدا جدا. ربنا خليك يا سيفي. ازايك يا حبيبي. بس صريح زيادة عن اللزوم اوي وده يعني يقعه في مشاكل كتير. ايه? صريح زيادة عن اللزوم اوي اه اه هشام. اه. على طول جماله ده. اه. انا كنت لسه بسأله. سألته في محطات كثيرة يعني بس. اه اه يسرى شام سليم. العلاقة خاصة هو كلمني يعني عن الوضع العائلي والوضع الاسري. بس اكيد يسرى شام سليم كمان فيه علاقة من نوع خاص يعني. لا طبعا ده صاحبي قبل ما حقوق. الله ده صديقي وصديق عمري وخويا وآآ وآآ يا ما كنت احكي له مشاكل قبل حتى ما شوفت آآ خالد خالد اياميها كان متجاوز وعايش برا. فهي كان بالنسبة لي اكويا وصاحبي وزميلي وآآ وآآ صديق عمري. يعني هشام علاقتي به مش عشان انا متجاوزة خالد على الاطلاق. آآ العلاقة قبل كده بكتير كمان. لا لا طبعا لا طبعا الاطلاق كبيرة وقوية وآآ وجميلة وبعداز بيها وده من يعني ده آآ عشرة عمر. يا سيفي لما يا سيفي لما بكلمك بيقولك ايه? بيكلمك بيكلمك انتي. ما بيكلميش انا. بيغير غير لما يكلمني انا وما يكلمش. يعني انت تكلم يوصي وما يكلمش آآ اسأل على يوسرا. يجري لكلمه هو الاول. آآ. فيقول لها هو بيكلمك ليه الاول وانا لأ. يوسرا تيه بت. عارب استاذ وقل بجد. آآ نعم اصل الخط كان بيقى. الخط وحش. اه انا سامعك كده تفضل تفضل. اه. بقولك. هم الاثنين يا رب هم عايزوة كبيرة وناس زي الفل. وانا فخورة ان انا بوس العيلة الكريمة. والله انا شايف طبعا آآ بس انا آآ آآ شوية آآ آآ احنا بنتكلم. المشاعر الانسانية عنده فياضة قوي. باتجاه. انا هرجعك تاني. باتجاه بناتو يعني. وآآ. ما 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 حاولتش. ما حاولتش تدخلي في الموضوع ده. لا بس هقولك حاجة. بناتو بيحبوه جدا جدا. ان في سوق تفاوم بينهم. آآ يعني انا بشوف بناتو على طب. اوكي? وبعود معاهم وبنتكلم معه وبنتكلم مع بعض. صدقني آآ بي يعني بيحبوا ابوهم حبوا وعارفين قد ايه ابوهم بيحبوهم. هو مرات علشان آآ بيبقى يعني واخد على خط بينهم فمرات بيبقى شوية آآ يعني جامد معاهم. هم بيخافوا من الجمودات شوية. وما فيش احن من هشام على عكاة. صدقني. هشام ممكن يطال عينه بييده ويديها لحد من اي آآ. عمره متأخر على حد من اي آآ. اه. يعني ما احنا كنا بنقول في وقت من الاوقات الحب اكيد هينتصر في النهاية وبعض هذي المشاكل هتزول يعني. يعني اكيد اكيد المشاكل دي كلها هتطلع او هتمشي. وهتتنسي. وهيبقوا الباعد وهيعيشوا الباعد. وفيش يعني. لا مفر. لا مفر. افر منها تدقني. يعني رديت ام ابيت. لا بالزرعة. صح. اه. هم حتة منا كنت حتة منهم ومش ممكن اه. ابدا ابدا تفتروا. ان شاء الله عمرها متحفل يعني. ان شاء الله. وكويس جدا لان انت كمان محبة للجميع انك يعني همزة وصل بهذا الشكل يعني. لا دولولادي انا كمان وانا بحبهم جدا جدا. وبخاف عليهم جدا جدا. فربنا يحميهم ويحفظهم. ويحفظهم يا رب. يا رب. ان شاء الله. يا رب. يسرى الف شكر. وسعيدنا جدا بمكالمتك. الف الف شكر. مبسوط اني سمعت صوتك. وقولي الخالد. بس انت فعلا تكلمها اه وخالد يعني يقولك ده ما بيكلمنيش ده بيكلمك انتي. لا بيهرك طبعا. اه طبعا ما اه. بس ما ما فيش شك انه انه انا 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 شايف حتى يعني هنا. انا عايزة اه ارجع تاني بس ال اه لقضية البنات يعني. يعني طالما انه في حوار بهذا الشكل. ويسرى بتقعد معاهم. وده ازا العلاقة الحب موجودة. اه طبعا موجودة. انا اقدر ما هو في حد في الدنيا يكره عياله. اه. يعني بالمنطق كده. فيه حد في الدنيا يكره عياله. لا طبعا لا يمكن. بس. ولكن هم مش فاهمين انه التربية فيها اه 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 شدة وفيها ليل. يبقى جايز المشكلة في انك انت. المشكلة. انهم مش عاوزين الشدة دي. اه المشكلة ان من ناحية تانية لا الشدة دي ما تنفعش. اه اه اه. اللي هي الام مش عاوزة الشدة وانت عاوز انه الجامعة فعلا هي التربية جامعة بين الشدة واللي. هي بقى لا مدام شدة اه تعالوا عندي وما تكلموهوش. بس خلاص انتهيت. زي ما بقول ان شاء الله اه. كله على الله. الحب حينتصر في. شاء الله. نرجع تاني بقى انت. يعني انت محسسنا احنا 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 في حالة حرب. وبتقول الناس لازم تتحمل. طبعا احنا في حالة حرب. لان اللي الذي كان مخططا لنا والذي ما زال يعني كبير. طبعا يا استاذ واقل احنا في حالة حرب. واللي موجود ده في رأيي. في جميع انحائك يا مصر. المفروض يتلغي كل النظام اللي فات ده. ونبتدي نعمل نظام جديد. وكل واحد يبقى عارف هو داخل الشغلانة دي. يعمل فيها ايه. برة. لما بتشتغل في لوكاندا. انا كنت باشتغل في لوكاندا. اه. قبل يوم ما دخلت اللوكاندا. قالوا لي خد الكتاب ده اقرأ انت مطلوب منك ايه. ترد على التليفون ازاي. تقول ايه. تعمل ايه. شغلك من الساعة كامل للساعة كامل. مش عارف ايه كزا. ومهيتك معروفة. وبتنبي على العقل. وبتنبي على الشغل. وتبقى عارف راسك من رجلك من اول يوم. كل القواعد موجودة في الكتاب ده. اللي يخرج برة القواعد دي. لازم يجي باليونيفورم بكارافاتة حامرة. لو جيب كارافاتة صفرة روح. اللي عاوز يعيا يعيا. يتكلم في التليفون يقول انا مش جاي النهاردة. ولكن هم بيحزبوا شهر بشهر. فاللي بيتأخر اربع خمس ايام في الشهر ما ينزمهمش. فيقولوله بالسلامة حضرتك لان في ناس محتاجة شغل مكانك. وهيجوا الخمس ايام اللي حضرتك ما بتجيش فيها. هو ده الشغل. اه. انما ان احنا واحد يغلط. ونقول له طب مدام انت غلط حنحزبك. والغلط ده بقى انت مش هتعمله هنا. بس احنا انك محافظة تانية روح اعمل الغلط اللي انت بتعمله هنا في المحافظة التانية. يعني ايه? ازاي يعني? وده وده غلبان. الغلبان اللي ما يحافظ على لقمة عيشه. ويعمل شغله صح. يبقى يستاهل انه يبقى غلبان. مم. مع احترامي لهم كلهم. انما احنا اللي انا شايفه ان ما فيش واحدة بتيجي تشتغل عندي في البيت غير لما تقولي ده جوزي قاعد في بيته. وبياخد فلوسي. وعمالي حشش طول النهار. دول الغلبة. طبعا مش كل الناس كده. اه طبعا. في غلبة بجد يعني. فتعالوا تعالوا زي ما بقول لحضرتك. نخلي فيه عدل. الوزير زي الغفير. ما دام انت غلط تتحاسن. اه. ما غلطش نشيلك فوق راسنا. كل البلاد المتحضرة ماشية كده. كل البلاد المتحضرة. احنا مش عارفين نبقى متحضرين شوية. ده احنا مش عارفين نكلم بعض. مش عارفين لما نيجي ناخد نطلب آآ علبة سجاير من كوشكو نقول له لو سمحت عاوز علبة سجاير. لو يقول له واحد بالمونت من عندك. ما انت قلت امك الميتين يعني لو سمحت شكرا. شكرا. لو كسفناهم حتى. بس. لو سمحت شكرا. هتبقى الزوء حينتشر. ده احنا عندنا في ديننا اللي بيقول لك الدين اللي 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 ابتسامة صدقة. الكلمة الحلوة صدقة. اه اه اه. والكلمة الحلوة صدقة. احنا عندنا الكلام ده. لقى الناس ماشي كده في الشعر. برا لو في واحدة ماشية جنبك وروح تقول لها جود مورنينج هتلاقيها بصتلك جود مورنينج. هنا لو فكرت تعمل كده هتشتل. اه انت بتعاكس يا ابو. اه اه. فاهم از ايه. فالناس بتشوفها يعني. يعني تبادل الابتسامات يعني. والتعبير عن التفاؤل والا. مش ضرورة يعني. مورحبة الصدقة والتسامة. بقول يعني. الحياة حلوة يعني. يعني الحياة سهلة. مش كل حاجة نصدم بيها. مش كل حاجة تقولها يبقى التاني بيفكر. انت ورى كلامك ده ايه? احنا وصلنا لكده. صح احنا محتاجين تاني لآآ اعادة سياغة حياتنا من جديد. من اول وجديد. من اول وجديد مدرسنا. لازم من اول وجديد. نهد المدرسة دي ونبنيها. علشان الطفل اللي داخل المدرسة دي. يعرف يعني اين الغافة. مش نعلمه في المدرسة اه احنا كان ايامين عدل وسعاد مش عارف عدل وسعاد ينظفون المدرسة وهو قاعد في مدرسة ازازها مكسور وبلاطها واقع والتولدتها كلها لمؤخذة مجاري ونقول له دي مصر وحب بلدك هيحب بلده ازاي قدامنا شغل كتير قوي لو عاوزين نبقى كويسين لو مش عاوزين نبقى كويسين ونموت ونخلص فاحنا كلنا ماشيين في الطريق الصح الخلفة بيتطروا الحكومة في يوم الايام هتيجي تقول لك يا اخوانا كفاية خلفة علشان الاكل ده مش هنلاقيه الرئيس السيسي في خطاب الاخير ركز على انه في الكسافة السكانية اللي بتزيد بشكل بير هتلتهم اي حاجة هنعملها اي حاجة هنعملها احنا في الاخر هنكل بعد يا استاذ والد لازم يبقى فيه انما بقى تيجي للموقف التاني الجزء التاني مثلا الناس اللي بيقول لك المتشددين في الدين يقول لك ده ضد ربنا ضد شرق ربنا طب ما بيقول لك اللي اللي يحتاجوا البيت يحرب على الجامع اه لأ ويقف ويعمل لك مش عارف ايه وينسف لك ايه ليه ليه ده انت قبل ما تقزين انا بتقزي ابنك بتقزي حفيدك الحاجة اللي بتفجرها دي طب ما الشعب اللي انت بتقول للغلبانين ولا لازم ياخدوا حقهم هم اللي هيدفعوها في الاخر طيب وانت كمان يعني وانا بس باخد معاك على يعني بتنقل معاك من الفن السياسة كمان عندك شواء يعني غاضب على فكرة المظاهرات عمال على بطال او ما يسمى احيانا بالنشطاء بتعليقاتهم بتجمعاتهم كل ده عندك ملاحظات عليه وشايف انه الناس تتجه للبناء انا عندي ملاحظة في الاول على الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها احنا ما بنعرفش نتكلم بصوت وطي احنا لازم نزع احنا بنتكلم بمكبرات الصوت صح يعني حضرتك في دلوقتي بطولة افريقيا شوف المعلقين العرب بيتكلموا ازاي وانقل على القناة الاجنبية يا فرنساوي يا انجليزي اه هم جايبين التلات قنوات جنب بعض شوف ده بيتكلم ازاي والتانيين بيتكلموا ازاي اللي عم احضرها واني مش عارف ايه واني اكنه فعلا في ثورة انما التاني بيقول نفس الكلام ان ده بصر الكرال ده وده لعبة حلوة وده تمريرة وده ضي عجول تبقى قاعد مرسولة مفيش دوشة التاني لازم توطي بتاعها على الاخر حتى الطريقة دي وبعدين نقول الناس بتزعق في الشارع لانهم متعودين على الناس تزعق لبعض في التلفزيون اه في حاجات لا وحتى في النقاشات يعني مش هأخفي يعني داخل ازا السوس بعض يعتقد انه ينتصر كلما امسك بمكبر صوت وفي قبل كده اللي كان اللي اكسب اللي يقلع الجاس ما ودي واحد بيها ما هو احنا لازم نتعلم احنا لازم نحب بعض احنا لازم نحترم بعض احنا لازم نشوف الصالح بعض احنا لازم نقول ان جلنا ده خلاص راحت عليه نشوف عيالنا واحفادهم انا عايز ايم الدنيا النهاردة انا متجوز ومخلف وبشتغل وعملت كل حاجة ناقص كمان عشرة خمسة خمستاشر عشرين وبالسلامة عيالي حيعملوا ايه وعيال عيالي حيعملوا ايه بالطريقة اللي احنا ماشيين بها دي يا يا مش حيعملوا حاجة وحيعيشوا فقرانين طول حياتهم يا لو لو واحد قدر يفر على بلد من البلاد اللي برا دي ويعيش فيها هيعمل كده الكويسين اللي فينا اللي يقدروا يساعدوا هذا البلد انما مش قادرين حيروحوا يشوفوا مستقبلهم في حتة تاني وحيفضلنا الناس الوحشة ما احنا لازم نفكر في كل ده طبعا طبعا يعني اه بس ولا انت عندك افكار كويسة جدا ساعد 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 اه سوز الشامس ليم انا بشكرك الله يخليك اه سوز باك الله يخليك من المشاعر الانسانية للفن للحب للسياسة والحاجات الوحشة بتاع الزمان لا يعني الاعتراف بخطأ لا الناس بتتعامل مع انه شجاعة اعتراف بالخطأ بيستفيد منها الناس يا استاذ واقل لازم نبقى صرحة مع الجيل الجديد اه النهاردة بنسمع يعني ايه مخدراته يعني ايه مش عارف ايه وازاي ودل مش عارف لا لازم احنا نقول لهم قبل ما يجربوا المخدرات يا اخوانا خدوا بالكم في كذا وفي كذا وفي كذا ونجيب لهم الناس اللي في المستشفيات ده حصلوا من ده ابعيدوا عن الحاجات دي بره في حاجة اسمها سينوتو دراجز النهاردة ابتدينا نقولها انما الناس عاوزة توعية الشباب بيغلط ليه لانه مش عارف لانه تاية تاية عاوز التوهان يروح فيروح ياخد واحد يقول له يا عم تعال انا حمزجك ويروح ياخده في حتة يدي له حقنة ولا يدي له برشامة ولا بتاع الواحد يروح انتهينا ليه لانه محدش حتى قاله خد بالك ده خطر احنا لازم ناخد بالنا من نفسنا بتقولوا التلفزيون والنهاردة التلفزيون التلفزيون عمره ما جاب حاجة زي كده عمره ما جاب توعية زي كده فين الناس لا مفيش توعية حقيقية يعني بتتعمل بشكل صدحي كده يعني وبعدين انا هقول لحضرتك حاجة انا قلت لحضرتك على مادة مخدرة انا بكرة ممكن يتمسح بيها الارض زي ما اتمسح بخالد يوسف الارض على الزناكس اللي انا باخده اللي انت بتاخده اه واللي كان ممكن تطلع بي انا ما انتش واخد بالك وطلعت بي في المطار اه وما حدش كلمني بس انا بحطه في الشنطة الهدوء لان حرمت احط اي حاجة غير الورق والبتاع في شنطة الصفر في شنطة الايد اه لان بقى يوقفونا اه لو عندك ميا ولا كلونيا ده سائل ممنوع لو عندك جل لا ده ممكن يبقى مفرقعات دع فقلت خلاص كله في الشنطة تبتحبت كل حاجة في الشنطة اه خالد يوسف حطها في عشان جد طالع على حطها في في الشنطة اللي بتفوت في السيء وراجل يشكر لانه لا عمل فيها بطل ولا قال لك الحصانة هو طلع معايا فعلا وقال انت عملت معاقضية قانونية و وده احترامي له شكرا وان انا معرفش وخلاص ولما راح فرنسا لقى ناس مستنين اه اه حاولوا يسيسوا القضية يعني فاحترامي له ويا ريت كلنا يا مصريين نبقى كده نحب بلدنا بلاش نشتم بلدنا برا تعال اشتمها جوه بس بلاش برا اللي عاوز يعني حتى يعارض في الداخل تعال انما بتطلع تشتم وتعارض في الداخل زي ما يقول لك تعال نقفل على بعض وقودة ونضرب بعض بس نطلع برا احنا 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 حبايا هو ده اللي لازم يحصل بس خل بالك يعني حكاية الاعتراف بانك تعطيت مخدرات في تجربة اولى قبل كده مرة مرة مش تعطيت مخدرات انت الوقت بتتعطى الصراحة ودي مشكلتك لكن بس انا شايف انها مفيدة انا ما انا ما خسرتش من الصراحة انا لم اخسر من الصراحة ولو كنت خسرت كنت خسرت نفسي ما كنتش خسرت حاجة تاني الصراحة راحة زي ما بيقولوا طيب والله كوي وانت فعلا بتتعاطل الصراحة بشكل كبير واللي جواك بتقوله بالاضافة كمان انك عندك استعداد تام انك تصارح بدلا من ان تخفي يعني او انك تلف وتدور بتقول انا مش بتعلف ودورها مش مستهل او استاذ واقل ليه اللي الفهلوة قموص الفهلوة اللي شغال ليه ليه ما احنا بنضيع وقت و بنضيع شبابنا و بنضيع مجهودنا و بنضيع مليون الف حالة عندك حق طبعا فنان شامسليم ألف شكر و ان شاء الله نشوفك متعلقا دايما و تحافظ على هذه المكانة لانه الحفاظ على خط و على خط في الالتزام التام و في هذا الوضوح يا رب هو خط يحترمك فيه الجميع اشكرك يا فندم و ربنا يخليك و اشكر كل اللي بيحترم فيه الكلام ده لان اكيد هو في الكلام ده برده واستمتعنا معاك واستمتعنا بهذا الحوار الشيق اللي تنقلنا فيه بين محطات في الحياة مختلفة يا عمد لله مشاهدينا غدا هنكون معاك و ان شاء الله في حلقة جديدة